هتفكر مزيان هذه الجملة قبل ما تدخل لهذا العالم عمرك ستقدر تخرج منه قبل ما بدأوا الفيديو القصة هي رواية و ستكون عبارة على مجموعة من الأجزاء وأنا متأكد الرواية ستعجبكم بزاف حيث عمره أحداث اللي مرعبة وليس ويقعة في نفس الوقت على العالم الجين والشياطين القصة سنعود لكم بحل لأنها وقعت لها لكي تعيشوا أحدها بالكامل و بعد ما نطول عليكم في المقدمة الخوية دعونا ندخلوا في القصة سأسمح لي بيرمونة والدي ستعيش معاً لما يعيشوا معاً لمدة 40 عام كمل اللي بديتي في متصف السبعينياج ومر زوج الوالدية في سنة وأخيراً سنتزاد في هذه الوالدية مرحبا بها لكم بيرمون تزاد وكان مصدر سعادة وفرحة لكل عائلة وقالي الوالدها لم تفشك برش بلا تزادت وانا يضحك لم يخلش لأ هذه الوالدية كنغوط ولكنبكي بحل أغلب يدي الوالد دعونا نعطيكم واحدة المحبساتة على الطفولة لك أنا تزادت في السعودية قبل أن أكمل العام سأنتقلوا لأمريكا لكي الوالد لكي أكمل قرية وجمعية ويأخذ مستر ديالو تربيته كبرش في واحد ثقافة الغربية وأول لغة حليت على العودنية هي اللغة الإنجليزية تقلبين بقيت تنمية حتى نصل إلى 6 سنين كان الوالد ديكسا سأخذر مستر ديالو سأخذنا أرجعنا للسعودية مسقط الرأس ومن طبيعة الحال أرجع ورقيت كل شيء مبتلئ لها لغة مبدلة تقعف مبدلة كنتم عارف ذلك السعنكو ويحتاجون من المفيدة باللغة العربية تحس بالغربة في بلادي الأم ولكن لماذا؟ العربية مدوست شهر معدودة حتى تعلمت لها حيث سأخذت بها والذي تكنس مع داخل الدار وخرج الدار وفي المدرسة وبما أنه أنا موحدة العائلة التي كانت معروفة ودير بلاسة في المنطقة التي أعيش فيها من صغرية وأنا عيش وسط الناس كثيرة ومن صغرية وأنا كنتم مع أراء مختلفة أفكار ومعتقدات هذا شيء يوقع الذي سأضع الطرفية ويجعل الطفولة ديالي مختلفة على الطفولة ديالك تحس براسي بلا العقل ديالي كبر من العمر ديالي كان أعز الصديق لي في الطفولة ديالي الصديق لي تقريبا كل وقت ديالي كنتوزو معه وحداه أو التلفازة عندما كان عندي شيء وقت فارغ كنتم مع أشي راسي في التلفازة كانت بما تبدأ الصندوق الذي منه نرى العالم ومنه كانت تفكر الطفولة ديالي في أمريكا حتى لديك النهار النهار الذي سأشعر فيه بضائع السرجم الذي تقريبا للعالم سيقولها وانا يجب أن تفرج أرق التلفازة خسرها تدمرت في هذه اللحظة لم أكن من 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 الذين يقضيق الفراغ ديالهم في اللعب ترمبيا والليبيا وكورا وذلك لم أكن من 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 يذهب إلى تطرف طفولة دياله وليس كان لديه أي شيء وانا يمكنني أن تكون قد رأيت الوالد لدى خطم الفارغ الصبر وطولة القادمة أول شيء وطولت عليك أن نترجع ونحذره وانا يجب أن تقريب وانا يجب أن ترجع وانا يجب أن تصدق أعادت للصندوق لأنه يصل على العالم يبقى على الوالد تقنعته وانا يجب أن تخذ التلفازة محل لكي يصلح وانا يجب أن تسناه هناك شيء لتعود للفراغ الذي لديه الفراغ القاتل الذي خلاله للغياب التلفاز وانا كنت أقلّب هنا والهي والحركات من هنا والهي والطلع من هنا ونزل الهي لكم عارفين قلّب تحت الماريو وفق تلاجة حتى ستدّيني رجلي للطبق الثاني بل لباب هذا البيت الذي تخيله بكثرة البيئة التي بتلفازها مع مريض دخلت لهذا البيت ولا تسوقت لها ولا أعرفت أصلاً ما هي قيناتنا وشي قبيعة كنت تعرفوا ما هي قيناتنا في طردنا لم تكن شيء نهار ستتصوق لشيء حاجة سمساً التلفاز وورا الباب هذا البيت الذي كان ينويه عالم آخر سنحل الباب وكان واحد الشعور للحاجة الوحيدة التي ستقدر تنصلكم الإحساس الإحساس التي تتسببها في ذلك اللحظة هي شيء واحد لقاء كنز ولا تحسبوش أنني كان بالغ لكن الصغير لي كان عبارة عن المكتبه الوليد كل شيء جمعه الوليد في حياته في صفره حول العالم كتب مجلات، جرائد قديمة، وستوانات الموسيقى قديمة كانت توسط المكتبه واحد مكتب كبير أو للطابلة القرية في حال هذه التي تكون في القاعدة الاجتماعي وفق هذه المكتبه هذا واحد والذي ضروري ستكون دائماً لكل واحد فينا هذه الكرة الأرضية التي تظهر كلما تحركها واحد الكرسي كبير للجلد قديم أنا أشعرت بالغضر كيف جاءت شيئة نحن هنا في الضرر وأنني لا يوجد خبار يوالو في هذه الحضر أشعرت بالعالم كامل والبنيته كان أغلبية الحويجة هنا سواء الأسطوانات أو الكتب باللغة الإنجليزية و أنا أتشلزات أخرى وأخيراً سنخلق عالمي الخاص سنتسرع العالم كامل وأنا يجز فوق كرسي في ظهرنا كنت أطلق موسيقى هادئة موسيقى كلاسيكية ونقصق قرأوا كنسمها في نفس الوقت وأنا أشعر براسبي الذي عيش في ثقافتي القديمة في أمريكا أنا أعرف بلا الأولاد الذين في عمري لم يكنوا يتسوقوا الحاجة في حال عدي مجموعة كتب غابية هم أصلاً يهربون من المنهج الدراسي الذي لديه في المدرسة عندما يقرأوا كتوباً بعيداً على العلمهم وتقافتهم و لغتهم واحدة كبيرة على العقولهم بدأت في القرية الكتاب لي جاء قد يدوز عليك أن أقرأه وأنا لا أعلم بالوقت كيف يدوز تخيلوا معي الدرجة تصدق ثلاثة أيام والتلفازة رجعت من الإصلاح في نظركم تسوقت لها نسيتها أصلاً من الأساس وشكينها سوف يلقيت وصنعت علامة الخاصة جديدة قلت على هذه الحالة احتسالية الابتدائي و لأن المقرارة المدرسة ليس مميلاً بالنسبة لي لا تجلب نقطة عالية لا تجلب شيئاً مقبولاً في الموقع الغارض ليس لأنني كازول وإنما لأنني لا تستطيع المجهود في القرية هذا سيؤثر على علاقتي مع أصدقائي في المدرسة الموضعهم كانت صراحة فيها بالنسبة لي و لم يكن تحرك الإهتمام نحاول حتى ندمج معهم ولكن مرة فترة كنت أخبرني من هذه الأشياء التي لا تفهمني لا تفهمني ما غلطت وتحسابه أنني مرتب التوحد أو أنطيوائي إلا أنه أنا على العكس تماماً أنا واحد إنسان اجتماعي كنت تدوز العوام وأخكم بيرمون أعيش بواحد العقلية مختلفة عن الناس التي طيرها به ستلعب القراءة اليومية في المكتبة الذي هو والد و ستتطور كبير في تكون الشخصية لي فأنا نكبر لا أعرف صراحة كيف سأوصل عليكم ولكن لا يمكن أن تقولوا أنه وقع عند بلغة مبكر في العقل لي العقل لي لا علاق بالعمر لي فأنا نعود لكم أحد الموقع يفوق علي لكي وصلت لمدة سرعة من عمري كان يجيني أحد الألم في المعيدة و أحد الألم الذي لا يريد أن يوقف لي كان هذا الألم يتعاود بشكل متكرر ليس كذلك في طبيب و جوج و ثلاثة و خمسة و عشرة ولكنه قال له حتى دواء لا يمكن أن يروني ولا طبيب يمكن أن يعجني و شفت أن أمي أحد أهيات و قلت أن أخذ كل شيء خراقي ربما تلقى لديه الشفاء سأعود لي عليها بلاد القبطلة و أموها كرامات و باركة و يعيش بالقرآن جاءتني صراحة غريبة كيف أمي أمي المرأة القارية والوعية والتي صفرات الكثير من الدول الغربية كانت تأمن بشكل شيء ولكن الواقع لها خوفاً على أولدها بغير تجرب أي شيء تقتليها لكي لا يبقى فيها الحال و تشعر بها قصة ربما لديها بشكل شيء الشيخ العماني صاحب الكرامات سأخذنا الوالدة بعد إلحاء من الوالدة لكي نرى الشيخ العماني كانت هناك في واحد البلاسة التي لم أعرفت بالضبط ولا بلاسة معزولة أو قراوية أو ماذا سأقول لكم بالضبط الممكن أن أجنبه مجموعة ديور الطينية ديور المبنية بالغيس لم يكن هناك طريقة لديهم مسرحة كان الوالدة وصلنا إلى أخر باستا وصفي أن نزل أنا والوالدة ونكمله على رجلينا كان هذا العالم صراحة جديد عليها تماماً ديور الغيس أو الأطراب حتى الناس الذين عيشوا في هذه البلاسة والريحة التي تمتها كل شيء بالنسبة لي كان جديد أول مرة أكتشفت العالم هذا بالكين لم أقلت على الطريق من الزيارة الأولى للشيخ العماني ولكن مع سير واجه وتكرار زيارة له لم أعرفت لماذا أعجبني أن أأتي هنا على صراحة الله لا أعرف وقالها بسبب أن هذا العالم مختلف على العالم الذي عيشت فيه المهم عندما ندخله كانت تسنى الشيخ العماني كانت تسنى النوبة مع أخوتنا كل شخص أماماً هل هو ممسوس هل هو مسحور هل هو مريض كل شخص أماماً كانت تسنى مجموعاً في صغيرة وكل شخص أماماً كانت تسنى النوبة في الأول كانت تسنى كثيراً عندما ندخله عند العماني حتى سيجد أن تلقى الوالدة طريقة السحرية الفي اي بي وجعل مرحوم الفلوز أعطي فلوز كثيراً و سيجد أن يدخل عند العماني وماذا يدخل لك أسيدي يجب عليك هذا العماني نعم لأولدك ماذا لديك تقول لها اي حالتك اي حالتك يجب علينا طريقة السحرية ويبدأ يقرأ شيئاً في النفس و سأرى يواجه فيه وخيف ويقدر فيه سألعطي على رسمياً وفي كل جلسة مع الشيخ العماني صعب تسلم على الدفال وليس أي دفلة لا أدرك كيف يبدأ الدفلة يبدأ عدد دفل ويدورة 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 تقول الوالدة هذه الأشخة البيزنس الشيخ العماني غدام جيدا الرأس لا يوجد الدفال والزيج وهو أخوك ذاك الوليدة لم أحبسك الزيارات كانت كشاختني عنده بانتظام يبزك لي الوجهة لديه بالدفال ودخلهم من فوق حتى لاحظت واحد المدة أن الوليدة لم تكن كشاختني للعماني سؤلت الوليدة لماذا لم تكن لديك عند الشيخ العماني لديك الناس لتماية أنا كنت أريد أن تذهب لتماية لأن تصفي و أفتك الأجواء لتماية ودخلت ديور التراب والناس الغراب الذين يتم معي قلت لي الوليدة لماذا الشيخ العماني لم تكن لديه السلطات والبوليس وماذا لم تكن لديه هذه الجملة بالضبط لم تتحدثت عليها حتى كبرت و تفكرتها كيف يمكن المرأة القارية والوعية تأخذ والدها الرجل الذي يدفل عليه و تخلصهم جيدا من الفوق الإجابة الواحدة التي وجدت لها هي الخوف الخوف هو الذي يستطيع هذا الخوف هو الذي يجعلها تجرب من العقل و المنطق الخوف هو التخوف كان هو السلاح الشيخ العماني الذي يستخدمه لكي يضحك على الناس و ينصف عليهم بالاسم ديور الدين و يسول على الأموال و ينهج الأعراض و ما الذي يستطيع أن يدفع معه هو لبس جلابة و ديور اللحية و لا يخبط على التوني ديور الدين يدفع سنوات على قصة الشيخ العماني و الذي يعجب أن نراقب الناس و بين عيني نظرية ديوري نظرية ديور الخوف كنت تحاول أن نفهم الناس بالمنطق النطيق عليك أن يعطيها لذلك المتنكرين اللحية و جلابة و ريحت لمسك و العود وهذا الشيء الغالطة كلما كان نفهم أن الناس أصلا مبرمجين قبل أن يفكروا أو لا يهدروا مبرمجين على أن هذا كبير من الني أو لهذا لبس العباية ديور الدين فوقية و للحية لا يجب أن نتجدل معه أو لا نتناقش معه الذي قال هاليا سوف نقول لي سمعا هو طاعة و مزيد جمعا الهدرة و أخرى أنا أعرف فيلارة هو غالط و هدرته ستخرج عليها ولكن لماذا؟ دعونا من هذا الشيء و هكذا يفكروا و هكذا يبرمج دماغي لهم صغروا بدأت تعيش مع نوع الناس و بدأت تجاهلهم من الأخرى كان هناك نوع آخر من الناس ينتاقضني كلما كان أعود لهم عن الأفكار مثلا هم يشاهدون بلا أنشتاين بكل أخ لماذا؟ سوف يقوموا يهودي أشتغل يهوديا في ذلك الله أعلم من أخرى أي شيء خرج حدود الأفكار والمعتقدات التي تبرمجوا و تربعوا عليها فهي كفر سوف أنت لم تكن معهم لها درعا و قلت لي أنت ملحض و قلت لي أنت ملحض و قلت لي أنت يهوديا و كفر لماذا هذه الشيحة تنقش معهم عن الأحواج الذي أصلا لا دخلها في الدين ولكن هذه هي البرمجة التي أعودت لكم عليها أي شيء يأتي لكم عليها يدخل لك في الدين و يعطيك أنت ملحض والمرتد و هذا يسلل لك النقاش من البداية في نظري أنه الجاهل لها العريان يحاول إسترسه بأي شيء يقولها و إذا فعلها وخها هي غالطة أهم شيء أن الناس لا تشاهده عريان و صافي و هناك نوع آخر من الناس هذا النوع هذا يكون معارش و يختار الصمت كحل و أنا صراحة أحسر من هذا النوع هذا الكثير و لا أعرف شيء أحسن ما سيضع المشكلة للنوع العريان هو أنهم ربط الجاهل بالغابة وهم لا يريد أن يكونوا أغبية عليهم لا يفرضوا عليك الجاهل لهم نحن لا يفرضوا أغبية ولكن كلنا الجاهل الجاهل بفكرة و الجاهل بمعلومة حتى واحد لا يوجد العلم الكامل من غير الله سبحانه و شعلا الجاهل هو نقص المعريفة أما الغباء للعريان الذي أعود لكم عليهم هو عدم القدرة على أن تستوعب هذه المعريفة بالأساس وهذه هي أخطر شيء و أنا وسطعت الأفكار هذه و هذه الفلسفة الفكرية لأن أعرفهم أن أتأكد أن أخرب قاعدكم و ليس أخبركم فرصكم ما يقول هذا و ما يخرب قاعده هذا هذه توقعه و هذه الأشياء التي ستبقى حياتي بالكامل تشد هذه الطريقة لا أستطيع أن أعود شيء على هذا الشيء لذلك الشيء الذي قررت أن أكتبه في هذه السعطرة و نشاركه معكم في هذا الفيديو لم أردت أي شيء تفسير على هذه الأحداث التي سنعود لكم و تقبلها عقل بشاري و بالخصوص في هذا الزمن هذا و لكي نكون واضح و صريح معكم في الأول أنا لم أكن أصنع منكم لأنها تقبلوا قصتي أو لا ترفضوها و سنعود لكم من الذي عشته كتوتيق أو سيرة ذاتية لأحداث التي عشتها و سنتشاركها معكم و سنتقبل قصة هذه المرحبة لا تريد أن تكون مرحبة لا يمكن أن تكون مشكلة ممكن في واحد النهار ترجع لهذا الفيديو هذا وتعود تخدمه و تقول هذا السيد هذا عنده الحق هذا الشيء بالصحكين و هذه الطريقة حقيقية كيف ما يقع مع العلماء الذين حرقتهم الكنيسة هم و كتوباتهم حجاب و نظريات جدد كتخالف الكنيسة و من بعد سنة و سطوال حذبت الحقيقة و تتضح أنه كانوا على حق و تضلموا في المهم سأخذونا من هذا الشيء كامل هذا الشيء كامل سأخذوه لكي ندخلكم في تفاصيل القصة كيف سنتحول من شخص عنده شخص في وجود العلم الآخر لأن شخص عيش معهم و ينجو النهار الذي ستبدل لي حياتي كنا نخرج الزيارة لدينا ناس من العائلة كان ذلك المجلس المجموعة لدينا عمر برجال من جميع الأعمار الشباب و الشيوخ و الوليدات الصغر و كعادة تمشي مع شخص لأنه لا يوجد رأيه و كنت ندفع على رأيه في العقل و في المنطق كذلك يمكن أن أخرج منتصر في النقاشات كذلك يمكن أن أسمعهم و يقولوا و تبارك الله عليك لم أخليتي له ما يقول يجبني الحال الصراحة أنني نسمع بحاله و كذلك يمكن أن أحساب الانتصار أكثر من الناس لا يمكن أن أحملهم في النقاشات و هو الذي تغلبه و تبيله بله و هو غالط و انتهى اللي على حق و كتفحموا بالحجة و المنطق قدم الناس يجاوبك واحد الجاوب الحمد لله على نعمات الإسلام نحن يرى من نعرفها القرآن و السنة الذي فهمت و استنشجت من بعد هي هذه الجملة هذه الهربة لهم أو الانسحاب من النقاش لكي يبقى الطرف الآخر و محافظة على ماء الوجه و أصلا النقاش يكون بعيد كل بعد على الدين ولكن ما علينا من هذا الشيء لمهم مثالات الجلسة و بدأ كل شيء ينظم المجلس لماذا لديك سبع عنام بحلوق ذلك؟ هو قريب من العائلة الوالد سيشير لديك الإشارة التي أعنيتها أجيز يدوين معك و أضطي التعليق و قلت أن تريدك شيئا بقمع يحتي يخرج كل شيء لديك الهضراب الزافية ولديها بيرمون لن يخرج كل شيء بقيت غير أنا والرجل الكبير و ولده و أحد شيء قليلا و سيستدن و سيطلع للطبق الثاني و بقيت ذا بغي أنا و هرس في الرأس رأيت هذه النظرات و سيطلقنا ماذا لديك أسمح سيسألني أحد السؤال الذي يجبني أنتفاجئ قال لي ماذا تأمن ب شيئا مثال عالم الآخر؟ قال لي لماذا تسألني هذا السؤال؟ لماذا تدخلوا في الموضوع؟ قال لي قلت لي قلت لي كلما تكون متعلقين بهذه الخرافات ستبقى في نفس النفو قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي سيدة زعمة ممسوسة قلت لي لماذا تتحرش بها قال لي ما الخرافات ماذا تلقى؟ ما الذي يرسل بالضبط الشرح الصراحة سكت شيئا بعد أن فضعت عليه و الآخر زعمة صعبة ويسكتني أصلا قلت لي قلت لي لا قلت لي هذا الشيء قلت لي قلت لي قلت لي بإمكانك حال وأنا أحد قلت بحلقة دائرة ولم نعرف نجاوب قلت لأرى أن نأتيكم للأخر العلم الجن والشياطين والرقية والمس والسحر وهذا كامل الذي يدور على هذا الشيء لا يدخل للأسي قلت لأخي قلت تعرف الآية 39 من آية النمل بسم الله الرحمن الرحيم قال عفريتون من الجني أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرصد إليك طرفك إلى آخر الآية قلت له هي كان عرف هذه الآية لماذا؟ قلت له أنهم كانوا يتنفسوا بينهم على أنهم يأخذوا العرش الملكة بلقيس للنبي سليمان عليه السلام قلت له شيئا بين هذا الجن سيبقى ساكت شيئا قليلا سيقول لي الذي فهمت منك أنك تنكر الوجود الجن قلت له أن أرى عمي عندما تحمق عليها وتحمقني في هذه الليلة إذا تنكرت الوجود الجن سيقول لي أن تنكرت القرآن الذي تكوارن فيه وصافي سيأخذ من نقاش هذا لأنني ملحيد ومرتد قلت له أن الله سأهضر معي وخذ راحتك قلت له بالعقل ومنطقة لك وبعدها على العاطفة والدين قلت له بلاده وكانوا جوجه من الجن يتنفسوا بينهم كيف يأخذ العرش للسليمان عليه السلام يعني كيف سيأخذ الوجوده قلت له جوجه من الجن ثم سيأخذ لي أحد الريد الذي سيبقى الاتجاه للأفكار بالكامل حتى من الطريقة النقاش بيننا سيتثبت له بسبب هذا ما قال لي قال لي واحد فيهم أه أكد من الجن ولكن الشخص الأخر الذي قال سليمان سأخذ العرش قبل أن ترمج لم يكن هذا من الجن هنا أنا يتخرب قلت له بالله أنا حياتي كاملة وأنا فهمت هذه الآية على أنهم كانوا جوج من الجن قلت له كيف يأخذ الجن من يريد أن يكون هذا مثلا قال لي هذا كان واحد الرجل بحالي وبحالك ولكنه كان عنده علم الكتاب قلت له علم الكتاب ما هو العلم هذا الذي سيجعله بشر يغلب حتى الجن ويسبقهم في إحضار عرش بيلقيس قال لي المفسرين خسلفوا في تفسير ولكن ما يتفقوا عليه هو هذا واحد الرجل عنده قدرة وعنده علم أقوى من الجن وأقوى من البشر ومصدر القوة له هو علم الكتاب وكان مفسرين آخرين قالوا بالله درجة هذا هو النبي سليمان عليه السلام في رأسه والنقاش كان بينه وبين عفريت من الجن قال لي لا تبعدها شيئا التفسير يجب أن تتفق عليها وصحيحها ولا تشغل اجتهاد من أنك قال لي قال لي أغلبية الجمهور الأهل العلم في السرواب حالي قداية قال لي ماذا أريد أن تصل لها سيجعل أحد وقال لي أريد أن أصل لك بلا راكين إلى عالم آخر عالم الآخر عالم غامض عيش بيناتنا وعيش بيناتهم دخلوا جن وشياطين وكيانات أعمارك سمعت بها وعرفت بلا كيانا من الأساس كانت أبعاد آخر أعمارك سمعتها ولا أدخلت فيها هنا شيئا تعيش بيناتنا ومشاركة ناحياتنا ولكن كل شيء يكرر الوجود ديلا إما جهلا أو خوفا منها أو بجوجه قلت له قال لي أريد الإثبات على الوجود الجن سأجدك ترىهم بعينك وتسمعهم بودنك وأخيرا وأخيرا أخرى شيئا أحد الذي سيعطينا دليل ملموذ على الوجودهم يلا أحيانا تفضل ورنا ورنا نرى ما لديك قال لي متأكد ورده يرمون متأكد أن يدخل هذا العالم وقلت له لا يريد أن يدخلوا بالصح كانت تتنى فارغ الصبر وقال لي وقال لي قلت أينك الساعة واخد الموضوع بسخرية قال لي وقال لي خمسة دقيقة وقال لي فأنا كانت تتنى والفضل والحماس وقال لي فأنا نرىهم وقال لي سأرى وقال لي وقال لي وقال لي فكره وقال لي هذا القرار وإذا اخترت هذه ومن بعد سألت أنه أخبر وقال لي في المهم أخذت الكتاب وقال لي وقال لي وقت وقال لي يجب أن تحدي وقت يجب أن تأتي وغير وقال لي وقال لي نرى لغير سأفكر للمرة المشكلة أشعر ومن قلت أن أصبح ضرب في إذن أس أجل وفكرة واحدة التي تضرية في رأسيه علم الكتاب ما هو هذا العلم الذي يمكن أن يعطي لواحد مبني البشر قوة لتفوق بها للجن كما يمكن لأحد يقرأ كتاب أو جوجه العشر أو يقول أنه بقاء عسيدي ويقول أنه من البشر لمبني الجلده ويقوه من الجن سأسترجع بعد ذكريات المحدودة التي لديه على هذا القارب الذي أعرف عليه أنه هو درجة انطوائي وقليل هضرة وناثراً لا يتنقش مع الناس على الأكسيه تماماً وإذا لم يكن أحد أحد مهضر سيستخدم كل شيء وفي السنوات الأخيرة لم يكن أحد من أولاده في السيدة وعندما تعرف عليه بأنه كان لديه مرض لم يكن أقل أنه هو هذا المرض بالضبط ولكن الذي أقل أنه كان يتعاجز خارج ودخل البلاده ومن المرأة لم يكن يعيش مع أولده وأنا أقل أن أدخل هذا الفرصي لقيت الفرصي عندما دخلت البيت لديه وانطحت الفرصي في بلاستي لأنه صارحة تعيان وكان نهاري طويل وعامر نقشت عندما تسوقت الكتاب لأنه يوجد فوق مكتبة في البيت ومتعيني وغرقت في الناس ونعزت سنفق في الصباح عادي نهار روتيني آخر في طور الجامعة والغداء لكي نتلقى مع أصحابي الذي كنت تقوم معهم دائما ومن الآخر نسيت الموضوع لذلك الكتاب الذي أعطىني ذلك الحاجة لم يبقيت على هذه الحالة نسل الموضوع لذلك الكتاب تقريباً أكثر مشهرة لم يشغل الحياة الليلة المنحوسة في ذلك الليلة بعدما رجعت من أصحابي دخلت البيت باش الناس ولكن حلف الناس الذين يأتيون في ذلك الليلة لم يكن تقريباً بلاستي لذلك الكتاب الذي أكثر مشهرة ومحطط على ذلك المكتب ستبلي الغبر على الغلاف الجمعات الغلاف الذي لا يوجد اسم ولا عنوان قمت بلاستي وهزيته وسنصوت الغبطارية التي كانت عليه وقلت على السريري وبدأت القرية فيه القرية المجرد المالة الوصفية يعني قد تنطيب بين هذه المكتب والسلام أما الكتب كمحتوى أصلاً لا أهمني ولم تنطيب وكتب غريباً لا أصلاً في كتب شيء في حياتي وخاءة قرية مئات الكتوب الكتب لا يوجد عنوان لا اسم كاتب لا فهرس لا يوجد نشر تخيل أن ترقيم صفحة لا يوجد مجرد ورق أصفر قديم ومتهاك صافي الأطراف ورق الكتب تشعر ضعيفة والأثر الزمان مأطر فيها الآن سنصدد الكتب وسنحلله من نصف أعطيب أن تصدد الكتب ونحلله من الوسط ونحلل الزمان ونحاول أن أقل الزمان أشياء التي تشدني دخل الكتب وليس شيء ليس ميزة بشكل مكان ولكن لا أفهمت وليس شيء مكتوب أحاول أن أشتد أحد الأطراف من الكتب ونحلل الكلام ولكن كان أحد الأمر عادي لا يوجد شيء مكتوب كمية كلام على الروحانيات والعالم الآخر صافي أشياء التي أصلاً أنا ضدها وكان أعتبرها مجرد خزعبات وخرافات وخيال علمي لا يوجد دليل ملموس على وجوده بصراحة لا أعجب الكتاب أو للمحشواته ومن الآخر لا أستطيع أن أضعه وصافي أن أضع البلاستو كتاب مثال ترجع البلاستو بأدب يعني أن أضعه كده وصافي رجعت البلاستو بشكل جيد أبقيت أن تتقلب البلاستو حتى سيسدين عيني أول ما سديت عيني سأعلم أحد الحلم الذي لم أحلمت بحاله حلم الذي كان غريب بصراحة واحدة الكبيرة في العمر بالحياة بيضة وطويلة لبس واحد جلابيا بيضة بالجيوب وطريبيشة بيضة تشعر أبيض في أبيض ملخرة سيقول لي بالحرف كمّل الشيء الذي بدأت به وبقى عودة الجملة هذه مرة وجوج وعشرين وعشرين حتى سأضع يقني من الناس سأتنفق مخلوع وحسس بالنفس التي تقيل عليها ضربت على الساعة وكانت ميقات الجوج لي لها لم أعرفت على لماذا تعيني الكتاب أو ثاني وجدت هذه الفكرة وحسس بالنسبة لكتاب قبيلة ولم تكون هناك صورة صوت الداخل الذي يقول لي يقول لي أن أقلب الكتاب وقلب وسأتجد صورة تماما الصورة للشيخ الذي أجدني في المنام الذي حلمت به سأقلب الكتاب وبدأت تقلب عجوائيا بحالة أن تصفح جورنال أو مجلة سأبدأ وعيني وعندما نرى بلاس الكتاب كتاب حتى في الناس يبدأ يغلبني سأسدك الكتاب وعندما نعود إلى بلاس أخرى ومعي الله قمت نفس الرجل المرة الثانية سأتجدني 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 مقلق ومقرب وجهه والوجهه كان وجهه في وجهه وسأتجدني على صوته كمّل اللي بديتي كمّل اللي بديتي سأتجدني أنت مخلوع من الناس ماذا يوقع معي ذلك؟ نفس الحلم سأتجد المرات وفي نفس الليلة لم نكذب عليكم هذه المرة أعلانت حليت الباب بيتي ونزلت للتحت حليت الباب الخروج وركبت الطموبيل سأتجدني 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 سأتجد المرات ولكن الطموبيل سأتجد المرات ماذا يعني ذلك؟ لا يوجد أي مشكلة الطموبيل أنا لم يكن في بالي ذلك اللحظة وممكن أن يكون لديه علاقة بالكتاب أو لديه علاقة بالحلم وذلك الرجل الذي يجبني في الحلم كيف لم تنتم تسألوا أنا لا أعرف عودت دخلت للدار وخرجت ولكن كنت متردد كنت أتجد المرات ونحب قليلا نفكر وصلت إلى الآخر وصلت إلى الآخر وسأتجدني الباب الذي يدخل البيتي سأتجد المرات قبل أن ننزل كيف هو محلول ديغة؟ بدأت أن أشعر فراسي ماشي يا وعدك أعلاف الأسئلة كانت دور في رأسي تركيزي مشتت والخوف كان حاكمني من كل بلعصة دخلت البيتي وأول شيء جاءت على عيني هي الكتاب النيج قلت في رأسي سأتجد الكتاب ونرى ما وراه وصلت إلى الكرسي وشعلت الضو وبدأت في القرية هذه الكتاب قرأته من الجلدة وصلته وضعته على جنب نأتيكم من الآخر وفهمتوا من هذا الكتاب الكتاب زعما كان مكتوب بلغة بسيطة زعما لا يوجد شيء ما معقدة أو طلاصم وهو أخاك هذا شيء غامض والشيء الوحيد الذي شدتني في هذا الكتاب هو السطر آخر من آخر صفحة مكتوب بالحرف لا ترى العلم الذي تعيش به بعد اليوم كالصابق لأنني سأكونوا معك ماذا هو هذا وماذا هو هذا وماذا هو فخ الشيء الوحيد الذي أخذت بيه هي هذه الجملة قصدني أنا خصيصا ومكتوبة لي بالضبط كتبت معي وكتبني أنا سوف نسد الكتاب وسوف نمشي بلاستي بلغة الناس يعني يغمضوا ناس والحمد لله هذه المرة لم يكن لديك هذا الشيبان هذا الشرف والحياة بيضة الناس سوف ينفق على صوت أدن الفجر وبيني وبينكم لم يكن لديكم أنا أحد الإنسان لم يكن لديك صلاة يعني إذا أخذت وفقت على الأدان وكان نصلي لم يكن لديك صباح ونصلي الله يسمح لنا ولكن في هذه الليلة لا تحتاج أن نسمع الأدان ونصلي على الأقل نحسى هذه الأمان والطمأننة بعد كل مداز في هذه الليلة قلت فرصي دخلني ندخل ونصلي في الجامعة لكي تأكد قلبي طمأن صلاة الجامعة حيث أن صلاة الفرد الممكن أن تنظم بلاستي باب الحمام لكي ندخلها ولكن ليس بعدها قلت فقط صوت الأدان كان مرتفعا قليلا على غير العدده في حال تقول المسجد قدم باب الحمام ما هو وشهدوا البواق المسجد أخذوا بواق جداد ومجاهدين أو ماذا؟ لما دخلت الحمام وانا يمتجه الموضوع وبدأت في الوضو ثم سأحسب واحد الإحساس الذي كان غريب بصراحة صوت الأدان جاء من بيت من عزي لا يوجد من المسجد ثم ضربت الله على الساعة وسألقابي الله أصلا الصلاة الفجر فتها 11 ساعة التقايق ما هو التفسير هذا الأدان الذي أسمعي في البيت؟ صمرت بلاستي والعقل الذي يوقف من ذلك ما الذي يوقع ما الذي يوقع هنا يفهموني؟ بقيت مركز من خلال باب الحمام مع الأدان وقبل أن أضع الباب الحمام لنخرج البيت سأسمع صوت من داخل البيت يقول أقيم الصلاة وصوت بدأ قيم الصلاة ومن خلال الصوت فاتحة الكتاب ولكن صوته كان غريب صوته لم يكن فيه الجمالية للصوت صوته كان نشف سأقلس وسط الحمام وألف الأسئلة تضر في رأسي كنت مصمّر بلاستي وما لقيت تفسير لهذا ما أنا أحلم؟ ما هذا الشيء واقع وما نعيشه بالصح؟ العقل الذي يوقف في ذلك اللحظة حتى سأسمع في آخر صورات الفاتحة ولا الضالين سأسمع صوت وراه ولكن كان صوت المجموعة تقول آمين ماذا يوقع عندي هنا يا فبي جي؟ وما لم تكذبوني ما قلت لكم بقيت وقف الحمام في هذه الوضعية وفي هذه الحالة حتى أخرج إلى الشمس حتى أحسيت بشيء آمان وحلّيت الباب ودخلت للفاتحة وما كان فيها أولا سأجمع حواجاتي ساكي وكتوباتي على عجلة مني تشعر بشيء مخوفاني لا أعرف ماذا هي خرجت طريقية للجامعة هذا موبيلتي مرة عادية بحالة لم يكن فيها أي مشكلة وخاة كما قلت لكم ومرة البارح فأجمع نركبها لا أريد أن أقوم بشيء وأنا طريقي أحاول أن أتناسي وندوز نهاري عادي كل عادة ولكن هناك تتحدث على رأسي وشيء سهل لكي تنسى بقيت براحة لوقت المغرب أرجعت للطار ودخلت لبيتي وبين عيني حاجة واحدة الأحداث التي وقعت معي البارح وبالخصوص التي وقعت لها مور الفجر وفي نفس النهار مع الساعة لتسعود ديال الليل تتحدث مع أصحابي كما العادة ودخلت للحمام لكي نوجد رأسي ونقسل ونستشعرين ونقضيها ونقضيها لكم فاهمين وأول مدخلت للحمام سأسمع صوت لأنه عمري سأسمع صوت صغير كي بكي وآه الصوت الثاني فاطل هذا الشيء الواحد الذي فهمته هذا الكتاب مليون في المئة حلالي باب من أبواب جهنم وبالله مستحيل مستحيل يكون مجرد أوهام في الدماغ سأوقف الصوت بعد دقيقة أو أقل من دقيقة لا أكمل شيء في الحمام وسأنظهر من الدار خرج من الدار وضع مارس طمو ويلي وحيت من الدماغ ونقص لديك الموعيد الذي أكتدار مع أصحابي وسأقل بطريقي للرجل من عائلتنا الرجل الذي يدخلني فضل المصيبة هذا الرجل الذي يكتب وصلت قدام دارهم وبدأت ندق قلت لي 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 والمرجل ومثل قلت لي قلت لي أها هذا الشيء الذي يوقع معي حيث تشير معمروا موقع معي من قبل موقع معي هذا الشيء حتى أخذت من نقدك الكتاب وقرأته هذا اليومين قال لي هو يجبده واخذ راحته أنا معمرين أسفل هذه النأسة من 40 عام هذه سأسمح لي أبو يرمون أولدي سأعيش مع الذي يعيشه معي لمدة 40 عام بدأت أني كان غوض وكنت أنتدى مع أبوني لماذا تقول؟ ماذا تخربك؟ ماذا سأعيش معه؟ لماذا تقصد شرح لي؟ قال لي ما كان قصد أوله سأخرج و سأخبرني بوحدك يعني من آخر سأخرج على اليوم داري أعطني التساح لا أعرف أن أعرف ذلك اللحظة ماذا سأعطي الرأس؟ ماذا تقصد شرح هذا؟ ماذا يعني إذا سأعيش مع الذي يعيشه معي لمدة 40 عام؟ سأصل بمالي نطرف الليلة وأنا يخيف ومخلوع ومعرف ماذا أعطي الرأس قلت بمالي نطرف الليلة سأعيش مع مصحابي أعرض عليها ولكنني أريد أن نواجههم بالحقيقة ومستحي أن نعود أن ندخل لك الليلة ومعرف ذلك الليلة ومعرفت غرفة في فندق ومعرفت ذلك الليلة وقال في صباح الحال ومعرفت للطار لكي ندخل لكي ونزل الكتوبات ونحضر المحاضرة التي لديها في الجامعة حيث هذه الليلة لا يمكنني أن نقربها بالليل ولكن أول أن ندخل لكي نقربها بالسطن ومن ذلك الليلة سألقعت من ماء تقول أنه لدي مضاربة هنا في هذه الليلة تحجمها لا تشطى بلسطة كل شيء حرفياً كانت مقالوبة فعلاً لها المشكلة هي في السؤولة الوالدة كيف يخرج لبيتي البرح قلت لي كيف لم أخذتها؟ قلت لك توقيت مقرب لها ولا قصة قلت لبيتي وانا مصمره وكنت فكر في حاجمه الكتاب تفكرت الراحة الذي رأيت في عيني البرح هو كيف يدر معي وهو قد رأيته في حال التفاجأ عليه هو أحد الهم ليسا نواجه وهو معذبه هذا لأنني سأتحولي الهم ليسا نواجه ما هو معه عندما بدأت ارتفع في حواجي وكثرت من القضية مرونة أصلاً لم تسهلت للمحاضرة وغيبت الجامعة في اليوم بعدها حتى لا تسهلت مهارسة عندما بدأت كل شيء سأتحول الكتاب على الأرض نزيته ثاني وقصت فوق البيرو وسأتحوله بدأت نقل في صفحاته ولكن هذه المرة والسبب غير معروف بدأت نفهم الكلام وأخرى قرأته أول مرة لم أفهمت إلا الجملة الأخيرة منه لذلك نربط الجمل والكلمات والمعاني وقلت من الغامس في الكتاب حتى يصل إلى أهدان الظهر وستهلت اسمها آخر صفحة سأفهم ماذا قالتها في واحدة من الصفحات الكتاب نذكر أنه الذي سيقرأ الكتاب هذا كامل سيضربط كما سيضربط الله أعلم لا يمكنك ذلك لأنه لم يكن مكتوب و هذا الربط لا يمكن أن يتحييض عليه إلا إلا شيء يقرأ الكتاب ولكن ليس مثلاً يلقى الكتاب ويقرأه لا يقرأ عن قناعة شخصية منه هذا الشيء الذي يقع معي بالضبط في الموقع ندوره ونعوده ونحاول صفحة الكتاب ونحاول أكمل صفحة أو أي جملة أو كلمات أخرى لكي نتفكر منك الربط ولكن بدون شيء فائدة و في نفس هذا النار سأفهم لديك ثلاثة أخرى إلى السقليات المصيبة و أخرى فضي أطلاقني في الأول ولكن أنا لم أتفكيت معه حتى سأخذني قال لي أن أرسلهم الباب أول ما أطلقته قال لي أنت أختارت هذا الشيء لأنني لم أتفكيت أختيارك حضرتك مرة و جوجو ثلاثة و أنت متأكد و أريد أن تأخذ الكتاب و أنت أريد أن يأخذ الكتاب و أنت أريد أن يأخذه بخاطرك و لم تتعلمني أي شيء قال لي أن أعطني شيء طريقة لكي نتفكر منه بلا الطريقة لأنني أتفكي على شيء واحد إذا لم أصدقوا شيء واحد كيف لا أتفكي معي أنتها قال لي يا أولدي أبي رمون أنا أكثر من حياتي أكثر من 40 عام و أنا أقلب على شيء طريقة أو شيء حل لكي نتفكر منه و لكن بلا فايدة قال لي أنت أخذ رقية سرعية قال لي أنت أجربها يا أبي رمون لا يمكنك أن تخسر أنا أستغرب طريقة لكي أدرع معي كنت أتكاره في هذه اللحظة و أحاق عليه لأنني أصدقوا شيء قريب هو يشوف فيها و أنا يشوف فيها و لم يحامل و أنا أفكر ما سأقوم بها و ماذا نضرب أو ما سأقوم بها قال لي أن يجعلني أن نضرب في الساعة أخرى هذا لا يوجد ما سأقوم بها سأقوم بك من اللعنة التي تلصقه و إذا لم يتغيرها وصل له يلا كنت سأخرج من البيت التي تقلس فيها و سأقوم بها سأقوم بها قال لي يا أبي رمون أنا سأقوم بها و سأقوم بها قلت له ما أريده قال لي و أجربتك القارن القارن أجد دخول القارن في شيء قال لي أهل القارن شيطان يبقى معك من نهار الذي تتولد لا يوجد عليه قوة أو سلطان غير توسويس ولكن إذا قد تتفصله عليك يستطيع أن يجري على الجن و شيء أنا قررت عليه كثير من الكتاب و على ذلك شيء قدر يدير إلى تحرر من الذي معه على أساس قررت أن يعيش معي معي حيث صافي و الفتاة اليوم و تعيشت معه و مالأخر قلت له كيف سأقوم بحرر القارن قال لي لماذا بعده و أنت يمتأكد من ما تطلب مني قلت له على أساس شيء آخر من غير هذا قلت له ماذا؟ القرار قررتك الثاني تسنيني واحد دقيقة و أنا جاي لك بقيت أنا يكن تسنيني و الدماغ لك يفكر في هذه المصيبة لديك هذه اللي تدخلت فيها راسي و جاي لدي و معا و اتنوي على كتاب آخر صافي هذا شيء ما يريدنا بقي ما حلنا الحريرة الكتاب الأول جاي بلي كتاب ثاني أو ثاني قلت له ماذا تدع هذا كنت عن قرارن و التحرير القارن تلقى هذا الكتاب و لكن لا نصحك تقرأه ولدي بيرمون و أتكلم للأخر أنا براسي أنا براسي مزعمة لك نقرأه و لكن انت يا حور أريد أن تقرأه قرأه لا أريد أن تقرأه قرأه طيرت له ذلك الكتاب من يدي و عندما تقرأه قرأه أنا لا أحاولك ما يحقق عليك و كارحك و كنت أشعر بي الله و أنا أعمل وكيل فيك و تم يتخرف حالي و أنا رجع للدار في الطرقية و كنت أفكر في الكتاب الأول أريد أن تزد عليه كتاب ثاني أين أنا سأتي أين سأتي وصلني هذا الشيء و وصلت للدار و دخلتني البيتي أضع الكتاب القارن على جنب و أسلم ترسي للناس بعد يوم مرهق بعد أن أغمت تعيني بشيء أقرأت على صوت ولكن صوت يحصل على صفار في ودني و أخلعه لك ولكن يجب أن يحصل على صوت أحاولت أن أصدقني ولكن يتطر على الناس بعد أكثر من الساعة و أنا كنت أتقل ب بلست و أنظره كثيراً كثيراً و كنت أحاول الناس و أخيراً و أخيراً سأعود أرجع لي الناس أما بعد مباشرة أقرأت عن صوت و أشبه صوت فهي حقفة قمت بسرير لي و بمجرد أن أعود فهي حقف سيقتفع الذي أجعلني أن أكتشخ؟ أي اقول أنني كنت أهم و لكن أشببه أو لا أحلم هذه الأشياء فهي خلص يتطر للأس مثل أنه مقرأت من حلم حقاً أرجعت للأس ولكن هذه المرة سأعود لنفق على صوت و لن أعود أن أراد الناس لم يتزم في ذلك صوت و أشبه كنت وأخيراً فهي حمام ولكن هذه المرة لم تقبل صوت فهي مجرد مجرد و فقط لكن صراحة في هذه اللحظة كانت شيئا في لي حتى من القرآن والأذكار تلقوا لها و أزيدوا على هذا الشيء أنني لم أرى أحد الأول الذي ملتزم يعني لم أرى الكثير من القرآن والأذكار أرىكم عارفون ما يشبه في عمرنا لأن الله هدينه وصافي في الموقت لا يمكن أن ترقب بفراج ومعنقل وسادتي من الخوف وكانت ترقب بخوف الباب للحمام حتى فجأة الضحكة يوقف عندما لا يقف هذا الضحك تخرج من بيتي وكانت ترقب بفراجة ومعنقل سوف يخرج في حالي وكانت تركيب بفراجة ومعنقل لوقت حتى يصل الصباح لكن هذه المرة عندما أزلت الدراج سأرى أخي صغير يوصد الكوزينة في وسط الطلاع وكانت أخبركم شيئا أصلا لم أجبتها لأسفة لك أخي صغير في أمريكا أخبرت في الفترة التي كانت فيها لديك قرأت أمي الماستر يمكن أن يرى أحد أخير في فعل وجه وكانت تستطيع أن تلمحه ومعنقل الإضاءة لدخلها من الزنقاء قلت له كيف تدرك ما فيها الليل؟ لا يجب أن يرد عليها 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 يجب أن تقرب منه قليلا بقليلا حتى يصل إلى أحده يجب أن يضع لك هذا لم يجب أن يضع أمريكا ومجرد لم يضع أحده يجب أن يضعه في جسم كامل الدراجة تحت الأرض فاقية للوعي وليس فقط إلى الصباح فقالي الولد من المكان في الأرض في كزينه وقال لي ما يصل لدينا المال هنا لا أعرف JON سأذهب إلى بالقليل كان للوزة وزاوز داخلي ماذا كان يقعد عليه كيف هذه الحالة في الداخل يا ربي سأتبعني الولد المالك ولماذا نريد عليها وقال لي لا الولد لا الولد لا أعرف أيها سأضع لي هذا الموضوع سأخذ الولد سأخذ الكتاب الآخر الكتاب القارين سأخذ الجهدة الصغيرة ونحضر الكتاب وبدأ تكون صفحة المحتوى كان الكتاب جميل بحل الكتاب الأول لا فهرات لا عنوان لا اسم كاتب لا ظهر نشر حتى ترقيمت الصفحات لا يوجد الفرق الوحيد بين الكتاب الأول هو هذا الصفحاته قلال و الغلافه كان جميل بالكامل وكان مكتوب بصيغة المنادة بحل أن تقول هذا الذي كاتب الكتاب يهدر معي أنا يا أخي الصيصان يهدر معي بحل أنك يعرفني كيف حال يهدر الكتاب على قاريني بحل أنه أخي لي ولا صاحب عزيز بززاف يتمنى أنه يتلاقني ويعنقني ويحضرني في الأحضانه سأصل إلى صفحة التي تظهر صفحة التحضير سأجد أحد الكلمة الوحيدة الوحيدة التي كانت مكتوبة بالخطة الذي يدد في الكتاب كامل كلمة داجين وعطيت الكلمة أي شيئ مهم وكان هذا واحد من أكبر الأغلاط التي سأجد في حياتي ومن بعد ستفهمون لماذا لنكمل القرية للطريقة التحضير وكانت الطريقة حتى نحضرها ستتوفر فيها بعد شهرات منها يكون غروب الشمس لا تتمنوني أنني أقول لكم لكي لا نكون سبباً في هذه الأدية وبالفعل أول ما تستطيع تغيب سأدخل الحمام لأنك لا تحتاج ضروري المرأة والتي هي واحدة من الأشياء الضرورية في التحضير وكيف لا أتكلم في الكتاب أنا أدرس بالحرف طريقة بصراحة كانت فيها تأمرة بالصحة وكانت خطوات طوال ومعاقدي ولكن المهمة هي أنه سيطرفك حضرت القرية وكانت تعرفه معك موقع أوله كل شيء هو هو أخرج من الحمام ودخلت إلى بيتي الشيء الوحيد الذي لحظت كان هو الهدو ووحد السكات الذي كان غريب كان السكات الهدو أكثر من لازم لا يجب أن تقول لك أن تكون معزولاً على العالم حيث الصوت الشارع والكلاكسومات السيارة التي كانت مفرعين لها رأسي لا أستطيع أن أسمعهم كنت تسمع ثلاثة حواج صافي الصوت النفس الصوت قد القلب وصوت طريقة كل شيء كان يصبح خوف سأذهب إلى بلاستي وكيفة وكيفة المصدرات الثلاثة النهر الثالي بالليل قالت تبين أن هذه الليلة سأجد أن أكون ذلك مجرد على مرح ترسع أليساً أعتمد أن يكون هذه المصدرات لا أستطيع التعسط لا يوجد شيئاً لها مثل الليلة بسبب هذه المصدرات ولكن هذه الليلة الثانية وموقع لي أولوه من غير تلك تصريح تقول لك الهدوء الغير طبيعي النهر الثالث الرابع الـ 25 لا يمكن أن تكون شيئاً وعندما يصبح هذا لأن يصدقوا و تخلص من العنة لكتاب الأول و لجنة القرين و لأن يكون تردهم ستتضع الكثير من مشهر على لي و أنا على هذه الحالة حتى صفيقة نسيت الموضوع و نسيت القضية و أرجعت للروتين و الجامعة و لفك حتى النهار الذي سيأتي الخبر الموت لكتاباً للشرف من العائلة للسقلية الكتاب و بينكم صراحة لم تتقلقت و لم أحسيت له بحزن أو أولا من جيته فأنا سمعت الخبر و وفاةه تبغيها له بينكم تتحقق على هذا الصيد الذي سيأتي في المقبرة على مراسة يمتفن الجنازة و صلنا على صلاة الجنازة في المقبرة و بينكم لا تتعلم عنها بالرحمة أو المغفرة سوف نرى نزل في القبر و ملفوه في الكتاب البيضاء ثم صفي قطرسي كانت ترحم عليه بل الإيرادة هذا أنا يا داير يرمون القلب و بيضاء و خدر في يدك شيكام صفي أنا يسمح حتى تكون حسابة للقضية صفي سالات و تحلاته و لكن لا تشعر في بلادي غلب هداية و صفي لكي لاحقه على الطراب و سيضرب الكتاب البيضاء في الكتاب البيضاء لم أعرف كيف هو السيدة أصلا سيضرزه و سيشوف فيه و لكن رأيته و كانت في شكل و الإبتسام الذي يدع أغرب من الشوف الذي يدع فيه سيضل الوقت العصر و بدأوا الناس كلهم يشوفوا شغاله حتى يصالوا المراسم للدفن الجنازة سيضرني أنا و الوليد للطموبيلة لكي نحن يفحلنا لدارنا حتى تسمع صوته و رائع بيرمون بيرمون هيا بيرمون و كان نفسه الشخص الذي يدع في الكتاب البيضاء بقى عقل عليه مزيان كانت الإبتسامة صفرة كنت تشعر إبتسامة لمصطنعة و كانوا عينيه واضحين أكثر من المؤتد كنت تشعرون من الملمحة الوجهه و الطريقة التي لبسه و ليس من زماننا بعد أن تقولوا أنه ليس زمان آخر اقرب مني و سأضعه لكتفي و قال لي البقاء لله في المرحوم أنا لم أردت شعلي يعني لم أستطيع أن تنزلها لوجهه شكله كان غريب كثير لا أعرف ماذا هو الرجل كان صمر و أخذ الملمحة الوجوه ليس للملمحة الصمر التي نتعودنا لها ينفعه صغير ومسلوطة بشكل خط و كانت الفمه صغير بشكل و ليس لديه ألحية ولا مستعش و كانت أصفح منه واحد الريحة أعطيها منه بشكل أقرب وصف هذه الريحة أنها ريحة الريحة سأرى و لا أعرف كيف هي الإحساس لا أستطيع أن نجاوبه ولا ننزل عيني على الملمحة الوجهه ولا نكمل ركوبه في الطموبيل أرى داخل الطموبيل و أرجى البراء الطموبيل و أنا مبلوكي بلاستي سأزل إلى الأكتف و سأرى كل يومها بالعشية و سيضر و سأعطي عيني بطهره و سيتمشي بحاله و أبقيت متبعه بعيني كي سأرى ماذا سأرى والشيء الذي لاحظت هي أنه كانت طريقة المقبرة يعني أعود إلى المقبرة على عكس الناس كاملة التي كانت في المقبرة لكل شخص يأرى بطموبيل و سأرى صاحب يطلقنا لكي نتحرك و راورنا بثاف المشاغل و أول مركبة الطموبيل سأرى الولد كيف أعرفت السيدات و ما هو من العائلة و لماذا يتعلم على قداية قال لي لم أعمري ما رأيته و لكن لا يمكن أن يكون صاحب المرحوم أو لماذا يتعلم على قداية المرحوم كان يصفر بثاف و عنده صحاب كثير قال لي ممكن أن تعود لي على المرحوم لماذا تعرف علي عود لي على كل شيء قال لي بصراحة على أكتبه لم يكن قوية و أخي كان قريب يزعمه و لكن الذي يعرف عليه أنه هو رجل عصامي بنا راسو براسو كان من الموته فوقين في المدرسة و في القراية و من بعد سيخدمون الطفح حكومي حتى سيتزوج و أمور الزواج سيسمح في الوظيفة و سيبدأ البيزنس الخاص به الكميرس قال لي في الأخير صدق لا وظيفة ولا بيزنس يعني خسر هنا و خسر هنا قال لي لا على الأكتماع من نجحه و في أحد النجاح و في أحد وقت قصير و في أحد وقت قصير قدر بلسطه في السوق درجة أو أغنى رجل في عائلتنا كاملة قلت له لم يظهر لم يظهر حسنا حسنا درجة و أصلا والده و لكن لا درجة عادية يعني ليس شيء فلا كبير أو درجة للناس الذي يظهر أنه يبقى قال لي سكت قليلا درجة درجة نكمل بعد ما تقاطع قلت للمرحوم قلت للمرحوم نجح في البيزنس و سأضح الفراع التجارة في مجموعة الدول الخليجية و كان هو المدير العام لهذه الفراع و لم يكن لديه شيء مشكل مرة يصور الفراع الشركة هو بوحده مرة يأخذ معها مراجه وولاده من هذه الصفيرة تفويجة و منها رحلة تعمل في نفس الوقت حتى الواحد المرة هذه المرة نسفر فيها بوحده و عندما أرجع لا أرجع الانسان المتشاهد تبدل تماما والذي مع عصابي و متوتر و لهم البيزنس و سد على رأسه و داخل داره البيزنس الذي بنفسه يبدأ في انهيار مجرد عصابيه و كان ممراته الذي كان لديه كل منه و نتبع الأسهم للشركة و هذه التروية التي كانت تحت تصرفه قبل أن يصلوا الإفلاث و يتحجزهم ذلك الرجل بدأت تكفز نهار على نهار الدار جاء مرات ينطق و يخرج من الدار و يخبر مدة أولاده حتى يستطيع أن يتعود و يسألهم في كثير من المدات و يقول لهم لا أعقل لا أعرف أولاده بدأ يفكر بالأباء و سافر الطريق الذي يبقى و في هذه الأعوام مراته وصرفات التروية كاملة لتعالجه سواء داخل البلاد أو خارج البلاد و لكن في الأخير وصلوا الإفلاث و المرحوم لم يتعالج مواله لم يبقى التروية غير ذلك الذي يعيش فيها و من بعد الزواج بسنوات قليلة الزوجة المرحوم سيتموت و هو عيش مع ولده و أمرت ولده حتى يخدموا الأمان أمان و قلت لك كان لديه شيئا و لديه موالذمات بكسيدة كالواليد قال لي في واحد مرة المرحوم غاب على الدار و لماذا تأتي هذه الحلارات يغيب حتى يأتي يومه من دولة أخرى دولة خليجية في ناحة السعودية قالوا اليوم المرحوم كان لدينا هنا و رشاد دينه هنا ما يأتي يأخذ عليها المرحوم لكي يأخذهم و من المرسعة هو المسافر سيأخذ المرحوم عليهم من الدار كيف يأخذهم في كثير ما تفكت قال لي لم أعرف ما أعرف قالوا لي كثير الدولة في الأن يرعد قالوا هلين هذا قال لي لم أكتب أمان مصفي سيأخذ البيض و سيأخذ على رأسه بكل بوردة حتى لا يقع لا يوجد سيأخذ ضرورية و مؤكدة و مهمة عرفت علي في هذه الصفيرة ولكن أصلا أولدهم لم يتحق للدار لكي يعود لك ما يريد حيث لا تبكسيدة و مفتر يقوم المطار و سوف يتدفن و تدفن مع السير لك ما يريد يعود لداره على أبهم و الذي عرف عليه في هذه الصفيرة أنا عقلي كان خدام في القصة المرحوم و ما هو السير الذي لم يكتب أنه يتعرف الذي عرف أولده في الصفيرة و كنت تفكر في الصورة الذكراج الغريب الذي تلقيته في المقابر و الذي لم يريد أن تخرج من بالي وصلنا للدار و سنتدخل لبيدي و أول شيء قدرتها هي أزدد الكتاب القارن و سنقرأ في عودان من جديد و سنقرأ على الكلمة المكتوبة بخط اليد داجين و سنتقرأ و سنتقرأ و أخطأ لجنبي و كانت تحصل في وصلة العشية و الوقت الخروج يقيم لكي آخر يطلقه و عن طريق من و العدوان و خ 뭐� سنتقرأ و أنت حال و سنتعلم صوته أولا و أنه 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 في المقابر في المقابر م verklselling و كيف يصل له و ماذا يشاهد هذا سأتصل جديد أو يقول ما تحتاج منه مساعدة أخبر أنه قدرت ان تكون من المقابر ستكلم أصمت على وجهه سوف يتقلب الغضب وقال لي بعض الصوت من النبرة وغضبانا لماذا تتأمرني أن أذهب للإنجليز؟ وحتى أنا خرجت في عيني وقلبت على وجهه قلت لي أن توقّل الله وقال لي من هنا لا أريد أن يكون له أردت في يوم ما زادت معي الهدرة وسوف يتحرك في حاله أبقيت هذا عيني حتى بعد ولم أبقيت أي شيء فيه أغبطت الكاب وأعود إلى الطموبيل يجب أن أخذني أن أخذ مراتي كما أن أخذ مراتي لماذا تتحرك في المقابر؟ كيف أخرج لي هنا في هذه الطريقة؟ كيف أعرف أن الطموبيل ستوقف هنا؟ عندما وصلت إلى أصحابي أول ما أدخلت عندهم سيقول لي أحد فيهم أعلى فيكرة قبل أن تنسى قبل أن أخرج أحد يسئل فيك قلت له أن هذا الذي جاء عندي وقال العقل لي والإحساس لي يقول لي الرجل الذي تلاقي به في المقابر ليس في المسلوط الذي يسئل فيه وبالفعل كان هو الذي يسئل لا أخذني أن يضطن لي قل لي أحد الغريب اللباسه والوجهه والملامحه والغراء وقل علينا وإذا فتحت له سيسئل عليك بالسمية طلبنا منه أنه يدخل تسنك ولكنه لا يريد أن يكون في حاله وقبل أن يقول لنا أن هناك مشكلة أصلاً سأنتلقى هذا النهار بدأوا أصحابهم أن يتحكوا عني ويقولون لي أين تتعرف الأشكال بحالة ابنها أنا بدأت أن أتحكي معهم سأنتحكي على الصفر وصافي ولكن من الدخل الذي يرى ربي الذي يعلم به كان يتحدث أنه أحد الخوف سأتحكي أحد ماذا يكون هذا؟ وماذا أتحكي الظهور المثاجئة في حياتي؟ وماذا لا يتحكي أن أتحكي أرى كيف أتعرف بلا الطموبيل سأتوقف في البلاصة ومجاح التوقف فعالية سأترجع للدرم بعد مسألة مصحابي سأتخرج لبيتي ويجب أن يغمض من الارتاح ولكن في هذه الليلة سأتوقع معي شيئاً لا يوجد شيئاً في المنطيق سأتوقعني شيئاً سأتوقعني شيئاً هذه الأشياء الله أهلم أنا أطلعت علي الغطاء وزديت عليها عندما أتوقعني أشعر لي لا أشعر بشكل أفضل فإن أجل الإعمال لا أعرف ما ولكن قليلاً قليلاً سأتوقع الريحة التي تتخن عندي في المنطيق الريحة هي شيئاً كنت تحرق أما أنت تصوقت وعندما تتوقعي أشعر في هذه الريحة ولكن الريحة ستزيدة كثيراً سأتوقع تصدق أكثر سأتوقع بشكل أفضل سأتوقع شيئاً وشيئاً يتحرق عندي في البيت كيبا لذلك شيئاً تحتوي على المنطيق سأتوقعي الغطاء وسأرى الكتاب الثاني الكتاب القرنج على العافية وكي يتحرق لأنني أتوقع لكي ألحق الكتاب قبل أن يتحرق بالكامل ولكن كان فاتل فوتو مبقى منه غرر لما فهم ماذا أسئة كيف يتحرق بحلقة كدية بوحده قمت بك بالنعاس وعليها غطفت العافية سأتوقع تكمل من العافية أول ما فقت الصباح كان أفكر في كل شيء وكان أعود أن نربط الأحداث من النهار الذي أعطني المرحوم الكتاب حتى الكتاب يتحرق عندي في الليل وقررت لكي أرى القشيح قبل أن قادية تكبر أكثر قصد الشيخ و 23 و 40 ولكن أنت لا أعرف أن يفيدني بأي شيء كلهم الردود معروفة و محفوظة حافظ على الصلاة كل أدكار سأصل إلى الخر وأنه يومي 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 ما بين شيخ ووراقي أكمل القشيح للحالة دخلت للدار أول ما ترسع الناس هذه المرة سأشعر بشيد كنت تدور على العنق و تتخنق فيها كنت تتخنقني للدارجة بدأت تقج و بدأت تنزل بوحدة من القوة الألم تخيلوا الدارجة بدأت تسمع الصد العنق و ترتقت لم تكن شيئا أنا ميت صافي الله يا رحمني فجأة اليد تتخيض على العنق بعد أن وصلتني أن أرى الموج سأتوقف في بلاثتي وكتديرها في حال الغريق الذي يخرجونه من البحر كنت تنفسه بالزربة و في نفس الوقت كنت تدور في البيت و كنت أحاول أن أعرف ماذا كان يخنقني و ماذا يقع عندي هنا في بيتي ولكن الغريبة هي أنني الواحد الذي كان في البيت تحجمك هنا معي سأتوقف على المهدير و رأيت الأنفذ لطبيعة أرجعت إلى الناس بلاثتي و أول ما سأتوقف على الناس الهجوم ستتعود و إذا بدأت تقش فيها و الضغط على العنق سيزيد أكثر من المرة الأولى لم أبقيت أعرف ما ندير لم أبقيت طول ليلة و نحاول الناس كي يقعودوا يجمع للك تتخيلوا الدراج تترقى بالمرجلي في الهواء لم يتقلقني ذلك و كنت تتأكد من الأمر من يمكن أن يقوم به هذا الشيء لم يريد أن ينحي و يريد أن يقتلني حال في صفية ليلة و يريد أن يقتلني و أخرى يجمع ليلة كانت تقبل الفجر بقية كثيرا و أحسيت مع القجزان من البحث قريب من الأدن و أخفت طوات و يقول بلحرف لا تريد أن تذهب إلى المساجد أنت يا ماشي عابد ومن بعد هذه الجملة سوف نعز من شدة الإرهاق والعذاب لماذا تفتلك الليلة لم يقلق لها حتى تلقب المغرب بشيء قليلا و أردت ثلاث طرس الليلة التي كانت هجمانية البارح في عنقي و في كتافي سوف نخرج من الضار سوف لا يمكن أن نقذف هذه الليلة ومن بعد ذلك الوقع فيها البارح الموت في تابعيني البارح سوف يقتلني ذلك سوف نتسحب لبرا سوف يركب الطموبيل سوف نتسحب لوقت حتى سوف نتسحب لحظة الليلة سوف نتسحب لفكرة في رأسي أنني سوف نتسحب للمرحوم التي أعطني هذا الكتاب ونقلب في البيت ونقوم بشيء حل أو شيء بالفعل سوف نتسحب لحظة الليلة لا أعرف الصراحة كيف سوف نقنعه أنه يجعلني ندخل في العواج قلت له بلا تفكير هذا الجملة يخرج بوحدة قلت له بلا المرحوم كنت مثل الفوشي كتوبة وأنا بغي يوم ديفا قال لي تفضل دخلوا واخدهم سأعطني البيت المرحوم وقلت له هناك كتوباتك سوف أتجده هناك رضيت عني الباب قليلا وبدأت أقلب في حويشه قلت في كل مكان وقلت من البيت لماذا أقلب؟ أنا براسة لا أعرف لم و لكن تقلب وصافي لا أعرف عن أي شيء حتى سأتأتي إلى صندوق وكنت مخبي به حويش لم أعرف لماذا قصدتك الصندوق ولم أردته لدي لم أكبر أول مقارنة الصندوق و أول ما أحلت صندوق لقيت الأشياء التي تتقلب عليها لقيته أمر كتوبة لأعطيني المرحوم ولكن لم أعرف ما نغامر ونأخذهم أو ما لديه منذير بهم لم أعرف كل الكتاب الذي يقدرني فيهم وكل الكتاب الذي يقدر نقرأه ويقدرني أنه يسالي معي من الأخر أعطني أمر كتوبة ونرى ما نداره فيها قلت بني وبراصي الخيار الصحيح هو أنني أخذني أنني أحييذ من هنا يمشي في حالي من هنا في خطرة وأنا أخرج إلى بب الخروج وانت المرحوم قد عطيت لي لقيته أركضي الكتاب الذي تقلب علي وقالت حلوжة لا يقدروني قال للماذا لم تقرأت في حالة الرئيسية التي تقرأت في المرحوم وقالت للمعرفة ما من أقرأت في حالة الرئيسية قال لي أي شيء عمال لأنني لم يعرف المصدر من كتوب الغريبة التي لدينا شراءها وقالت لأنه لا أعرف لن يقرأها من رائع لأي recently وقال لأسنا مكان ذلك وقال عندي شيء الذي تبقى محالي يراك دائما كدائي وأقال لي ص케عي فيك ونضبر رأسك أظن أنني هنا واحد دقيقة سوف يدخل ونخرج الغيام من البيت وفي ورقة وستيله سوف يكتب في الورقة اسم هذا البلد خليجي وسوف يريني اسمها بشكل كذلك سوف أرى أن تريد أن تتعلم معه ومطقة سوف يدخل هذه الحركة سوف يقطع هذه الورقة وليحها قلت له ماذا أفعل ذلك لم أفهم ماذا أفعل قال لي أنا لا أفعل ذلك لكي ندخلها في العالم لا لي تفضل وضع الباب ووراك لكي تكون خرج لن يجرى أليه قلت له فعلك قلت له فعلك قلت له فعلك قلت له فعلك وفي سبب الذي عيشته البارح فأخذت هذا اليوم سوف يذهب لدقي الدولة الخليجية سوف يذهب لدقي الدولة سوف أجد التالبي الأول دقيقة سوف أعود إلى الدار وشرح لديهم بإليه أنا مسافر لدقي مقلال سوف أعود لديهم بإليه سوف يجد ان تفارجها لديها ضروري لذلك ومن بعد ننقشها طويلة مع الولد رأيكم عارفين كيف هكذا سوف يتسافر فجأة ومع المشاهدين من قبل إلا ما سوف يتسافر ولم يتسافر ولدي ما يبعد عليها هنا ولم يتسافرون الخوف من الأم وذلك المهم في الأخير قد أعسابي لأنني سأعود إلى تغياء حدث ثلاثة يام قاية للتعطل أن نكون في الضار المهم مطلعت لبيتي جمعت شيء حويج كانوا شيء حويجات ليبساط حيث معنى هو السعمن طويلت مما يبصح حدث ثلاثة يام قاية للطويلت أرى أنني لم يتسافر على الولده لأنني قد أعطي المرحوم المهم مزيت المصروف والكتاب الأول الذي أعطني المرحوم أما الكتاب الأخرى ستحرق كيف ما عارفين المهم مشيت المطار وركبت الطيارة ونصل إلى الدولة ونزلت غرش من المطار ولكن أنا أكتبها الإنسان اللغبية صراحة جاء هذه الدولة هذه وليس لدي أي مصدر الذي سنتسند عليه لكي أرى المكتب الذي كتب يعد أن أعطي الكتب المصدر الواحي الذي لديه هو الكتاب الذي أعطني المرحوم قلت لكي أعطي المصدر ونرتاح من هنا الغدلية يا حن الله جاءتني أحد الفكرة وأنا في طريقها للأوطيل نرى أكبر مكتبة هنا ونوريهم الكتاب ويستطيعون أن أعطي المصدر الذي يبيه لديه الكتاب وبالفعل الغدلية سنقصد أكبر مكتبة في هذه المدينة تجد أن هناك أحد من أكبر المسؤولين في المكتبة وسنوريه الكتاب وسوّلته عليه قال لي أرى أن نرى الكتاب يبقى أن يقلبه كذا ويضوره كذا ويقلب من هنا ويقلب بين صفحاته ويقلب أكثر من قدر النشر للمؤلف أو أي دليل لا يستطيع أن يعرف بها المصدر ولكن في الأخير سيقول لك الكتاب هذا غريب أول مرة سنرى الكتاب بحاله سنعود لي على القصة باختيار وجود فيماية ستبتل وغاية صفار سأرى أن لا تلقمون هذا الكتاب حيث لا يحتاج إلى مصدر وأنا سنصفتك لأحد البلاسة يقدرون فيماية عاونك وسأعطني العنوان المكتابة في أحد المدينة أخرى في نفس الدولة الخليجية نيت سأرى سر الأسمية وسأعرف وتفهم وسألقى أجوبة على تساؤلات لدخلك سأضطر أن أضع موبيل وسأضع طريقها للمدينة من هنا إلى هنا وسؤولها حتى سأضعني الليل وأنا باقي وسأصلت للمكتابة حتى أخيرا سألقى أحد سألقى أحد وسألقى تلك المكتابة وبالفعل لقيتها وأول ما دخلت للمكتابة سأرى الأغلبية الكتوب المصفوف نفس الكتابة ونفس الكتابة سألقى تلك الصندوق في المرحوم ولكن المشكلة فهم المكتابة كان أحد رجل كبير ولم يريد أن يتعاون معي ولم يريد أن يتعاون معي ولم يريد أن أعطني فرصة لنهضر معه من اللحظة في الكتاب سأكتب لي واحد عنوان في ورقة وسأعطيه لي وسألقى هذا عنوان سألقى 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 أولا لا تسمعني من الآخر سألقى 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 طريقه نستفر ولكن كنت نلتقا سألقى لنصل الأخير الخطوة هذا العنوان هو الأخر هذه النظام من أن لا يتعاون ومع السهل وليس تطلب الطريق ونجد أدى أن تكون جدا سألقىوا ولم يكن لأيضا ولم يمكن سألقى وعسنا لأيضا ونحك حسنا كيف يوصف ليها بصراحة لم تلاقيت لمعه قصير ولا لمعه طويل سوف نوصل لك البلاسة المعلومة قبل الفجر بشكل قليلا والبلاسة كانت فيها حاجة واحدة واحدة دار عادية على الطرف السفح جبالي دار اللي كانت معزولة لجيران والأول بقيت سدع لي داخل الطاو موبيل وغمط شي قليلا لكي تكتمه لك قلت زعمة لما تطلع الشمس وحتى كدفة لكي نحس بشكل قليلا وصلت الصباح وهبط من الطاو موبيلتي وصلت لكي أمر رجل كبير في العمر لديك 60 عامة في الفق لديك لحية عمراء في الشيب وكان لبسة على الرسم العمام مملونة كنت تشعر بهذه الطريقة من الزواية الكوركوكية الزواية لديك تعرف العبيات والعمامات التي يكون فيه الكثير من الألوان اصفر والحمار والخضر بطريقة يشاهد فيها ومشاهد حزرات في حالك يشاهد مكان الذي يدخل العمام قال أنه يدخل لنساء وليس لا يدخل بقبرة أنا أدلت رأسيتي أقول ماذا هو عنه كياتر هذا وماذا هذا الهبيل وماذا لا سأدخل عنده والطار كان شكلها غريب كان كل شيء مصنوع من الخشب حرفيا السقف هذا الطار كان عالي كثيرا والطار كان تغلب على واحدة الراحة أقرب وصف لهذه الراحة أنها رحة تفاحم تأفن هي رحة كان زوائنة صراحة ولكن في نفس الوقت واحدة الراحة التي خيبتها الآن قلت قدم الرجل وقبل أن أقول له شيئا قال لي لي أن تفكر منه بسهولة لماذا أحضرني عن الأساس؟ أنا قلت تغسر ولم أستطيع أن تزرع فيه لم أعرف أنه لديك العقيد في حلوك يطقها واحدة وأصلاً أنا لا أعرف ما أقول له الآخر فأريد أن أقول له شف فيه وكيف تخزز فيه قال لي أعطي مخطوطة له أنا أريد الكتاب الذي أعطي هذا المرحوم وعطيت لي أريد الكتاب ويضربني به وجهه ولم أعطيه على وجهه قال لي أن تفكر المخطوطة لماذا أريد أن أقوم بإمكانك هذا الكتاب بصراحة طريقة كانت مستفيد جداً أنا أخذ الدم لكي أعملني بحلوك قلت له ما أصف يمكن أن أعطيه لا تتدوي معي بهذه الطريقة لا تتعاملني بحلوك لا تتعاوني بحلوك قبل أن أعطيه براء العتبة الباب سأتسمع الصوت لله يضحك و يقول قال لي بصحل هذه الدرجة لا تتعرفونه إلى العالمهم قلت له أن أريد أن أعطيه أنا أتساع في حالي لدارنا قلت له ما أقول لك أن أعطيه لك على العتبة الباب لأن الأخطيه خطوة واحدة خلال العتبة الباب قبل أن تعرف اسميه و أضعه رأسك على الكنازة فرمشتين أنا أعطيك لديه و أقصيه رأسك و أعطيه لعريقه أعطيه الحركة التي يدعها للجسم قد تفعله لكي يشعر بالخوف قلت له ماذا هذا؟ ماذا هو الذي يدعه فيه قلت له شيء يطلح هو واقف بالرقيد سنك هو أعطيه لكي يدخل معك ولكنك يريد أن تخلص منه و هو لا يتحرك بلاسه و سيتأكد بأنه قتلك قلت له لماذا سيقتلني؟ قلت له أن تأتي بلاسه التي سيجعلك تسيطر عليه و تحكم فيه و تقتله قاعدة بغيتي قلت له أن القضية سهلة سوف أعطينا الطريقة لكي سنقتله أنا قبل أن يفكر قاعده على القنازة قلت له ما يمكن أن أقول ضروري أن أخطوط لكي أحد ترتيبها و هو أخذر ليدرتي و ليس مستحيل أن تخرج من هنا و هو قدر أن يتحرك بلاسه ليلة و مهارة و لا يتحرك لا يتحرك لا يتحرك يقدر أن يتحرك عمرك كامل يتحرك مئات عام حتى يقتلك أو يتأكد أن العمرك سهلة و أمتي موتها يا الله قلت له الآن يأتي للباب و أطريقه من الخوف و أعطيه خطوات اللو ربعا من الخوف كان بيني و بيني الموج خطوة واحدة الموج يتحرك بلاسه قلت له أنا أنت ترى هذا من الخوف هذا ما هو المعمول لا يوجد شيء طريقة أخرى لكي نتخلص منه قلت له يا جيجيج أأتي للحديث أعود لي على القصة التي هي الأولى من الأول لكي أرى ما يمكن أن نقوم بإمكانك شيء حلو أو شيء قلت له قلت له من نهار هذه الجلسة والحوار الذي يضع بيني و بين المرحوم و هذا الكتاب للسقلية حتى الكتاب القارن الذي أعطني ينتهى بالوصول الذي يدهب سأتكلم قليلا و أبدأ بك قلت له قلت له أن تكون مجرد قالت له ما هو المجرد سأقوم بأي شيء سأقوم بأي شيء سأقوم بأي شيء و سأقوم بأي شيء يتبعني و سأقوم بأي شيء من المرحوم و أول ما رأيتها أشعر أن يبدو المرحوم كان المرحوم و أعرفه عالية الكتاب في المعزات تدورت كتابة مجلل الدرجة كان لديه و أحسن لهم قصير لكي تستطيع أن تصل إلى الكتوب التي يصففها أقوم بأي شيء من هذا المنظر و أقول سأقوم بأي شيء قلت له أه أعجبني لكنه ليس لدرجة أعجبك أضحك الرجل أعلم أن تتحدث و سأقول لي سأقوم بأي شيء و سأقوم بأي شيء مذكور في اسم الشيطان الشيطان و سأقوم بأي شيء سأرى كيف أشتفك منه قلت له أصابه قلت له مئات ألاف الكتوب سأقوم بأي شيء أدخل أدخل سأقوم بأي شيء سأضعها و أضعك لماذا أدخل المهم لماذا سأبدأ المهم هو أن تبدأ خصة الكتاب لتنقرأ بماذا فأنا لم أدخل أدخل و أظهر و أدخل أدخل سأبدأ أضعك و أطبع كل دقيقة سأحدث و يمكنك منظر ثمان ديال الحرية ديالك وهذا الشيء ممكن يطول ويطول بكثير أكثر من ديالك التوقع قلت له أنني لا نستطيع أن نطول هنا بكثير فأنت أعدنا إلى أن تعطلت بالكثير ثلاثة أيام ونرجع وهذا رأيك يضيع نهار في الطريق الذي لديك يعني أنه سيكون قدامي يومين وهذا يضيع الكتفي ويضيع الطريق الخروج من المكتبة وهو أخر ما قال لي بدأ الرحلة البحثة ديالك أنا أزد أول كتاب جعله يضيع وبدأ في القرية دياله قلت فرصي لطول تقع نهار أو مجرد ساعات ويقسم الشيطاني ولكن أعجب دراسكم للصدمة صافي واجدين لكي نقول لكم لا تقلق السناية لنهار ولا سيمانة ولا حتى أشهر ولا حتى عام كل سنين قلت سيمانة تقليل وأنني أفاد المكتبة هذه كنقرة كل سنين وأنني أفضر هذه معهد السيد كل سنين ونظير بياغ الكتوب من كل جهة كل سنين عاش تفعل يأس الكآبة القنط وكل ما هو متعلق به الحويجه تخيل ثلاثين ومثلين مع ذلك الربعات الأحيوط وكتوب دائرة بيك من كل جهة كانت تفشكة جيني واحد حالة لأس وصافي كان سنخرج وكان يريد أن يوقع وقعها لأنه سنموت أهم شيء أنني نتصل في دارنا ونطمئنه مالية يخرج لدراج لدى مئة دليل وإثبات وإذا لم تذهب تخطوه واحدة برلعة تباة الباب أصلاً لن تلحق ونطمئنه واحدة عليها حيث هذا الشيطان سيكون غلطة بسيطة مني ويكون ثماناً لهذه الغلطة وحياتي عشت ثلاثين بين هذا الكتوب وقرأت وفهمت حويش بززاف ولا لدي علم وخبرة في العالمهم ولكن باقي ما أعرف تقول له عن الشيطان الذي يتناني بره الذي يتناني نخرج تكونت بيني وبين هذا الرجل صادقة شيء عادي حيث سنين وأنا معه سنين العشرة كان ليس يقول لي واحدة الكلمة التي يمكنني أن نساءها طوال حياتي طوالما أنا يعيش كان يقول لي صبر على دنبك لم تكن تفهم المعنى في الأول ولكن كنت يعجبني نسمعها كنت تريحني لم أعرف شيء على الأقل كنت تشعر بالتعاطف في تلك السنين قررت كثير من ثلاثين المكتبة كتب مدوانات ومخطوطات أوراق مفاردة ما في طرموز وطلاصم معاني عمري فهمتها وللسواب المعانيها ولكن كلما نسؤول هذا الرجل على شيء كان لديه وقف جنبي ويترحليه بكل رحبات الصدر يوم الفرج مهار لغاية القسم الشيطاني هذا النهار بقي عقل كنت أشتخيط من اسمه كنت أعدت في المكتبة من كتباتي كنقرأ حتى يضحيني إلى واحد السطر تسلط من سوادي ضاحك الثغري داجان ينهض من جراب وسيده يبكي في عدن أول ما قررت هذا السطر أول شيء جددني هي الكلمة داجان أنا متأكد بإلا الكلمة التي كنت مكتوبة بخط الهيد في الكتاب القرن الليطاني المرحوم هذا الكتاب التحرق أطلقت لغوة هذه اللحظة أغوة الفرح يقول لأحد السيد محكم بالإعدام اليوم سوف تفرج عليه بعد أن تبتلت الباراء سوف نزل الكتاب ومشيك أنجزي عندك الرجل والدموع الفرحة مخلطة بضحك أضعت لي الكتاب بين يديه وشيرت لي عليه الكلمة داجان قال لي الرجل هذا هو الشيطانك قدرت له رأسي هكذا سوف تقول لي أه ما بقى عندي مكسرت لغوات الفرحة قال لي قلس قلس حدايا وبدأ يعود لي على القصة داجان القرين المتمرد بكل تفاصيله ومن بعد سوف نعود لكم على القصة داجان كاملة ونجا هو أصلا الممكن من الرجل معي وقال لي بلد الكتاب الذي قرأته الكتاب الذي أعطني المرحوم لم يكن يعطي على القرين هذا كان كتاب خدعة ولفخ من الصحراء لكي يجعله الذي قرأه هذا الكتاب يهدر الشيطان داجان قلت له يا رأس قرأت على هذه القضية وضع الكتاب عندك شهرين وثلت شعور لم يكن منصد درجة الكتاب ولاحوة للجنب وقلت له ما هو صافي سوف تتخليني واحدة سوف تنسل عشرة ثلاثة اثنين ونجد دراسك لكي تخرج إلى باقي قلت له من أول ساعة دخلت إلى هنا وأنا مجد دراسي لكي نخرج في حالي قلت له هذا أقول لي كيف سوف نخلص عليها قبل أن يخلص عليها قلت له سوف تعود كلمة دجان دجان وسوف تحبسه بلاسته وسوف تجمده بلاسته ولكن نطقها هنا قبل أن تخرج حيث إذا قلت تخطي خطوة واحدة قبل أن تنطقها ولا يجعلك أصلاً أن تفكر أنك تنطقها لما معنى أن تجد طريق الخروج من العتبة ونقول دجان 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 سوف تلقي تراسي صافي في العتبة وما يوقع له دورت تراسي جاءت الباب للطار وللقيت الرجل واقفيا ومتازمه رجعت لعند الرجل وشكرت بزاف على الوقت له شكراً لكي تلت ثلاث سنين التي استحملتني فيها وضيفتني في دارك سننسى طوالما أعيش وشكراً لكي تنزل طموبيلتي طموبيل الذي أرى كانت في الدار قبل ثلاث سنين كانت فكرة واحدة لكي تدري في رأسي إذا قمت بموتر طموبيل سيديماري أو سيكون باتريخها قبل أن ندور الثارة طموبيل سيطقق علي الرجل الزاج سنعبط الزاج طموبيل وقال لي المراجعة يفاشقون راجح أجب لي معك شريحة أنا قلت له لا 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 مستحيل مستحيل لأنني سنعود لعندك قصة دجن القرين المتمرد فأرى سمية دجن في الكتاب ورزها للرجل وقال لي قلت له قصة دجن وبدأ يعود لي على القصة دجن قل لي بلا دجن كان القرين في واحدة الساحة تفكرت لك اللحظة بلا قرين في واحدة من الكتاب المكتبة بلا سمية القرين البنادم تكون عكس الاسم صاحبه في النطق غاب النطق أما بالكتابة لا وخمثلاً أنا بدأت سمية من بعد فشن الكبر سمية القرين تبقى عكس نفس الاسم الأول الذي تزد به وهذا الموش عويد النجد كان عيش في عدن وهذا عدن غلق إشارة وصفية واحد المدينة في اليمن المم كان عيش في مياه قبل مئات الأعوى وكان واحد الرجل الذي خبيته وكان موش عويد وسحر كان خيب بززف وكان مطحرة يجرب السحر على الناس ويسلط عليهم الشياطين ويهدبهم وياما نستأداس بسبب السحر الخبيش هذا وما كانت أحد في عدن قدر يوقفه عند حده بسبب العلم السحر والعلم الآخر الذي كان عنده بسبب العلم الذي يتمشيه وتفخره وكل شيء يأخذي الخوفاً منه وهو نجد من هذا النوع للناس في واحد النهار يأتي بصدر الرجل الذي يتمشى في أحد الأسواق على أدن ويأتي بصدره بصدره لطلع الناس ويأتي بصدره لطلع الناس ولكن حتى لا يقوم بذلك الخارسة تشل ولم يمكن أن يقوم بإصداره لم يتحرك ولا يحرك ومع الشلال يأتي أيها الألم جديد في صدره الأرض هو يتعذب ويتحرك من الألم سيقرب من ذلك الرجل الذي أريده سيقرب من رأسه و سيقول له تحتف الشخص لغلطة هذه المرة و قرأ عليه تعويذة الذي سيتحرر القرين وهو دجين و طلب للقرين أنه يعدبه و سيقتله قد يعدب في نجد و يتفنن في التعديب سيقتله ببضعة و سيرجع عندك الشخص الذي يحرره و كان هذا الذي يحرره واحد من أقوى الصحراء و كان لديه بعض العلم كبير بالسف على العلم السحر و العالم الآخر كان قدامه و كان لديه أي شيء و سيرجع عنده و قال لي أنه حر سيقرب من أقوى الصحراء الشرط الأول الذي لديه هو لا تقتل أو لا تقضي أي شيء إنسان الذي يتعاملون بالتلاصم و السحر و قال لي أنه سأكتب لك أحد الكتاب الذي قرأ هذا الكتاب و من حقك تقتله و بعد أن تقربه يعني أنه يعدبه أو لعبه أو تقربه في الخرف من رأسه أو الجسد و لكن يضع رأسك يتعرف شيء يسميك و ينتقعه حيث الساعة سيتجمد و مع مركض يتفهم الجمهود لك إلا أنه سيقرب في ذلك الكتاب و أقرأه و أحضر رقم جديد من بعد ذلك الساحرة لا يرى و دجين و الكتاب لا يرى في ذلك يبدأ الكتاب يدوره ليس سرق الغرب و الذي يضع في ذلك الكتاب سيضع الكتاب في ذلك أحد المرأة من أهل الحجز كانت تريد أن تحضر القارين لصدقات محضرة دجين و لكن اليوم دجين رأيت السيدة و الذي كانت تمثلك مواصفات من المواصفات التي تعجب الشياطين لا يستطيع أن يقتلها و يتفتن فيها كثيرا و يبدأ كل يوم يأتي في صور الإنسان لكي تقبل وجوده معه يجب أن يعود لها قصة كثيرة على حياته حتى الوحد الذي له سيقوم بقصة الساحرة الذي قتل صاحبه نجد و بالله هو القارين نجد و بكثرة حبه لها سيقول لها السيره قال له إلى شيء من تقسمي الذي سيجمدني حتى يضع الكتاب في شيء آخر الذي سيحضرني من جديد و بالله الذي قرأ الكتاب كان سليمه بالقتل من بعد أن تسلع به يجب أن تتحيل عليه و تصوب و تتقرب منه و تتحلون عليه قال له ما اسميتك لأنه سيستغرب منها لماذا سيطلب أن اسمه قال له لا تخافش و لا يمكنني أن أعادك أنا مستحي لنطق اسمتك قل لي ما اسمتك لكي هناك دائما أمري قال له اسمتي داجين قد تضع لحنكه و قلت له بسلامة داجين و بالنطق اسمتك كان صفيح بساته حاولت أمورها مرات و مرات كي تتخلص من هذا الكتاب حرقاته قطعاته و لكن ملاحة شيء فايدة يدور يدور هذا الكتاب هذا يعود أن أعود أن أعود لها في الأخير في قضية الأمل في التخلص منه تقرار تكسب اسم داجين في الصفحة التحضير بالخطة التي يديها يعني هذه السيدة لكتبات داجين بالخطة التي يديها في ذلك الكتاب لكي يتعطف هذا الكتاب تعرف كيف تخلص من داجين أنا قتلت لك رجل بلاجي بلاجي تفاهمون أحد الأشياء كيف تلك المرات و تعود أن تجدها بالجدد قلت لكي أرى سولتك حيث الكتاب تحرق عندي تحرق الدم عينية و تحرق بوحده و ليس أنا الذي حرقته قلت لي لا يكون هذا الجن هو الذي سيكون دارها ولا يكون حرقه حيث هو الوحيد الذي لديه القدرة أنه يديرها و تخلص منه لا أريد أن أعود يتحدث عن فرصة لكي يتحسن و يبقى حر الطعليق قلت له السؤال الأخير كيف تعرف هذا الأمر قلت لي و خدمتنا أننا نكتبوها في كتب و مدوانات و هذا أصلا جزء من الاتفاق كل ساحر معه و لكن الأخبار تقطعت علينا مدة طويلة لم يكن تسمع لي شيئا حتى أنت حضرته و أخبرته و أخبرتهم و أخبرهم بالصحة توصل لكم يعني أنت من الأول أنت عرف اسم هذه الشيطة الذي حضرته و أعرف اسمه أحد تحكى خبيل و قال لي و كيف يحسب لك أنت حضرته ألاف مؤلفة تحصل لخبرهم و كيف تكتبوه يوميا في المدوانات لن أعرف أنك حضرته داجين أو غيره و قلت له لم يكن علي السؤال آخر و هذا المرة سيكون آخر و هذا داجين سيكون محبوس أبد الأبي قال لي آه هذه هي النهاية داجين و الكتاب للتحضير أصلا نرى هو الذي يحرقه برأسه يعني أنت يا دابا هو الوحيد الذي يعرف الطريقة للتحضير و الطريقة للجميدة له أنت و أنا صافي بالموجة داجين سيكون موجة و ستنسحته رحلة الرجوع للبلد لماذا أجزرها لها على بل وراني هربت لي بها كانوا بلغات كثيرة من الأهل الذين يقلبوا عليها و أصلا أي شخص اختفر مدة ثلاثتها و كيف يبين فجأة كان هناك شيئا غريبة عليها البوليس بدأوا التحقيق معي في كثير من المدات و كيف ترون و كيف ترون و كيف ترون به و دعوني ندوز بكم و دعوني ندوز بكم فشرة مرى المدات الاستقبال لدي كان خلط ما بين الفرح و الحزن و قلق مني في نفس الوقت كانوا مقلقين مني مقلقين مني حتى أخبرت منهم هذه المدات و كيف أعطيتهم و كيف أخذته الولد المرضى يبين بي لعناس كثيرا بسبب التفكير فيها أما واحد الولد كان يدعي معي و كان يدعي علي في نفس الوقت سيد الله أعطيك خرجتها من لا أعرف أنك لعيش أو الميت هذه الساعة أصنع علينا كيف تروني و كيف تروني إذا كنت أعرف ماذا تروني و لم تروني و لم تروني هذا كل شيء كان سبب المرحوم من عائلتك و أنا أصفي تهنيز من كل شيء و المشاكل تحللهم و هذا كل شيء يحدثت في الكتاب و يجرى أجراء يعني أنا أصفي تحللت دعوني أن تصفحة جديدة في هذه المرحومة لقد وقعت شيئا أريد أن أعود إلى الجامعة و لكن القطرة أصبح يمتروض منها ولكن أريد أن أعود و أعرف الفلوس و لكن ماذا تحسبوا عني و أحد الأشياء في المغرب و هذا يدخل عندي أخي و هو كيبكي كان الخوف مرسوم على وجهه و قال لي أعافك أخي أعافك معاوني لم أكن أستطيع أن أتحمل هذا أعني صافي أعني صافي أريد أن أصبح أخير قلت له ما هو واقع أخي قال لي قلت له نار قبل ثلاث سنين قلبنا عليك في كل بلاسة و لم ألقنا عليك أعطار أريد أن نسؤولون حتى قلت للمرحومة قلت له هاتف الليلة و هاتف الليلة التي سفرت فيها و قلت في البيضة المرحومة على كتوبة و من بعد خرجتي و سميت جليتي أنا أطلبت أن أعطيني كتوبة كما ألقى فيهم شيئا ما أعطيت للمرحومة قبل أن يكملها و قلت لي لا تقول لي أشتري شيئا منه الكتوب قلت لي أشتريهم منه و قرأت أحد الكتب منهم و نهار قرأت الكتاب و أنا في العتاب لم أرى أن أصغير منه أما الليل لا أستطيع أن أغمضهم أعطيك يا أخي لا أستطيع أن أعوني قلت له أن هذا سوف يتطلب لي الكتوب كاملهم لأعطيك المرحومة و أعطيك الكتاب الذي قرأت سوف يأخذ لي الكتب كاملهم و سوف يضعهم قدامي و بسبب هذه الخبرة التي ستمتلك ثلاث سنين في الكتاب الرجل سنقسم الكتب لثلاثة الأنواع كتب تحضير حقيقية كتب تحضير وهمية كتب سحر و ربط قلت له أن تختار بين الكتب يحضر شيطان يسمى يعريم وهو شيطان علوي قوي كثير يحضر هذا الذي يحضره بالأحلام الخيبة يحضره شيطان يسمى الناس حتى يمل منه و يتحنى عليه و يصفعه يعريم ليس شيطان يسهل يجب أن أقرأ عليه في المكتبة الساحرة هو من أحد العشرة تسمع عشرة الأباطحة و أولده من الملوكها قلت لأخي أرى صافيان إن شاء الله سوف يكون هذا الخير فسطة الكتب أعطاني أخي يجب أن أعطاني الكتب لتحضر القارن و هذا الكتب كان كتب حقيقي يعني ليس كتب فخ أو واهة في حال الكتب ليس كذلك حيث هذا صافي قدر أن نفرز به الكتب تلسيني علمتني الكثير حوية الصراحة على مقرأ في هذا الكتب أن القارن إذا حررته يمكنك تسيطر عليه و تسخره في الخدمة إذا تعملت تلاسيم يجب أن تحضر التلاسيم في هذا المكتبة و من القارن المحرر أقوى من الكثير يجب أن يتغلب على الشيطان العلوي حيث هذا يجب أن يتغلب على الشيطان العلوي حيث هذا لا يجب أن تحضر القارن ولكن هذه المرة سوف نحضر القارن بالصح لا يوجد المرة التي تحضر هذه المرة و إذا كنت تعرف ماذا يجبني لا تفكر أنني أفعل هذا ولكن هذه الساعة خائفة و حتى بقي صغير يجب أن يبقى في العشرين نيات من عمره يعني القرارات التي ستأخذ ضروري لن يكونوا ناقص أو غلطين و حتى كنت بعيدا على الله و جعلت القضية الحلال والحرام و أزيدوا على هذا الشيء كامل الذي قتلت السنين الذي خرج أنا من الصدمة هذا الشيء سوف يدفعني أنني أتخذ القرار للغلط في الموقع لا يجب أن تكون مطلوب من نفس الصفحة سوف نرى القارن تشكل قدامي و أخذ الشكل كان كوب بيكولي الحاجة الوحدة المختلفة كان بعين وحدة قال لي شكرا أخي أنا سأخذك من عريم هذا فأرمجت عين و أخذتها من قدامي لم أكملت شتواني معدودة حتى أسمع صوت الغوطة يهز جبل صوت الغوطة كان يأتي من البيت أخي أنا أنت كان زريف لحظة البيت أخي دخلت عليه و أقلت على سريره و كان غرغ كامل حرفيا في الدم و لكن أخي لم يكن ينزف عرفت بعد أن قلبت و لم يكن لديه أي جرحة جرحة لديه بيس كان تفقد الجسم و لم يكن لديه قلت له موقع و أخي و أخذت أخي و لم يكن لديه أي جرحة قالت أنك سأعرف لديه و قد ذهبت عني سمعت صوت الغوطة و أعطيت بالسخونة و أغطيها حلّت عني و أخذت قطرسه كامل من طلب الدم أخذت عنها كان لديه و أخذت و لا أخذت عن قارنه أخذت ابن مالك من قبيلة الأباطحة فضителей وأخذت سالة من مشكلته و الأحلام و أهلت و أعود إلى حياتي سوف يدوز وراء شيء أعام بالضبط وسوف نحلم بالقارن الأعوار في المنام في الليلة وقال لي كأخي لي وما سوف يسالي وقال لي بالمعنى الكريدي كذلك أنا فقط تمت بسبب هذه الحلم وبدأت ندور هذه الهدراء في رأسي كيف يقصد هذا؟ لا أعلم لماذا يهدر هذا؟ أبقيت أن أفكر أن تدتني عيني ونعزت ونعزت لهم بعد أن أستعود أن أمشي ساعة وكذلك سوف نوضع صوت الغوطة تقريبا كثير من ودني وغفقت سوف نسمع صوت بحث الصوت ولكن هو صوت نيت بالنبرة صوت نيت الصوت كان معي وسط البيت ولكن أنا لم أرى أي شيء واحد لم أرى ما هو هذا الذي يهدر أبقى الصوت يعود أن تسمع أحد البلاصة واحد العنوان معروف على هنا في المدينة وأنا يعرف هذا العنوان ضربت على الساعة وكانت مقتل أحده المهم سوف نهبط الدراج وسوف نقصد ذلك البلاصة وبدأت نضربه في الموبيل لدي إحساس بالله هم الذين يريدون أن يأخذني هناك شيئا داخلي تقول لي سوف نرى شيئا لكي نقصد ذلك وفي الأيام العادية لم يكن سوف نقصد ذلك ولكن هذا حال استثنائية تقدر تكون لديه علاقة بحلم وذلك الذي سمعت في بيتي سوف نقصد ذلك سوف نقصد ذلك وسوف نقصد ذلك كان أحد الرجل الذي أول مرة سوف نرى ما أرى ما أرى بدأت من المناعة قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي كنت تردد ومشي معه ولكن في الأخير قررت سوف نقصد ذلك ونرى أين سوف يصل الآن أدخلني إلى دار وفي الأول أن أدخلني إلى دار لا يوجد رائحة التي أعقل عليها وحفظها جيدا رائحة تشبه لك رائحة في الدار رائحة للتفاح مدعفة سوف نسمع الصوت يقول من هنا زيت زيت سوف نتبع مصدر الصوت ووضعه قاسل الأرض يشبه في طريقة اللبس له لذلك السيد يعني حتى اللبس عمامة ملونة والحياة حمرة وكان وقف مورا هذا الرجل تلعرق لي وأنا بطول موبيلتي ونحن أدخلني إلى هنا كان الرجل وقف وبركة لم أعرفت كيف يدخل هذا الكس لأنه لم يكن في فافة قال لي الرجل وقف يسأل قدامه يستطيع المساعدة وقصد الزمان وقصد له قال لي لماذا 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 خلق وإن سأخذ الرجل وإعطائها أخبرني لماذا تكونوا مجموعة كيف أن تكونوا مجموعة أصلا؟ وأضع الرجل من قسم من أهل و سوف يتمي لكتفدياني و سوف يخافني سوف يخرجني إلى جنب و قال لي مالكها صاحبا انا قلت عليه و قلت لي لكم مجموعة أنا مالي سوف يضع عليها بغضب وجديل و بيناستغراب و قلت لي استغراب مراحل الصعب كاملة و أخبرت المرحلة الأخيرة والسهلة و سوف يخسر كل شيء قالوا الله يعاونكم وقالوا أن أضع رجلي في مكان الغالثة أنت لم يكن أخبروا أنه لا أعرفكم أصلا هذا هو ماله قبل أن أخرجوا من الباب سأتنذى رجل الميت وقال لي أن يجعلوا أن تهربوا حالك بها السهولة أنت أحد منهم وقالوا تكمل مراسم التنصيب في المنزل يزعم حيلا على يدك وخرجوا بحالي وركبت الطموبيل وحيتم تمر حاليا لدارنا والطريقة كاملة ولم أفهمت شيئا سأكون هذا عليه ودخلت إلى الدار ودخلت أخوة في حالة إستيرية وكيبكي ومنهار وقالت له أن أخوة ما توقع؟ ما هو طريعة أو تاني؟ قلت لك أن الناس حتفقت على صوت الغوطة لأمي قلت له أمي؟ أمي مالهمة مالهمة ما توقع عليها؟ قلت له رضحت الأرض وعجلت الإسعاف في هذه الأدب وعندت مركبت الطموبيلتي وفرمجت عينك تفسي بطار قلت له الطبيب في غيبوبة ونجيك من الخرادر ونقال الفحوصة الأولية ونعرف أي سبب هذه الغيبوبة عندما دخلت على أمي لنرى الأطباء لا يمكنهم أن يرونها أو كتفوها بأجهزة لهم وجدت على أحد العلامات التي قرأت عليهم في الكتاب من الكتاب التي تركها في المكتابة وهذه العلامات كانت لهم كثير من الأشياء أمي يمكن أن ترميها المس الشيطاني هذه الطلاثة مبعوثة لا يوجد قصد أمي بالضبط وقلت له أن الشيطان لا يمكن أن يكون صحتها أول شيء جد في عقلي أني يتلقائيين ومع ذلك الحمق الذين قمت لهم قبل كانوا يستطيعون أن تنصيب المرحلة الأخيرة مثل المرحلة الأخيرة وفي الأخير بدأت تدد فيها لأنني لا يجعلوني شيئا لا يكون غاوهما أصحب الفعلة لدينا ركب الطموبيل لي وأنا سيقصدهم سيقصد ذلك الضار وحلف اليوم يا بي يا بي هوم أنا نصبر كل شيء إلا شيء حتى قاسي الوليدة أنا بدأت أن أرسلهم في الباب حتى سيحلع لي أحد لأنه من ذلك الحمق الذين تتلقيهم قبلها لم أعرف ما هو هذا الضارج أو ما هو هذا قال لي أنه لم يرسلني هذا الباب فضل له قلت له أن أرى أن يكون هم الذين يسكنون هنا أخرجوا لي قال لي أنا الذين يسكنون هنا قلت له أنت يا كتب عيّت لي على الذين يسكنون هنا عيّت لي على ذلك المرحلة وصحبه وإن سأقوم بكم المهم أن كل ما يملك لأنك المرحلة لأنك تشدين أنويات وأنك تشدون هنا الجنة بدأت أن تخرج من ديورها تجمع وبدأت أن تفرق فينا المهم أنك أحد تروينا لا يوجد أن يتعود فأنا رأيت القادية في التروينات سلت من الماء وركبت الطعام موبيل وشدت الطريقة لدارنا وفي طريقتي تتمعصب وفاعل وفي المحلة بصر أضعت شكل القارن الذي قدامي في الكرسي الذي يكون قدام السائق وقال لي بصوت عالي دينك أخي اليوم غيسالي ومع ذلك الأعصاب والإنفعال والسرعة والخوف كل شيء تجمع لي ونقلت على رسح قلت بما أن أمي أمي ونقلت على صورة البقرة أخير قال لي أخي أخير من بعد ونقلت على رسح أخير مغني ونقلت على أن أمي البرودة لا يحتاج إلى تفسير سوف نطلب من هذه الفرمليات التي تنميّل أنها تطفل كليمة ولكن أي شيء لم تبثلت قلت لأعافك أن أزيد عليها شيء تغطيني جيد أنا سأشعر بالبرودة ولكن عندما تبثلت عليها الغطاء لم تبثلت شيئا حاولت تنوض أن تنمشي قليلاً في هذه الغرفة أكبر ولكن أين ستنوض؟ سأشعر بشيء ربطني شيء تقيل على صدر لي سأحاول تنوض التقلب ذكي تزاد عليها كثيراً وكثيراً سأضع عليها حجرة وكل قليلاً تزاد فوق هذه الحجرة أخذتها حاولت أن تنعيط على الفرمليات أول شيء ولكن أشعر بشيء حجر أجمعتني الفمي لا أعرف شيئاً وهي الذي يجب في الدماغي وضرط في الدماغي في ذلك اللحظة هذا هو القارن الأعوار هذا يومين يجب علي الجملة كغيسة لليوم أخويا هذا هو الدين الذي يحضر عليه ويأخذه ويأخذه أشعر بالطلوع الذي تهرس المكسر سأضع عليها خمسة دقيقة وأنايفة هذه الحالة لا يمكن أن أضع أو تحرك أو تنظر جنبي بحلوك كانت تفكرة أحداً التي تضر في ذلك اللحظة وماذا هذه هي النهاية وماذا سوف ينموت حتى بدأت الضغط على صدري ينقش بعضاً بعضاً وفي أول ما تنظر قلت له ما أريد مني ومارضع لي أحد أعود أن أسول ما أريد مني وكل ما أريد مني وفي كل ما أريد صوت حتى أريد أن أجمعني الفمي ومعتيKA لأصول ما كان أريد أن يدر وعندما كان قريبت أن يدرني حسيت أن أصبح أحداً قريب أن أكون قريباً وصوصاً أصبح أنا قال لي أن أدرني أن أتواصل معك أريد أن تتفجمي أريد أن تظاهر لي أي شيء ما أريد أن أفعل أريد أن أفعاد هذا أي شيء ما أريد أن أضع كيف حد أن أخبرت؟ وليس انتاجه الهناية لتعالج وليس لتأذي راس كثير لم تفهمت ماذا كان يقصد حتى اقضي هذا الراسي بحالي وكثير قليلا لقيت الفصمة على صدر وعلى راسي قضي نضب قليلا مفراشي وطبيعي يقول لي صلع عن بي صلع عن بي فين غادي لكن كيف تحرك لا يمكنك تحرك انا كنت أقول لي لا راني قدر انتحرك كان قاومه كنت أقول لي خرج انا راني بغيره وعلى خير ما بي ايواله انا راني قاومه كنت اخرجت من الماء ومشيت للدار ومن طبيعا هذا لا يوجد طموبيل حتى اقضرت بي اكسيدة انا سأقوم بالطاكسي وصافي انا راني قاومه كنت أول وصلت للدار لقيت اخيه في الدار كان خاصة اني لقى شي حل الماء حيث اذا لم توقعت فيها شيئا انا مستحيل سأسامحه راسي سنبقى كل حياتي عيش في الدنب سنطلع البيتي ونستطيط سرعلى هدوام قال لي اخيه كاو ما لديك هذا البيت فمناك كنت تعيش في النواقات واحدة قال لي انا يا مسافر قال لي انة جاءت سرع يعني لمستحيل ومشيت ذلك المرة كنت قام بخير ثلاثه ثلاثة اسمع اذا لم تتتت برعا وداعترا بصفرت سنتظر على الغيبوبة في طال حياته وأنا اللي تعرف عليك كوني قال لي كيف حالك بالسفر كالعلاج والغيبوبة كنت قام بجيش في العلاج والغيبوبة فقط أنك أعود للتعود إلى صفر أو أخرى لقد أتعلم أن أعود كل شيء الذي أخبرني وسأعود عليه بسؤال لا يوجد كنت أتعلم أن أعرف شيئا كيف يبيع الشريحة ثلاث سنين الذين يدعون حبوث في هذه المكتبات الرجل الذي يدعون وزمعه ثلاث سنين كان يسمى عمار من النار الذي يدعون وزمعه كنت أخطأ للحل الذي وصلت لها بالخصوص لأنه أتقاله يطول كثيرا على شيطاني كان هو مرة مرة ينزل للقرية لا يأتي بالماء والماء والماء أنا أتعلم هنا بحل الحباس والحياط لا أستطيع أن أخطأ لها مرة الإعتباة للباب أطلبت منهم الرجل أنه يصف عشي برقية أو رسالة لأهل لي على الأقل يعرفون أن يراني بقيها يعيش ولكنه لا يريد ومن بعد ذلك نعرف ماذا سوف يدعون ثلاث سنين الذين وزمعه عمار اضطرت عليها الكثيرا اضطرت عليها السلوك والشخصيات لي وفي العام الخارجة بعد تحتم الدين لي ومع مرر يركعتها في ذلك العام دقيقة الأولى في دار عمار كانت تلك الدقيقة كاملة إمبهار مشكله وشكل داره داري كانت تغير على قد الحال كل شيء كان فيها مصنوع من الخشب وبسيط كان فيها طبق واحد صافي من دقيقة وأنا كنت أصنع بفارغ الصبر الساعة الفرج دي ساعة الأولى في دار عمار أعطني عمار السلوك الخلاص دي وفي نفس الوقت قال لي يهوى السلوك دي وفي حالي وسط بحر غارق وقال لي طحوه معليها وأنا لم أكن أعرف عنه دائما تستعلموا وإذا كنت أقرأ في هذه المكتابة كنت أقرأ بالزربة لكي ندرك الطيارة التي قطعتها قبل أن تقلعها لم تكن تعرف بلها قدامي الثلاثنين العدب بين هذه الأربعات الحيوط ورحت الورق الأصفر القديم في الأول كنت تقرأ شوائيا لم تكن تفهم شيئا حيث هذا الكتاب كانت تخطب القارئ على أساس أنه فهمت الشيء المكشوف فيها لم أكملت حتى تنصر القراءة سأخرج عند عمار وقال لي لم أكن أفهم شيئا لم أكن أفهم شيئا من هذا الشيء الذي أقرأ هنا قال لي لكن لا تفهمه في البداية وليس ضروري أصلا لكي تفهم سأكمل القراءة سأكمل القراءة وكان وعدك كان وعدك بعد أن تفهم كل شيء سديت الكتاب وقال لي عمار من قدر أن نقرأ هذا الشيء قال لي ما أريد أن تكون معي هنا حتى الآخر نهار في حياتك سكتت وانايا كنت ترى عينيه وكنت ترى بكل حزم وجيده نضع عمار من بلوصة دياله وحز الكتاب سأضع على الكتاب ويجزني من بلوصتي قال لي بما أنك قدرت تقرأ الكتاب للتحضير للشيطان قدرت أن تجد الكتاب الذي سيخلصك منه شدت منه الكتاب وقال لي يا ريت يا ريت لم يمشي تلك النار عند المرحوم لديك الجلسة التي كانت في دهره رجعت للمكتابة وقلت لكي نكمل قرائتي النار الأول مع عمار بقيت أن أقرأ في المكتابة حتى بدأت الشمس بالغروب لم أحسنت أن تقابل وقت كيف يجدس وقلت من الغامس في القرية يدخل علي عمار وهو للمبة الزيت فيه قال لي أنظر أن أرقي شيئا قلت لي يا ريت عمار ولكن لم أرقي شيئا وقلت هذه الكتابة لم أفهم شيئا لم أفهم شيئا قلت يضحك وقل لي برك عليك من القرية قلت لي أن أتأكل شيئا قلت لي لا عمار لا أستطيع لا أريد أن أضيع وقتي سألقي القسم بعدها لكي نرى الماكلة قلت لي اسمع هذا الأمر الذي سأقول لك في الوقت الغروب للشمس لا أريد أن تقرأه لماذا؟ قال لي لا تسألني لماذا؟ بعد ذلك سأعرف لماذا؟ قلت معه وذهبت إلى المراحلة قلت عمار واحدة هناك شيئا في حال هريزة في الأول لا أريد أن أأكل شيئا لأنك شيئا غريبا سأعرف أن العين كان قبل الفم كما نقول ولكن على أي حال الجوع يجعل كل شيئا يقدمك سألت لكي نصوبت لكي نصوبت له هريزة قال لي كونه عندما تسأل هذه هي أول مرة أأكل مع عمار لماذا لا تسمى بالاسمها لأيب أن يكون المكلا ويأكل بيتها جريعة المعرفة تسألنا المكلا وقلت لي كيف تأتي المكلا وقلت له أن تأتي المكلا وقلت له كثيرا ليس لأريزة لأيضة كثيرة لا توجد مضاق لا يوجد مضاق مرحلة لمعرفة لكي أكبر قرأته وقلت على مرسال أخي عمار لديك لأكبر لكني أكبر ليس مصير اليوم أخبر أن تأتي سأتي قسمي الشيطاني ودخلت للمكتبة وكأن القضية كانت تطلق للمات قلت أن أقلب على مصدر الإضاءة وكأنه سعر وكأنه ولكن لم أجدته أخرجت عند عمار وقلت له ما لديك مجنطة هنا أو ماذا كان هناك مضوغة في واحد اللمبة وكأنه يكتب في واحد المدونة عمار لم يجاوبني كان هناك مالكوش آخر في حالة تقوله السيد معزول على العلم ومنغمس في الكتاب ومحش بالوجود كان شكله غريب في هذه اللحظة قلت سولته مرة وشوش وثلاثة ولكن السيد والله بحالة تقول أنه لم يكن معها أرجعت للمكتبة وبدأت أقلب داخل المكتبة أكبر للمبة الزيت أو أي شيء بحالة تطلق بها كما كانت أنا أقلب حتى سأدخل عليها عمار في حالة تطلق للمبة الزيت ليس هذه التي تطلق بها أعجاب أخرى قلت له أكيد تطلق بها قلت لغة قبيلة عيس ما نهضر معك ولكن لا أريد أن تتكلم لها لم يجاوبت أي قبيلة قلت لأني ولم أردت عنها قلت له وقت أريدك أي شيء قلت لغة قدامي ولم أrière جوجها الكتوب قلت له ولم تطلق كيف سوى أعجاب في المفترض قلت للكتاب الأول والذى في حلقة في الكتاب قلت لكتاب الثاني وأظ espacio في الخط قلت له ولم فرق الذي أعلم قلت له شيئة بين حتى مطبوع والمكتوب بالخط قال كل هذا المكتبة ولم يجب هذا العالم في صيفة عامة كان هناك وجوجها أنواة الكتب الكتب المطبوعة منها عادت ومتاحة للجميع والنوع الثاني هو المكتوب بخط ليد هذا أنه يكون لديك نادر كثيرا ستجدها غالبا من نصحة أو لا جوج بالكثير و أنا لدي خمسة من هذه الكتب النادرة قلت له عمر لماذا تعود لي هذا الشيء؟ قال لي إذا وجدت أي كتب مكتوب بخط ليد في هذا المكتب وهي تقرأه سأعيده لك قلت له لماذا لا تقرأها عمر؟ قال لي أنت يا باقي ما وجدت تقرأ هذه النوع هذه الكتب قلت له أخي عمر وإذا كنت سميت شيطاني في كتب من هذه الكتب قال لي أنا أعرف عن ماذا تقلب كون هاني الكتب الذي بخط ليد لا تقرأ فيها الشيء الذي تقلب عليها قلت له صافي مزيانة نقص علي خمسة الكتب يلا دعونا نكمل القرية خرج عمر وكملت القرية لي حتى تلقى بالفزر بشوية سيدخل علي عمر وقال لي صافي خصك ناس دابة قلت له لما نقدر عمر الناس خصني ضرور يلقى اسمه شيطاني و دعونا نعرف نسهر صالص الصباح ليس مشكل قال لي أنا لم أطلبك أنا أمرك أنك تنط تناس قلت له شخص غليط وقال لي هكذا قلت له ناس هنا في المكتابة فرش هنا في الأرض يالها وناس قلت له أعطني شيء وسادة قال لي ما لديك مدير بالوسادة سافي ناس خرج وقل يسد علي الباب المكتابة السمنة الأولى مع عمر اليوم الأولى لم تكن هي الصعبة دبفتني الطيارة لي ولم أحضر فوق السفر لتقبله منه شكاية بدأت نسع الصب ونفعل ضغية ونتقلق بدأت نقرأ الكتب بسرعة كبيرة الله زعم ما أكمل القسمية الشيطاني ولكن نقرأ بلاحظة فايدة وفهم ونقرأ بسرعة كبيرة ونحاول نتضبر الكلمات والكلام المكتوب في الكتب كان هناك كتب مكتوب فيها جمال وعبارات التي تمجد الشيطان والعيادة بالله كتب مثل هذه الهريسة التي سنعرف من بعد أنها هي المكلة اليومية هي الفطور وهي الغداء وهي العشاء لا يوجد شيء أخرى في نفس الطعم ونفس المدق ونفس المكونات هريسة لا مدق فيها ولا طعم سيفرض علي عمر أسلوب حياته ونقرأ بلاحظة الوقت الذي سنعرف فيه حيث كان يستعلي الباب المكتبة من مر المغرب حتى تشرق الشمس وكان يخلي لي المسبحة للزيت ويأخذ فيها الزيت الذي ستكفني جزء لأنها كدية النوض الناس بلا إيراتي لم أعرفت صراحة لماذا كنت أفعلني بحالة كدية سألت واحدة لماذا كنت أستعلي الباب المكتبة من مر المغرب حتى القبر الفجر قال لي لماذا أنت أريد أن تخرج أصلاً؟ قلت له سؤال وصافية عمار كنت أشعر براسة حياتك قال لي أنت يا حباس أصلاً يجب أن تتعرف فيها حتى ترتاح أنا قلت عليه وانفعلت وقلت له عمار عمار سمع أن أقول لك الموت تشعر لي أن أقع من هذا الشيء سأقوم بتطيع كدية وشير ليل جيت الباب وقال لي أن تفضل الموت على بعد خطوة واحدة من العتبة وبالما تشعر بأنني سأقوم بالكدية لا تفضل عمار كنت تماميه ونزل طراثي أعرف ذلك الإحساس الذي اسم خلط بالخوف وقال لي في ذلك اللحظة وقال لي أن أعود إلى المكتبة لكي أكمل القراءة الشهر الأول مع عمار وقال هذا هو أصعب شهر ذو السوفة التلسينة كاملة وقال لي أن أخذت ويأس بذلك يتملكني من الذي لا تكون شيئاً من ذلك الهريسة التي أكلت لي أكله يومياً الكتب عمار براسه تتوحش دارنا وصحابي كانت تعرف كثيراً عن نمط حياة عمار كان هو قليل الخروج مدار كان يكتب كثير ما كان يقرأ كان دائما يدون في ذلك المدوانات وماذا يدون الله أعلم ومرة مرة كنت مع رأسه ومسوش خافت في حال الهبيل وأنا يعادر وصراحة سيد عيشه وسنواته كان يتعامل عمار معي بحالة أنا أصلاً لم أكن معه ولا أنا أصلاً بحالة تقوله صاحب صاحبه من الصغر يعني متعودين على بعضياتنا دار العمار كان فيها مرح وهي البلاصة التي يدوز فيها أغلب النهار ويدون واحدة بيت الناس صغيرة في كناس والمكتبة وصافي وكانت المكتبة هي أكبر حاجة في الطر كاملة كانت أخذها كبيرة كثيراً في الطر يمكنك أن تسألون هذا بلاتي 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 أنت فهموا على أي شيء أركن سيتوجه للمهمين أين هي الكوزينة وأين هي الطوالة الكوزينة قدرنا نسمحو فيها ولكن الطوالة رأيها مهمة بلاتي بلاتي ضرورية وفي أول نهار لي هنا عارضت بلاتي أصلاً لم يكن هناك طوالة عنده قال لي عمار بلاتي قلت له قلت له لا أستطيع أن أذهب للمكتبة سيضحك للمكتبة وقلت له بلاتي أنا سأرى لك ندبر لك في شيء وقلت له وقلت له وقلت له أدية طوالة المسلقية لديك طوال هذه المدات التي ستدوزها معي قلت له أخي لا مشكلة دخلت المكتبة وقضيت حاجتي ومن ذلك النهار ستسطل هذا طوالة لي قلت تسؤولوني ذلك وبالنسبة لما ذلك اغتسال أصلاً لديك مشكلة في الماء الماء التي يأتي منها عمار الماء كانت بعيدة الكثير من الدار كنت تدوش مرة في الشهر وبتحزار حتى تكون الرحلة التي أعطيتها لكي تدوش أما في الوقت البرد لا تسؤولوني حتى من الماء السرب يكون برد ويوصل لك على درجة التجمود يعني شيئاً سميساً تدوش في ذلك الوقت غنسها في ذلك الوقت كنت أرى عمار يشرب شرب سخون كنت تسؤوله كيف تسرب كنت تسرب كنت تسرب لا أعلم سوف يصل إلى الوقت الربع في هذه الدارة سوف يخضر بالعشوب والربع والورد يجب أن تفاجئ الخاطر كنت تفاجئ كنت تفاجئ الخطر كنت تفاجئ الخطر كنت تفاجئ الخطر وفي النار سأقول العمار كيف تسترجم نبدأ شيئاً قال لي لماذا ستجم أصلاً الشيطان لا يستطيع أن يدخل لدي قال لي يضحك عندك تخرج الراس من تسترجم حيث سيطير لك والميجزة لم يعد مالها الله على الرحة حتى قليلاً كانت مواد الرحة الخيبة تخلطت مع هذه الرحة العشوب والورد أقرب وصف له هذه الرحة في حالة تتخلق رحة الميجزة التعفن من خلطة ضخي وهذه الرحة التي تتخنق نفس فهذه الميجزة سأتجم خمم وستطيع الشيطان ودعوها قال لي عمار ملك قال لي كيف تخلق عمار لذلك تتحرق وفتحرق مالذك يضحك لأنك تستطيع التواصل في حياتك ونرى أخذ الترجمة ونقول فرأسي سأجلبك سأجلبك طوال الزمن والأقصر سأجل القسمك كالكفر العمل الأول مع عمار تقريبا سأجل أغلب شيئا العمار مأمن بي ومأمن بالقدرات مأمن بأنه سأجل القسمي مأمن بي كثيرا من أنا مأمن بالمراسي لماذا؟ لا أعرف ونفهم الكتب الذي قرأه لم يكن أغلب العمار على شيئا ونصف الكتب مألوفها بالنسبة لي ونقرأ كتب وكذلك نفهم المعاني مرة أخرى كنت سأجل العمار إلا حصلت بصحة صافي كنت أحبز القرية الكتوبة في الوقتها المكلة في الهريسة الزفت وفي الوقتها الناس صافي وعند ذلك الهريسة صافي أغلبت عليها مكترة مكليتها طلبت منه أنه سأجلها لنا ولا أغلب شيئا ولكنه أوله لا أعرف ما أعجبه في هذه الهريسة بدأت تبدأ بينه وبين عمار وعند الحلقة التي يزويونه كنت أخبره مرة أخرى كنت أغلب مواضع وعنده على العلم الجن والشياطين وعنده 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 على الوجود معه تمامايا وعنده مرة أخرى يخلي تدوينه ويأتي يقلب معي في المكتب على السمية يا شيطاني بصراحة أخي هو الساحر يسار ولكن أنا كان يعملني مزيان وعنده أرسوله أمار وعنده لا أرسول الساحر كافر وعنده يكون كبير وعنده أرسوله وعنده يستعن بالسحارة كما يقصدني أن تمامايا سوف يسكت وما أعجبت مع هذا الموضوع وعند المرات أتمنى أنه في القرية يجيب لي معا شيئا زوار لكي نحسن رأسي والحياة التي تغفلت والمجدوه هذا أكثر من عم حسنت شعري قال لي لما سأجيبه لك قال لي شعر الساحر مصدر قوة له قال لي هاي هاي عمار أنا أرى أنه ليس ساحر أعمار أنا لا أريد أن نكون منكم قال لي هذا ليس خيار كنت أريد أريد أنه لا أريد أن نتمنى قال لي أنا هنا لدي غاية أريد أن أقسم يدي شيطاني سأنتخلها ونسأت شيئا ما قرأت قال لي هاي يضحك أسمع أولدي أقول لك هذا الباب هذا لديه باب واحد الذي يدخل له لا يمكن أن يخرج منه صراحة لم أعجبتني له وهذه كانت أول مرة سأتبز معه سأقضع سيمانة كاملة على هذه الجملة التي قال لي لم أحضرت معها نهائيا مرد السيمانة هذه واجهة سأطلب مني السماحة قال لي أن يسفت رسالة لمكفوح الحلم لكي تطمئن عليك قلت له بصحة عمار كيف أجدت لها؟ قال لي بالله سأذهب إلى المكتبة وسأبدأ له أحد الكتاب وقال لي هكذا الكتاب أقرأه كل شيء على الأحلام والمنام سيتلقى هنا في هذا الكتاب بصراحة هذا الكتاب لم أقرأته شدته وعزلته على الجنب نقصته من الحساب لأنه لا يكون هناك اسمية شيطانية يعني متعلق بالعالم الأحلام أنا الكتاب الذي لا يحتاجه لن أقرأه هذا الكتاب على هذه الكتابة الخمسة المكتوبين بالخطة العام الأول كانت محافظة على الصلاة لم يكن أمار أحبثني على الصلاة لأنني أريد أن أقرأه ولكن العاملة الأخرى بدأت أن أحمل الصلاة بالخصوص العاملة الأخرى لم تكن أعطيتها لم تكن أقرأت هذا كامل بسبب الكتاب التي تقرأت تمجيز الإبليس مع الصلاة ومع جديد الحواجة لم تكن يتلقى سأصل الشهر رمضان العامل الأول مع أمار مع الدخول إلى رمضان سأضع تغييرات في روطي اليوم قبل أن يدخل رمضان بدأ أمار يأخذ في الماكلة ومع كل ماء الماء وخزنهم في الدار قال لي أنه سأجدهم قليلا ومع تلقى أمام الحريصة فأستمع سادراتي كثيرة أريد أن أكون مبهما لأن أرغبت أي شيئا سألت أمار من استعداده الشهر الرمضان قالت تلقى موكما وقلت أمار لماذا تلقى الماء الماء قال لي أنه في الرمضان لا أستطيع أن أخرج من العرب فأتي لماذا تلقى الماء في الشهر كامل قالت أنه لماذا أمار لماذا أمار ليس شهر رمضان بالخصوص ندعم عمار من البلاثة ومارضة يجاوب نقاعها تشعر بشيء يوجد الحرب أو الغارة سيضربه في هذا الرمضان لا أعرف ماذا هذا الرمضان صعب كثيرا على عمار تشعر بأنه ضعيف القوة الذي لم أشعره أنا أحده تشعر بأنه ضعفت كثيرا الذي فهمت بعد بل الشيطان الذي معه والخدامه يتربطه في رمضان علاقته هو يتأثر و يضعف لأنه لم يضربت له فكرة فراسي أقول عمار أريد أن أقول لك لأن الشيطان كانت مربوطة في رمضان يعني الشيطان الذي يتتناني بالرغة سيكون مربوطة معه يعني إذا أريد أن أخرج ذلك أخرج قال لي أول ماب قدامك أنا معمري سأمنعك شيئا أريد أن تخرج تفضل بصراحة الإيماني والله ضعيف في هذه الفترة من حياتي عليها ما زعمت أن أخرج و أخير أن أخرج في رمضان لا سيقع له حيث بالصح الشيطان كان يتربط في رمضان واحد الذي لديه في رمضان وأنا يقاس مع عمار سأبدأ في رمضان إذا كنت أولنا نرى قدامك هذه قدامتmann ور colleagues و Mira أخيرا و أخذت قال أخاف أمر شيئا لا أرى ما زعمت لم تروح الرمضان و أخذتص إلى غ letting 것을 أن أطلق أخذتш إلى غ AN Mod كان أخذ عمار أقلت من أن اصدق لي في مصر المكتبة أخبرت وهم ما يتصدق عليها لماذا تصدق الله داخل المكتبة من الغروب والشراق للشمس أخبرت وكيف توقعي ما الذي يحدش فيه هنا بالله لم أريد أن تترى أخبرت وأخبرته أخبرت بأن حال في ذلك لماذا تقرأ جيدا أخبرت وهم ما ذات أقرأ لماذا تقمي بالله لماذا تقمي بالنهار فلوما لم أتقم يحب أن أدخل لا أرى و أنت تقمي حدايا أخبر نقول قال لي لا لا أعكدك لأنه في اليوم يدرب الهالة وكانت هنا أول مرة أسمع المصطلح ما هي هذه الهالة؟ لم أسمع مصطلح قال لي أحد من المصادر قوة وكل إنسان لديه هالته الخاصة ولكن القوة لهالة تختلف من بنادم لبنادم قال لي كيف تقدر تعرف بأنه هالته قوية أو لا قال لي سهلا خصغلا حتى تكون لديه هالة مفعالة و هو ما سوف يفحصها لك قال لي كيف هالة مفعالة لا فهمت قال لي كل واحد عنده هالة ولكن الهالة تكون في مرحلة الخمول وخشي حدفعها لكي يستفيد منها قال لي ماذا نفعلها لك؟ قلت له بلاتي بعدين ماذا نستفيد؟ قال لي سترى العالم كامل بشكل مختلف على الشكل الذي ترى عليه دائبة ستضعف القدرات الجسدية والدهنية والحسية ستقول لي قدر تفهمهم و تستوعب ضغية حتى من الكتب المكتبة ستقول لي قرأهم ضغية و تفهمهم ضغية و سنقسس السعادة للشخاص و بالكثير من المميزات الآخرين قال لي هذا شيء كبير مغرب كثير من عمر لماذا نطلوب مني دبائل ايضا لكي نفعلها قال لي لم يطلوب منك و شرطت لك و شرطت لك أولا هو تقبل أن أفعلها لك صافي قال لي قبل عمر صافي يفعلها لك قد عمر مبلاسته وضعي لديه على الجبهة لي و أنا نظوره بأي شيء واحد عندما سأنتم تلك شيء كامل لكي قال لي عمر أو تلقى عليه صافي و هو بقى قاعدة مع يديه على رأس لجبهة لي سأسمع صوت الذي لم يستطع فيه دعني الصوت نظر لي منه الليسر و أريد أن نسد ودني كنقلب عليه قال لي عمر لماذا تقلب؟ قلت له سمعت واحد طعنين قوي بحالة تقوله جناح دبائل قريب مني سأضح يديه على جبهة لي و قال لي بروكة لك لها لا دبائل كرة تفعلات و الدبائل هي الدليل على هذا الشيء قلت له واقع الدبان دليل على الوسخ ديالنا ليس هذه المدوشنا قال لي واقع يضحك الصوت الذي سمعته هذا هو وصوص دبائل كثير في القنص ديالي يعني السمع الكرة أقوى عشرات المرات على الذي كان عليه قبل قال لي ستبدأ تكون شيء مبدل مع قليل الوقت ستولف على الوضع الجديد وصل الوقت للسحور و سأضحك عمر الماكلة الذي كما قلت لكم سأضحك فيها في رمضان هذا شيء قليل تهنيت مؤقتا من ذلك الهريسة الزفت التي طلعت لي فراصي ولكن سأضحك الماكلة هذه المرة أحسنت بالمذاقة هي المبدل كان طعمها الديد والأعطر يلي فيها كانت باينة وقدرت تنميزها قلت له ماذا أستياد اليوم في الماكلة عمر الماكلة هي جيدة قال لي لماذا أستعليها أولا هي هي الماكلة التي أكلها دائما من البداية رمضان قلت له لا لا تضحك عليها عمر لا أستي شيئا أقول لي ماذا أستي قلت له رأي قلت لك بلا الهالة لك كيف ستفعل ستبت له كثير من حياتك حتى من الماكلة وحسنت تضوقك ستبدل من بعد السحور سيقول لي عمر يلا يلا نضع الناس أنا أرجع للمكتابة لكي نكمل واحد الكتاب التي تضيجها بدأت فيه قلت له لا أستطيع الكتاب ولكن المفاجأة التي لاحظت هي أن الفهم الكلمات والكتب تبدل والذي تستوعب الكلام بزربة أو الوقت الذي قرأ فيه كتاب والذي تقرأ فيه ثلاثة أو أربعة الكتب مصرحة أحسنت بالخوف في الأول ولكن مع الوقت عرفت بلا شيء في الصالح واحد الذي سيدخل عندي عمر وقال لي أخذ اسمياتي التي تكون حريص عليها اسمياتي واسمياتي لأمك لا يجب أن يعرفهم حتى شيئا يجب أن تتخذهم حتى لا يصل إلى شيئا الذي سيؤديك قال لي أنا أعرف اسمياتك أنت اسمياتك عمر قال لي لا يا عمر ليس اسمياتي الحقيقية هذا اسم مستعر هذا الاسم الذي يقدم الصحراء وإن أنت تختار اسمياتك لكي لا يستطيع حتى يوصل لك لأن تقول لي واحد منه أنا أعود أن أغوط عليه قال لي عمر أنا لا أريد أن أكون ساحر أنا لا أريد أن نسلك الطريقة قال لي أخذ لي سأختار لك شيئا قال لي أخذ لي لكي تشعر قال لي لا أعرف أن تشعر بشكل خوف قال لي صافي سأبقى نعيط لك خوف ومنذلك النهار وأنا في العالمهم معروف بالاسم الخوف هذا رمضان والسالة الغدلية العيد عمر لم يكن قد فرحة لدرجة تلبسه واحدة عباية بيضة أول مرة سنرى لبسها يعني أن نأخذ نغل الأيام لم يميزة بعد النهار العيد سأخرج سنذهب إلى القرية لذلك سأخرج قال لي لا أريد أن أدخل المكتبة وقرأ لن أخرج المهم أن أخرج عمر و لم أسجد الباب وراءه كنت أريد أن أسجده ولكن هذا النوع هذا البيبان يتحل لبرة وليس لداخل يعني الباب محلول لبرة وإذا أريد أن أسجده سأخرج إلى الباب لن أسجد الباب ونسجده أقدر تب ناقص ودخلت المكتبة لكي نكمل قرأتي حتى قليلا سأخرج من المكتبة لكي نرى سألقى أحد الرجل طويل وصمر سألقى أمار قلت له لم أعرف شيئا سأخرج قال لي لن أخرج لن أخرج سأخرج ونسجد الباب ونسجد سألقى أمار قلت له سألقى أمار قلت له سألقى أمار ولكنه لا أسمع سألقى أحد وسأضع أحد المعون قال لي هذا المعون لديك مفاجأة حالته اليوم يستطيعون لديه شيئا من القرية ولكن فشلته لإبتسامة ستتحول الخيبة أمال لأن تدخلوا الزفت سأعود أن نعود لها حتى الثانية من هذا الرمضان نحن نعود لها سألقى اليوم وشهر سألقى العام الثاني مع أمار وسأدخل في العام الثالث هذا هو العام الآخر نستطيع أن نقول لكم بأن العام الآخر نحسن من العمال سألقى سألقى على نظام الحياة سألقى سألقى لديه عائلة هنا يا صفي والذي تفعله وفي القرية أقول لك أن نسمع به حتى تعلمت الكثير من الحويج لأنها توقعت أنه سأأتي بشكل نهار الذي سأعرفه في اليوم لذا أنا صحران مع أحد الكتاب سأسمعه أو لم أعرفت شو أهمني أنه سمعت سأسمع صوت أحد يهضر مع أمار نضع من فوق الكرسي وسأضع أدناء على الباب لكي نسرق السمع وبالنسبة لباب أمسدد هو يسرق على أمار لكن لكي نضع أدناء على الباب وعندما نسرق السمع الهضرة سأسكت تشعر أنه كان صوت المرأة لم أعرف عنه كان صوت أمتاوي ولكن كنت أحييض على أواقع لأنه سأكون أهم أو شيء جميل على الأصف رجعت لكي نكمل القرية وفي اليوم سأسمع نفس الصوت لا يمكن أن نتهم أيضا هذه المرة تأكد أنه كان صوت أمتاوي وعندما لم أعرف أنه لم أستطلق السمع ونسمع الهضرة التي قمت بها سأخبره لأنه سأخبره وعندما سأخبره 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 ونسأل وعندما كنت أدوي وقال لي لا تدوي مع أحد وقال لأنه لديك مشكلة هي التي خلالتك تسمعها كان لديك شيء قال لي لما كنت أخبره سأخبره وليس مرة وكنت أخبره ولم يأجب أن أخبره أصبحت أن أدريك وأن أتنسى الموضوع وربت أقلب المكتبة على أشياءات الماضية أريد أن نقبأ صغيرة في الباب المكتبة لكي نرى عمار مع ما يهضر بالليل قلبت حتى لقاءه أحد المصمار الصغير الرأس له الماضي ونحفر به ونجعل عمار يخرج ونقلبها حتى تقبط الباب ونجعله حتى تقعبها صغيرة ونرى كيف يهضر مع عمار في الليل في المغرب عمار سأخبره كما العادة وكنت تسمع صوت لكي نطل ولكن في هذه الليلة لم أسمعها لم تكن صوت قلصت أن أخبره لم تكن اليوم سأخبره ولكن حتى أخبره لم تكن ومع عمار سمعت صوتها لم تكن قبط الباب ومتأكد أن أسمع عمار كيف تكون هذه الله أعلم الشهر الأخير مع عمار لم تكن تعرف فيلا الأيام مع عمار ولا معدودة سأعرض علي عمار في هذا الشهر لكي نختم معه قال لي كيف تكون المساعدة ولكن لا أستطيع أن أعمار قلت لك عمار لا أريد أن نكون سحر لا أريد أن نصل لك طريقة السحر أنا مع عمار سأكون منكم قال لي كل شيء الذي لا أعرفه أخوف وراء أو العلم التي تستطيع أن تحصل لك على الكثير من الصحراء قلت لي أخيك عمار لا أريد أن نبيع ديني قال لي كيف يستاذق بي ويضحك دين كيف تقدر عام هذه قلت لي بالصح أنا مقصر من الجهة ولكن هذا ليس سبب أن أدخل أعلم السحر قلت له عمار كيف تأتي داخل الخرش والشيطان برد ولم يخاف منه سأضحك عمار كثيرا وقلت لي وقلت لي قال لي كيف تقدر النملة تأتيك كثيرا قلت له قال لي يا شيطان كثيرا برد لأن النملة بالنسبة لي قلت له قلت له ما أريد أن أقول لك لك كيف تأتيك أنا تماما وحسنة تقطعها لقد يهدد فيها السمنة الأخيرة فالسمنة وقعوا كثيرا ولم يمعهم وقعوا ثلثين مثلا عمار خلني ثلث يام في طربة وحدة لم يكن أخبرها أو أنه سيغبرها ثلث يام اليوم سأعود وقلت لي على الأقل سأتغبر ثلث يام رأيت أنت الموت من الآن ثلث يام قال لي أنت يوقف قدامي وقلت لي وقعوا وقعوا قال لي أنا مع الصبوة المفعل لك سأتعلم بعدها النهار الأخير مع عمار لا أعرف ما صراحة هذا النهار تشعر بالله هو النهار الأخير والساعة أو قريبة حتى من عمار تشعر بالنسبة تشعر بالنسبة لدينا قريبة عندما في صباح أعجت أن أقل كتاب وكان كبير وكان عمار هو الذي يقوم وكان يودون من المكتبة وطبيقي أن أقرأها وقرأ في القرائية وفأني عندما يكون أرى الحلوك ما سمعت صوت وقمت عليه بالنسبة بي وقت كان هذا الكتب يهدر على تاريخ السحر في جزيرة العرب وعتقدت أن أقل المال من الكتاب ودى أن أخبره ودى أن أدخطه فأنت قرأت القرية في صغري قال لي لم تستطيع الكتاب إذا لم تستطيع القرية كملت قرية الكتاب حتى سيضح عيني على مفتاح الفرج تسلط ميسا ودين ضحك الثغري ينهض من تراب وسيده يبكي في عدن وكانت هذه الثلاثين التي أجتمع عمار في هذا الدار في هذا الجبل وحتى الحلقة الأخرى سأكمل لكم القصة للرجع لكي أجد أن يجب أن يرمي قال لي يا عمار وأنا إذا لم تستطيع شيئا أعرف لماذا أقولها والحلقة الرجع للعمار وقرأت طريق المطار بعد أن تستطيع الشريحة قربت على شيئ طاكسي الذي سأأخذني مباشرة للجبل الذي سكن فيها عمار كنت تناوز عندما أخذ شيئ طاكسي كورسة ولكن أي شخص كان يقول لها البلاصة التي يمشي لها يقول لي لها لم تستطيع القرية هنا لدينا أقرب من المدينة لجبل هذا وصافي وماذا سأكملها لك أو سأرى شيء خطف الذي سيصل إلى القرية ولم تستطيع القرية لدينا صغيرة على صافي كورسة وصلت إلى المدينة الصغيرة التي كانت صراحة أقرب من المدينة ولكن مجرد لا تحرك المدينة سنعرف أن هذه القرية لا يوجد طاكسي لا يوجد مشكلة دعنا نقلب على شيء خطف الذي سيصل إلى ونخلصه ولكن أي شخص فيه ومجرد لا يريد أن يركب معه يقول لي أن ينزل عليها يتوقع الله والمغرب يدخل حسنا في رأسي حصلت هنا سنسمع الآدن المغرب يترفع قل صافي دعنا ندخل نصلي بعيدا ومراهما ولها ربي في المثالة الصلاة الناس خرجت وأنا أبقيت داخل المسجد قلت أفكر في شيء حل سيقرب مني وحد الرجل و سيقوم بالحديث قال لي أن تقلب على شيء أول مرأة قلت له قلت له أنا أريد أن أذهب إلى الجبل لا أريد أن أقول لي اسميتي عمار لأن عمار قال لي لا يمكن أن تخفي اسمك و اسميتي أمك قال لي أن هذا الرجل سيقوم بالحديث قلت له قلت له كانت متردد و كانت تهرب من الإجابة قال لي عمار لماذا أتقلب بهك لأنه لا يسكت و لا أرطي حصلت له مع الشمال في ذلك اللحظة قلت له قلت له مع أولدي أخبرك أخبرك لأنه لم تفتح لي قلبي و أعود لك كل شيء و قال لي الوالدة في أبوبا هو الوحيد هو الوحيد الذي سيقوم بالحديث قال لي أن هذا الرجل و أين هو إيمان بالله قلت له أنا أحد رأسي و نعمة بالله ولكن قبل أن يكون بأولدي سيقوم بأولدي لا يسكت و لكن مع الإيمان بالله رجع رأسك أولدي و رأى الطريقة التي يشد أخرى لا تخرج ستكون أنا أم سكت و لا أعرف كيف سنردد حتى الآن لديه الحق نهد الرجل و أكمل طريقه و أخرج من الجامعة و أخرج من الجامعة و لا أعرف أن أطار رأس أصلاً لم أكن أعرف أن أنك هناك و أحد و أحد يريد أن يريد معي المزيان و يصل إلى الجبل كل هذه الموضيطة الأخرى لقد أخرج من مجال أصلاً أسرع بقيت أنا مجال لما أدخلت أيضاً و أنه كان تحدي و من الجامعة و كان المجال الذي أتعلم معي قبيلة و الذي أتعلم معي في المغرب و لكن هذه المرة كانت أصلاً بالأمر أنه مجال و أخرج من أدخل و معي installation إلى الأعonto لأستجدل قلت أرى نجيل قلت لأحظة قلت أرى قلت أرى أن تجد قلت أن أسطل و لكن اجدتك حتى أعرف لماذا أريد أن نقررها منه قال لي وخيرت أعطني مليون أو لجوج لا أريد أن نقررها لك ولكن أنا سأقوم بعمل معك بشكل واحد إذا أريد أن أرجعك إلى المطار أريد أن أركب شيئ أخرى يجب أن أتسنع مني سأتحرك ويجب أن أتسنعني تمايا أنا أبقيت تمايا كنت أتسنع ونظر إلى الهبيل حتى سأقوم بإخوة هذا الشارع قاعد لديك القرية هذا الشارع صغيرة واحد الهدوء واحد الضلمة كان صوتها ستصرف الليل من كل جهة وأن أتسنع كثيرا تفكير وكثيرا وما أعرف من أن أعطيها الراس حتى أرى أن أصبح نفسي وأن يبدأ بإخوة الراس وأن يبدأ حرقني لأن أقول أنه شقيقة وإن أخوة وإن أخوة وأن يبدأ بإخوة لا أعرف ما تخيلني أو أن تخيلني وأن أرى أن أسمع صوت لك أقوم ببعيد وكثيرا وأن أعطي الأرض وأن أصبح من جميع سأحل العيني وأن أدخل معي أو أن أصبح نفسي أو أن أعطيها كانت من أعطي الأسفاء كانت الحظ تقريبا وخصة صغيرة وكثيرا نرى البون باقي وصلت إلى الهناية خرجت ولقيت راسي باقي في القرية النيت على هكذا في القرية الأنسب لي هو الطريق على رجلي للطرد العمار كانت المسافة تقريبا فيها عشر كيلومتر وكذلك وخاصة طريقة كانت صعبة عشر كيلومتر كاملها تلعها في الجبال تقريبا سنضرب نصف الطريقة حتى سنسمع صوت يقرب منه شيء يشير لي بعيده جي 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 وكعييت لي أول ما قرب لي كان هو نفسك الرجل الذي تلقيه البارح في الجامعة قلت أن أولدي من قبل أن يتابعك وكان أعيط عليك أنا سأذهب معك وأنا سأوصلك قلت له لعفك عندما تحاول تقناني أنه نرجع في حالي حيث أنا مصمم أنه يجب أن نوصل الطرد العمار قلت له واخر لا يوجد أولدي أنا سأذهب معك حتى سأوصلك الطرد العمار قلت له لم تريد أن تذهب هنا في هذا الطريق بسببه لماذا يقول له هذه الهضراء؟ لا أعرف كيف يقصد الموم شدت معه الطريق كوانيس لي أو صافي وهو معي حاول أن يجب أن يجب أن نرجع في حالي ولكن أنا قلت له لأنه لا أستطيع قلت له أن أرى شيء جميل في غيبه الموم أدراج بدهدرا قلت له بالنسبة للفرح أرأى أنا الذي أخذتك لداري أرأى أرأى قدام الجامعة وأخذتك لدار الموم وصلنا هذا الطرد العمار والذي أول ما رأيته هذا الطرد الذي يضيق عليها تفكر أن تذهب ثلاث سنين لديه وستحباس هنا في المكتبة تفكر شيطاني لكي تسنني أن يقدم الاعتبار وأنا كنت أفكر في هذا الشيء قلت له الرجل ماهو لا أريد أن تسننك هنا حتى تسلي شغلكم وأنها تبتك للقرية أو ماهو قلت له الألم لما أعديك معي يا أمي بركات الشيء الذي يستطيع معي تفضل أرأى الضر وقول أهلك الضرس لكي تذهب في حاله ولكن قبل أن يتحرك رأى الضرر العمار واحد ترى أحتقار بحالك يرى قدامه الزباله حتى يرى قدامه وقوم بحالك وقاله سيجد في العمار وسيقول في نفسه صوت الذي خفت لكن اليوم عند ربي نسائها المهم أنا قمت بكملت الباب وقبل منطقه قمت بسمع الصوت للعمار من وراء الباب يقول أجلت له الشريحة دفعت الباب و سأدخل وقلت العمار في الانتجاد عرضي لي أتبع لكي أتبع لكي أجعل أن أتبع لكي أتبع لكي أتبع لكي أتبع لكي أتبع لكي أتبع لكي أصبحي شيطان الذي يضر إخي يعتري التحذر عن القارين keley يا رجان كيف ت يكون ضعيف دايماً المشرة ت تحرير لكي أقوام الشياطين جعلت الأمر حقًا بحذرة pip ket妹 كيف تبدأوا لم قد أفضل تحذير ذلك ، fashion قلت للمشكلة عند الرأس من الماء وكيفية كلها مصحتها يعني هو سبب الغيبوبة قلت للمشكلة أي حل كيف سأفعله وسأترجع للمشكلة أنا أضحي برأسي لا يوجد شيء مشكلة كل دقيقة ذلك سأتضيع من المشكلة قلت لي سمع أقول لك شيء الحل الوحيد الذي نرىه قد لا يجبك قلت له عمر سأقول أي شيء حياتي حياتي نسبح فعله وضعت الماء قلت لي القرين لك لا يمكن أن تقتله لأنه عندما تقتلته سيتموت معه بكل بساطة قلت له ليس موشكلة عمر أنا مستعد من الموج وانتحي قلت لي سأتخاطر هذا دعني أعطيك أحد حل بينه أنه مزيد قلت له القرين المحرر لا يمكن أن يكون قرين بحاله الذي يكون كبر منه في العمر قلت له لي سأجلب قرين هذا الذي كبر من القرين في العمر لا سأتكمل اللحظة و سأتضرب ليها في رأسي فهمت ما كان يقصد قلت له عمر لا عمر لا تكون قصد لي داجين عاوتي قلت له أول حل يتقدمك قلت له ليس مستحيل عمر قلت له شيئا منطيقيا كيف سأتعاوني مع بعض الأشياء التي قلت له قلت له أن تفاوض معه و التواصل معه أعرض عليه شيئ صفقة لما يستطيع أن يرفضه الشياطين ركت أمن بالأخذ والعطاء قلت له ونفعله بالمقابل الشياطين تهمه مصلحته بالدرجة الأولى وقلت له مهرس ومنسي وعرف صوره ميت ميت واذا نسيت بأنوية بوحدنا التي قدرنا نحضره وفي الموت داجين بجوجه سأتمر أنت ذبب أن تفاوض النجاج ومصلحته هو أنك تفاوض معه و تواصل معه قلت له لماذا بعدها عمار لنعرف أنه وافق على العرض الثالي أو لا قبل أن نحرره و يستقدر فيه شيئا قال له هذا هو المشكلة لا ستعرف أنك خاطر تقدر تحضره و يقتلك وتقدر تحضره و يتسافق معك و يستطيع أن نطلب النفس فقال له ستكون بينا قلت له عمار أعطني شيئا من الوقت لكي ندورها فراسي بعدها عندما ندورتها فراسي شيئا و قلت له عمار قلت له عمار قلت له عمار أعطني حتى توقعت له شيئا قلت له عمار أعطني طلب الآخر لي هو وصفت الجثة لي للأهل لي وهذا هو العنوان لنا و إياك تبقى أن تفنيه قلت له عمار أعطني قلت له عمار أعطني قلت له عمار أعطني و بدأت أن ندور معه هو يا داجين أنا خوف أنا الذي حبثتك و أنا الواحد الذي قدر يحرك من جديد هذا الشيء بسرط واحد توافق تولي لتحت الإمرأة لي و المقابلة هو الحرية لك لا أعرف كيف سأقول بعض هذه الجملة المهم قبل أن أحرك أنا أطلب منك تربط معي القرية المتحرر لي وهذا هو الحرية لك و أنا إذا سأحضرك و سأحرك سأخرج لي عمار أعطني و سأعود يدخل داره سأتوصل الغروب للشمس و سأقوم بطريقة التحذير التي كانت في الكتاب الذي أعطني المرحوم هذا الكتاب الذي لم تحرق هذا لم أكملت حتى أمثالي أمثالي التحذير وجدت رأسي تزد مطلسي و تلسقط مع ذلك و أعطي القنطي يشعر لا أعطي شيء أحد يشده و سأعطيه سمعت الصوت يشعر نفس غاضب و معه أحد الصوت قريب مدني يقول بحصابي مطعا 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 أمور هذه الكلمة سأتلقني ذلك و سأتضح للأرض أعطي قطع للأرض و شتف العنق و سأترجع لأنفاس لي سأترجع لها قليلا سأتضح لي العنق و سأتضحى ضعيف سأخرج عندي عمار و قلت لك لماذا تأترى لك؟ أعطي تفاوض مع الشياطين و قلت له عمار سأترجع لك في ساعة خير هذا سأترجع بحالي ضروري لأن نطمئن على أمي و نكمل ما أتوقف و قلت تفضل للك القرية لا أعرف أنها سهل و نخرجها و قلت في بالي أن أعطي لك السيد و أعطي لك السباح و قلت له شكرا شكرا لك بثير و قلت لك معي و قلت لك السيد و قلت لك المطار و قلت لك المطار و قلت لك أعطي أول طيارة لكي و أعطي و هذه المرة لم أعطي بوحدي و أعطي معي سأركب أول طاكسي في وجهي و سأرى الطريق للدار و دخلت في الدار و نجد تلبيجي و الناس لم تتجد أيحد في الليلة لا أخي أو الوليد أما الوليد في صبيت و أعطي بو 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 أعطي لك و سأرى الطائر و سأرى منظر و سأرى منظر الذي سأرى لم أحمل هذا المنظر و أقف قدامي و أقف لي على رأسي كان يشكي في الصورة الرجل الذي يضرب كثفي في كثفه في المقابر ليس لديه المسلوط كان يقول أن يشوفها كان يقول لي عمار و سأرى من الصحياتين و كنت ضعيفة قدام بنادم لما يخاف و لا يجب لي و لا يخاف كل قضية مكففة و سأرى طبقهم و أخرج من باب واسع و لا يوجد من أن تخاف سأرى الطائرات العمار و تذهب لها و سأرى من الصحيات و سأرى صراحة و سأرى بوجهة و بعد هذه المدهة أنها تشكل و هو أخضر أحساب لا يأخذ تشكل منطقة جداً كانت درجة جيدة جيدة كانت تحسن درجة جيدة جيدة و لكن على أي حال أنا كان يفهمه و هو كيف يفهمني لم يمثلة الغسل و سأخرج من الحمام أول ما أخرج سأقول لي بصحتك الشيطاني يقول لي بصحة صراحة شيئاً غريب قلت له ماذا أريد كنت أسمع لك أن تدخل عليها قلت له لماذا نسيت بلا بيني و بينك اتفاق قلت له أني كانت تدخل في حوالي و لما لم يتصوك لماذا أنت تطلب مني قال لي قلت له أن القارين قلت له أن تدخل علي حسابي سأقوم بك و لكن لم تدخل لي و أولو أنتفاق آخر قلت له أنتفاق آخر ما لماذا تستطيع أن تكون يا أمي؟ قال لي أنه شيطان آخر لم يجب أن يكون منه قال لي أنه يسقطه من شيطان قال لي أنه شيطان الذي يسقط في رأس أمك و يمكن أن يكون له كل دقيقة كانت تشارة أحد من الساحر الذي تسلطه عليها لكي يتحن عليها و يسقط فيها سأتكلم اللحظة و سأتدخلها في رأسي لماذا لم تدخل القارين و لم تدخل المسلطة على أمي؟ قال لي لا 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 أحبيبي لا لا القارين لم تدخل لي لك لن تأتي أمك و لم تدخل المسلطة على أمك و لم تدخل المسلطة عليها قلت له أن تقضي الغراضة سأقتله والشيطان سأقتله و سأتعود تتربطه معي قال لي لم تدخل المسلطة على أمك ما قالت لك لقارين دائما لم تدخل المسلطة على أمك لم تدخل المسلطة على الأمك سأتعود دجان فرمسجين و سأتعود إلى طريقي و سأتعود درجة قال لي صافي محلول صافي سأتعود حتى قبل أن أقول كيف أصدرت لي بـ هذه السرعة حتى سيتسلط على دجان لا شيء آخر من العدم لا أعرف ما هو الذي يهجم عليه المسلطة ستتحول الحلبة المسارعة و سنسمع الغراضة وكل شيء يترسي عندي في البيت أنية ما يتلقائيا الغريزة البقاء هي التي تحكمت فيها الهروب كيف لا يقولون أنه يستجعها سوف ندخل الحمام سوف نسدع بابه ونتخدم في فوق البلانسة سوف نسمع براء الحمام داخل بيتي صوته تهرسه وغوية من كل جهة سوف نسك تقول شيء سوف تصفي واقع للقضية إذا كنت سوف نضم بلاستي سوف نسمع صوت بابه الحمام يتزم بلاسته بحالة سوف تقلع عن بلاسته سوف يترس سوف تقلع صوت الدرب وسوف يترسل صوت الغريزة الذي كان قوي 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 بالصح كان الغريزة بالصح لحظة الحظ كانت أخويف في الصباح أما كان الوالد والأخويا كيف هو التفسير الذي سوف نعطيه من هذا الشيء قليلا سوف نحب الصوت في مرة سوف ندخل هذه القضية قليلا سوف ندخل رأسي كيف سوف نخرج أو دعني مخزونها هنا في الأخير سوف نقرر أنه سوف نخرج سوف نحلل باب الحمام قليلا وسوف نطلع من السعين حتى شيء حرفيا في غرفة غرفة كل شيء كان مقربل سوف نحلل باب كامل وسوف نخرج سوف نقلب بعنية وسط الغرفة وسط البيت ولكن لم أردت أي شيء واحد قليلا سوف نسمع صوت داجين وسوف تنفس في الزربة سوف يلتقط الأنفاس داجين قال لي ووكيلة القارن داجين هذا القارن داجين ليس مصيفة لا تتعلم لا تتعلم لا تتعلم هذه المرة هي على حسابي ومن هنا القدام انت ديالي والآخر بالأخير ومن هناك مدد من داجين على هذا الحال أم لا يمكن أن يقوم بها ومن هناك يقوم بها يبانا لا يستطيع الشخص ويختفي وكل مرة يتسايف فيها وكان يريد أن يتعلم ولكن كما قلت لكم كان داجين أصلاً لم يسوق الوجود وجنبي أصلاً لوجود وصف يلفت عليه في حياتي وحدة ليلة سيقول لي داجين واذا لا أخير أن نصل على رأسك على قنسك في أي لحظة أنا جاءتها لا أخير أن تقسمك لا أخير أن تقسمك لا أخير على رأسك ونزغى خلق من خلق الله سوف نحسن نار قريب مني سخوني يبدو تصدر بني تززز وتخبطت مع الحيط وتضع الأرض فقط يسخفان الحالة التي يبني ومن داجين هي حالة الحضار أنا لم أعطي الكثير من شفرة أنا لم أعطي الخوف وهو خايف مني أنني نجمده وفي نفس الوقت أنا لا أخير أنا خايف في أي لحظة أنه يديرها يقتلني هذا الشيطان والشيطان المكر والخداع يجب أن يجب أن يكونوا في العرق سوف تسأل ما هذا لا تكونوا يديرها ويجب أن تبسل على مكانك ويجب أن تبسل على مكانك لماذا أنت لا تنطق السمية ويجب أن تجمده وماذا أنه خسر سوف نأتي بأي سوف نأتي بأي دعني أن نفهم أحد الأمر أنا أعيس من الخوف لماذا سوف نقع حياتي أنها من خوف ومخلوق أنا أريد أن نرسل الخوف سواء منه أو من غيره بالخصوص بعد تتتلتين ومع أمار فهمت الكثير من الحقيقة على هذا العالم ويجب أن تعرف كيف يتمشى هذا العالم وماذا يقع وراء الكواليس ومع أمار سوف تسألت لماذا لم يقتلني ويجب أن يتهن ولكنه لم يحتاج إلى شيء من الإنس الذي يكون خادمه كان هو طمع أن نأتي ساحر ونخدمه وزيدوا على شيء كامل أمار صاحبي ومع أمار أرى مجرد منه يخاف أن يتقم منه لم يقتلني ومع أمار يخرج كل مرة يخرج ويحاول يخلعني تخيلوا أنه قدر من الفقه في الليل كان حلعيني كان لقى وقف لي قدم راسي ويوسوسي لقيت صبر على الأداء له الكثير من الشهر نفسيا كنت صبر ولكن جسدي بدأت كنعية بدأت كسبة عليها واحدة ليلة معي الله سوف نحلعيني لقيته عند راسي وقال لي أخير تنتهي معك أنا جاوبت بكل عفوية معي الله كتفيق من الناس كتضايخ قلت له أهلا دجين ما هو خبارك حبيبي كان لقيته بكل برودة ثم سوف يختفي دجين من حدايا وهذا نكمل عزيلي عادي ما سوف أشفقت في الصفاح وعلى الدورة فرأسي تفكرت بلاراني جمدته بدون قصد مني يعني أن تقتسميه بالغلط ثم سوف يصل الغروب وسوف نجيب المراية وسوف ندفت حدايا مجددا ولكن هذه المرة لا هجم عليها ولا يدر أي صوت ولا يردت فعل ثم سوف يبالي ينهار وجوج وتلاجع حتى قلت تواقع لك أكبرت شيئا أو شيئا قال صافي دعني اليوم نعود نحضره وراء الغروب قبل أن نبدأ في جزء التحضير سوف يزمع صوته وقال لي أهلا قلت له صافي مزيان بكل برودة والذي كان يستفز وقد دخلت الفراشي وغطيت رأسي ووجد رأسي لذلك يدخل الشكوك قلت له ما أريد مني قلت له قلت له قلت له قلت له لم أخبتك لكي أجمدك أو لنجدك حر التعليق لماذا أريد أن تصل معي من هذا الشيء؟ قلت له قلت له لم أخبطه أو لأخوف بعدها ومعني 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 ترى صوت صوت مفهد ومعني وكان أم أشعر لاحظة ومعني حسنته أو صحبه بأي طريقة لماذا أعرفت هذا؟ أين أحسنته أمان والأداء يكتبه أو أخبت أمان أعجب أخبته أمان أجب أن لأن مفهد لنقوم أبت إلا من الخوف و المخاوف سوف يتغلب عليهم القارنة التي تربط معي و الشيطان الذي تصل على أمي سوف تخلصت منه رحماتك ثم قررت أنه سوف نجمده و سوف نتعلم منه في خطرها هذا هو اليوم الذي سوف نجمده فيك سوف نجمده قبل أن نجمده قبل أن نتقسمته قاعدت قاسكي و سوف يقدمه وداني سوف يسمع هذا الانتباه لي كثيرا قلت له بلس 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 عودت شيئا قلت له قررت له قليلهU قلت له قليله مسابه قلت له أن ن karşı مطمئ يتم الع히ور و لا تتوسع عن stat test قليلاه أرجح فقط قلت له قليله قلت له قلت له بلس بلاس فرمشتغين قلت له أن تعملان من رأس قلت له سمعن نقول النوات قلت له صني لدار عمار في المح البزر سأقوم القرسي قدامت الضر العمار وقال قدامي داجين سيفتموني في المسلوط قبل أن تحركوا في الطريقة للباب لندخل سأقوم بتطني داجين من يدي ويقول لي بشوية قل لي بشوية في ودني قل لي لماذا أنت بالضبط؟ هذه بعضبية قليلة لكي نظره في خاطرنا ولم يسمعوني العمار لأنه لا يعرفون هالة العمار السمع له كثيرا قلت له لم أعرفت ماذا لدي أدام ماء سأني مستحيل أن أسامحه قل لي داجين أني لديك واحدة الفكرة قل لي بشوية هذه الفكرة قل لي سمع عمار لا يوجد شيء ساحير ونجمع عليه أنا وياك لا أستطيع أن أقوم به قل لي أنت رأك فاهمني أنا لا أستطيع أن أقوم به حتى سأنتظر معه ونتفاهم معه ونحاول أن نتأكد من ذلك قل لي سمع لك واحدة هدرة أنا عندما تدخلت معك عمار سأكفينا بجوش وإذا لم تدخلت معك سأسولني لك وأنت ستفتحنا من طبيعة الحال قل لي ما هو المعمول؟ قل لي جمّدني قل لي ما هو؟ قل لي كيف لا تسمع جمّدني قل لي لماذا سأجمدك؟ قل لي جمّدتني عمار سأشاهدني بجمّد ثم سأتقبل لأنا وكبقين أعداء قل لي من بعد ذلك قل لي سأتدخل معك عرش الزيتون وسأضعه تحترسه بالليل هو ناس وسأتعود تحضرني من جديد وذلك الساعة ما سأتفعله الباقي عليها أنا قل لي أنا متردد ولم أعرف ما سأقول لي ولم أعرف ما سأفعله قل لي سأجيب العرش الزيتون قل لي بلاتي سأختفي وفي المصدق اللحظة سأعود يبنى عود ثاني وذلك سأتفعل بعض العرش الزيتون واذا كيف تستطيع بالفعل؟ سأخذ زندك العرش الزيتون في حوائجي وسأجمّد دجين وقتقت الباب على عمار وسأخرج لي حمار أهلا المت أهلا نهار كبير هذا كيف تفكرتني؟ لماذا أجيب هذه المرات يجيب مصيبة عود ثاني معك لم أتحدث شيئا المتحدث عن جوجو وقال لي وقال لي أن نرى قارنك ووجه معك هذه المرات ماذا أجيب أن أقضى لك الزيتون وربطوا معك قلت له أهلا أقضى لك الزيتون قل لي أن هناك الزيتون قلت له أن أجمدتك قبل أن أجمدتك قل لي يا سيدي وأنت أعرف الأصول السعر أنت تلميدي وأنا اللي مقاررك على يدي قل لي دخل دخل مرحبا بك لقيتني هاريسة سليتها قلت له عمار قلت له عمار لا أريد أن تسليمها أريد شيئا وقلنا نعرف أتمنى أن أجمده مجمعين بحلالة كداية حتى سأضعني عيني قبل أن أجمده لم يكن أجمده حتى قبل أن أجمده لقد أجمدت عمار في نعاسه ونعاس حدايا كانت هذه هي الفرصة لدي حتى لو كانت شرقات الشمس لا يمكن أن أجمد الزيتون في الزيتون العرش ونزعوا مرايق وضغية ضغية أول ما أجمد الزيتون هي الأحدى لأقل أو أكثر رأس العمار ترسل بلصة ونزل تركب الجيتي الدم سيطلل بيج كاملة حتى يترشب نقطة الدم سيشكل بالهائة البشرية ليس في المسلوج كان فرحان ومتاسم وما قد فرحة وسيقول بلحرف طح عمار صحير السلطان وطح مع رأسه هيبة الصحار لم أفهمت ماذا كان يقصد تاجين ولكن ما أحسيت بها هي الفرحة هي الفرحة كان يشاهد جوتة العمار وعنقول مقطع باقي يسلم الدم أنا قلت عليه بالجهد قال لي لماذا ترتيها لماذا ترتيها رأسه قال لي لماذا ترتيبون هنا للعب أو ماذا قال لي لم أقلون كيف سنقتلون ونقضر بأحد حيث يدار المدة الثلاثة قال لي سكت لو كان لم يقتلنا كان هو الذي سيقتلنا أنا كتبت ساعة في صدمة وستخيلها صاحبك لا تستمعه وانت ترى رأسه مقطعه بصراحة أبقى فيها الكثير ولكن في نفس الوقت رأسه يقول لي هو أدم وكان مسكين يعني سهلا تسلق عليه قطعت التفكير في الموقع في داجين يقول لي نحيده من هنا وقلت له بلاتي تسنى يجب أن نرى أحد السيد لكي نرى في حنة قال لي لم يقتل هذا يجب أن نرى أحد السيد وماذا يكون هذا بالسلامة وقلت له أنه لا يوجد دخل في هذا سألني هنا سأسلع دم العمر وسأرى السيد وسأرى بعد ذلك قال لي يضحكوا مقدة فرحة لا تتطلش النار لم ينطر بالليل قال لي لا تنزع لي سأذهب إلى القرية والدار الذي كان وصلني العمار الخطرة والسيد الذي تلاقيه في الجامعة وقال أول ما وصلت تحت بابه سأخرج لديه واحد البنت الصغيرة قال لي كيف كان بابك؟ سأخرج لديه جدري وأنا سأخرج لديه حتى سأخرج لديه واحد الرجل لم يكن هو نفسه سأخذ لديك السيد قال لي لماذا تدوينتها بالضبط أنا الرجل الواحد الذي لا يوجد دار هذه قال لي صلى الله للنبي أنا متأكد أن هذه داره وروقها بي 2 ليلة فسطة دار هذه قال لي لم يكن أتأمن بالله ولكن أقسم لك أنني الرجل الواحد سأخذ دار هذه وإذا لم تيقتش سأخذ لي الرجل وقال لي دخل دخل تفضل وقلب على راحتك واتأكد نتيب رأسك قلت لي لا يصف يسمح لي وقلران إجاء العنوان الغالط ويوجد شيئا لا يصف قلب لك لن أعود أن نعود سأخذ لديك الرجل قال لي ما سأخذ الرجل وإذا لم يواصفته قلت لي الاشتراك لذلك قلت لي هذه الضارو وأصلا أنا أبتت هنا في الضارو أتجد لك الوقت التي تبقى هناك كان جزرك هنا وانا أتجده جميع صدفة وإذا لم يكن أحد قلت لي أنه دارو في نساكن ضروري نريد أن نرى قال لي لديك 1 دقيقة سأخذ لك السيد ويعود أن يخرج ويقول لي يا الله تبعني وأنا سأخذ وسأخذ المصلوجية سأخذ المكان وإذا ما يمكن أن تفع النظر سأخذ المستخدم وقلت لي وإذا ثاني سأخذ لي سأخذ لك سأخذ لم يكن وقلت لي السلم وقلت لي سأخذ غريبا قال لي سأخذ وقلت لي ولم أول أن تذهب من هذا المنظر وجدت مقبارة سأخذ لي إلى قبر قريب وقلت لي قبر سالم هو سأتعلم أن السلم لا يتكره قد أن هذا 10 سنوان وكن لكن كيف هذا الشيء؟ ما هو السيدة التي تلاقيته أنا في الجامعة المرة الفيتاء؟ الرجل الذي يبدأ يدوره و يضوخ عليها سنسهول الأساس كيف سعرف على السيدة ذات سلم هذا؟ وكيف لم تقبل عشر سنين هذه؟ عليك أمو لنا زعمة أكما يعطني شي تفسير لذلك الذي يوقع عليه قال لي قلس قلس و سنعود له قصة سلم كان الأساس نسم سالي و أجلب لي الله الذي سنذهب معه إذا نقلقب معه قال لي الأساس سنقول لك سلم كان واحد الرجل الذي مزيان كان شهد طريق الله و ملتزم كانوا ملقودة الصلاح و الاتزام بطريق الله في هذه القرية سنذهب و سنذهب و سنذهب حتى يأتي النهار الذي سيأتي فيه واحد الرجل الجديد للقرية لكي يستقر فيها زعمة سيأتي واحد الرجل للبيع و سيسكن فيها و كان الناس في القرية يرى واحد الرجل صالح و لديه كرمات من الله يعني كان عالج السحر و المس بالقرآن ولكن هذه هي واحدة القرية صغيرة يعني ما الذي سيأتي عنده أصلا يعني ناسها قلال و حتى واحد فيها أصلا ما كان يعاني من أعراض به أصلا ما كان يحتاجه يعني كان هناك شيء يدبان في داره و لا كان يدبان ولكن لم يطلقوا هذه الرجلة في هذه القرية ستبدأت كثبا على الناس في القرية شيء أمراض غريبة و مشاكين نفسية كيف لم يخصوها الأطيباء و لم يجدوا له حل لأنه رأي طبيب و تبع معه لا يجيب الله على يديه الشيفة شيء واحدين قالوا دعونا نستعنوا بعض الشيخة دمه الكرمات و لم يجدوا على يديه الشيفة في حلوك دايا و الذي لا يوجده بالفعل كان يتعافى و كان يتعالج حتى يتشهر في القرية و يقول له مقصد لكل الناس هذا ما لا يجيب سلم و أخوه حيث الشيخة دمه الكرمات على حد القول له أما علم الله و هو شيخ أو لا كان يخطفل الناس بالباطل و يتفاهموا معه و يتقعوا عليه حتى يحلع له من ذلك الشيخ لباب ديالداره و قال له ماذا كان يريده سلم سيغوت عليه و قال له ستخرج نتائه و تخرج به قدد من القرية خرج عطانه بتيساع و سيقول له ماذا كنتم بسلمة الذي سيتجريه على اليمنين قال لي سلم أنا و الفقية القرية و هذا ما الذي تترى فيه أرى ما يبغي على الله لعبده خرج على الناس القرية بالألعاب و لا نسمح لك أن تكمل في الفجر لأدية الناس هذا الشيخ يرد على سلم و سيقول حيدي عليها أنا و الناس القرية عارفين شغلنا و المصلحة لدينا لا تدخل أنت يا راسك في حوايج اللي يبعدين عليك و سيخبط الباب و جاء سلم و أخوه أخو سلم سيغضب و بدك يدقى بالجاد و لكن لا أريد شيء جيد أمورها سيرسل عليها قاعد الباب و سيدخلوا عليه و سيقوم بأخوه و سيقوم بأخوه والبيت الذي كان يخدم فيها و ضائرين بأوراق والطلاصم والحجابات من كل جهة هذا الشيء بلا ريحة البطار الخيبة الذي كانت تخنق و الذي كانت تقطع النفس يعني هذا 100% ساحر هذا لا شيخ و لا كرامة الله سيقوم بتعليم الساحر و سيقول لهم خرجوا عليها خرجوا عليها يسمعون لهم خرجوا على القرية و قطعين و قطعين و برسلهم نيف و فمه سيجمعون لهم ناس ذي القرية و سيقولون سلم للمساخ و سمعون لكم هذا رأي ساحر وهو اللي يتحدث لكم وهو اللي يمارك تقوموا لك ليس لديهم لديهم ناس ذي القرية سيتعصبه بالخصوص أنه يقدرونه سلم و أخوه سيكون لديهم وزن في القرية و كلهم كانوا يسمعوني وسيجرينوا عليه وسيضمون بكل من قرية و سيحرقون داره في الفترة الليل وهو أخي الناس يدليه في جهدها يعني يسدون ببنة ديورهم يمنعون ابنتهم أن يخرجون وخيرون ذلك الحالة الاختفاء بقعية بنت أو جوج بنت في السمانة بعد المرات العائلة التي تخطف منها البنت يسمعون الغوة بنتهم مراكمة ودخلوا عليها لا يلقوها حتى يبدأ شيء يخرج على السيطرة عندما يجب الناس في القرية سيتجمعوا بشي يلقوا شيء لهذه المشكلة سيتجمعوا في الدار سالمنيت وكل شخص يأتي رأيه هو الذي سيكون تقمنا بهذه الطريقة وهو دجال يعني يستخدم سحر الشياطين مع هذا الشياطين وعندما سيقترح أن سالم سنزل المدينة وسيرى شخص يفهم شيء ويعرف أن يتعلم مع بحالة الأمور قال له سالم صافي أنا موافق ولكن أخو سالم قال لي لا أنا الذي سنزل المدينة القرية والمسجد لا يحتاجون أن تأتي سالم قال لك المم سنزل أخو سالم من المدينة وراء تقريبا سيمنة وكذا قد يرجع رجع ولكن كان معه أحد الرجل الذي كان غريب وعندما لا يستخدمه كان لابسة عبائية طويلة وكهلة وكان مغتر أصبه أحد كثيرة وكهلة طويلة ويأتي كامل هم عمرين أخوات موتبالش فيها لم يكن نرى الأول لا أعرف كيف تعمل أخو سالم المم بمجرد وصوله أطلب من الناس القرية أن يجمعون قال لهم خو سالم صافي صافينا عرفنا ما هو الفعلة وهذا الرجل الذي جبت لكم معي هو الذي سيحل لكم مشكلة بدأوا الناس يسئلوا ما هو هذا ما هو هذا الذي يخطف لنا ابنتنا قال لهم ذلك الرجل الملعبية جسار جسار هو ملفعلة الناس ستسكت وبدأت تسوي البناتها وكتمت لماذا هو هذا الجسار هذا؟ انتظروا الرئيلينا ونحن سوف يرجعوا حق ابنتنا سوف يسئلوا أستاذ لماذا هو هذا الجسار هذا بسادمة؟ وعلى ما هو مستهدف القرية بالضبط؟ سيعود لهم ذلك ملعبية على جسار قال لهم هذا الجسار ليس إنسي هو شيطان وهو مثل لطاليكم ذلك الساحر الذي جريته عليها من القرية من قبل تمنى الناس بدأت تخافه ودخل على ابنتها ولكن أخو سلم قال لهم لا يوجد منه هذا السيدة درني تفاهمت معه وهو الذي سيهننا منه سيطلب منهم ذلك الرجل الملعبية وكل واحد منهم يأتي به قطعة من الملابسه قبل الصلاة المغرب للجامعة سوف يتمنى كل المشاكل دارها لكي يأتي المطلوب منه سيطلب هذه المجمع وسيبقى سلم أخوه وذلك الرجل الملعبية سيقول سلم الأخوه أعطني واحد دقيقة سلم الأخوه وذلك الرجل الملعبية وكيف أنت تعرفتها وقيتها قال لي أخوه بك أن تتفسر أحد الإمام المسجد على هذه القضية سيأتي لدي هذا الرجل وقال لي أن يكون لديه لم يصف بيش بيش معي سلم الأخوه وكيف أنت تتقف أحد لا تعرف عليه وقال لي قال لي أن تبتل بأنه لديه حل المشكلة قال لي سلم ما هو الإثبتة لك قال لي أعطني اسمية البنات التي اختفتها والأعمارهم وحتى الأوصف قصيرة طويلة أعمرة وكان الأوصف مطابقة الأسماء سيأتي لديه سلم مع الصبوكي غوت وهذا شيء الذي تجريه عليه لا تأخذه لنا الهناية والتيق فيه سيأتي لديك الرجل الملعبية لديه سلم أخوه قال لي ما كان لديه مشكلة لم يكن لديه لم يكن لديه سلم أن تنقشه سيأتي لديه سلم أن تحتقر وقال لي يكين مشكلة كيف أعرفت الأسماء والأوصف لديه بنات القرية التي اختفتها وانتها أصلا لم تكن معنا هنا ثم الرجل سيأتي لديه بكل برودة حيث أنا يا ساحر وكنت ستعني بالجين ثم سيأتي سلم أخوه ويقوله في نفس الوقت أنت يا ساحر؟ قال لي آه أنا يا ساحر وجسر ضربوا على حسابي وانتما تخلصوني بالفلوس لا تريدون الخيضة ما ديالي الله يعاونه ويعونكم لا تضيعوني لذلك الوقت ديالي سيأتي الرجل بحاله بحاله يريد أن يتحرك ويأتي سلم من يديه وقال لي يا شيخ لا تقلق سلم لا تقصبه سيأتي أخوه قال لي شيخ أشمن شيخ أجدر وما لا تسمع ماذا قال قال لي هو ساحر والساحر كافر ونجيس سيأتي الساحر سيأتي سلم جمع في مكشو ويأتي كثيرا سيأتي أخوه سيأتي السلم وقال لي لا سنسكت قال لي لا سنتعامل مع سحر ونعرفه ابناء القرية يختفي قال لي الساحر بكل برودة لا يريد أن يكون السلام عليكم سيأتي السلم سكت سكت أنت يقلقتي ونحن يرى محتاجينه قال لي سلم يخليه لا يريد أن نكفره بالله لكي ندوزه أزمة الله هو الحفظ سلم خرجت بعد الساحر وبدأ يحذر فيه ولم تضع على أخوه حيث أصلا كان دائر مع الناس قبل المغرب يتلقى في الجامعة لا يريد أن يخوه به ولكن الساحر رفض وسيأتي في حاله سوف يصل إلى المغرب والناس تجمعت في المسجد وكل شخص يأتي معه يطعم الملابس سيأتي السلم سوف يخليه بعدها ومن بعدها سوف يتفاهمه المهم سوف يصل إلى السلاة وسلم سوف يتعلمون برد الخطبة وسوف يشرح الناس وبلادك المشارع ساحر وسوف يحرم الاستعانة بالصحارة وسوف تقسمون الناس لجوجه أقسام الذي موافق سلم والذي لم يموافقه سوف يغوط واحد من بين الناس وسوف يقول سلم سلم أنت هي بنتك في دارك لا يوجد أن نحن هنا سوف يحرقون على ابنتنا سوف يضع لي سلم وسوف يقول له والله لو كان يمكن أن أعطي بنتي يسأل ابنتكم كاملي لا يمكن أن نفكره وليس فقط ثم سوف يقولون عن الناس ومن بعدها سوف يخرجون الناس من المسجد ورغبوا الوضع وليس لم يكن لديهم وليس فقط ومطردتك الساحر لأنه هو حل الوحيد في الموم الجمعة سوف يخوهم الناس وسوف يقوم بالفعل ويدخلون في مستعانة بالصحارة وعلى سوف يقرب عنهم بأدن العشاء وعلى سوف يتخلق عليهم من الأشخاص القرية وهو يغوط من الفرحة ويقول رجعت بنتي قد يدخل أحد آخر ويقول رجعت بنتي رجعت بنتي واحد مور الثالثة والرابعة والخمس يأتي مع الخبر الرجوع لبنته حتى يجمعون الناس لصلاة العشاء المم صلاة والصلاة وكل طريقه من بعد أن تحللت هذه المشكلة ولكن مجرد أن يصل سلم وخول دارهم يلقى أمهم ومرأة سلم يغوتوا ويندبوا لم يكن لكم مواقع قالوا سلم سلم ببنتك اختفت ثم سيطح سلم الأرض من الصدمة ويغوتوا ويقول أنه لا أصبحت سيقول أخو سلم لأمه سيرجع أخو سلم للمدينة المدينة التي تلقى في هذا السحر لم يرى تلك الليلة التي تلقى وبدأت يقلب على هذا السحر الذي يجري عليه سلم من القرية ومجرد أن لا يصل عنده ويجريه سيعود لي على كل شيء قال لي أن هذا السحر تجمع في سلم جسر رجع كل مدينة القرية وقعدها بنسلم بلاستهم وقالوا الناس آمين سيطح أخو سلم عند الرجلين للسحر وقال لي عافك عاون أخي ولكن السحر قال لي مستحيل أن نعاونه ومن بعد ذلك الإهانة التي تلقى فيها قال لي أخو سلم تطلب الذي يريد أن أقوم بك سأرجع أخو سلم السحر سيضوره في رأسه وقال لي أخو لديك شرط واحدة لا يريد أن نعاونك قال لي عينياً أعطيهم لك أقول سأرجع أخو سلم قال لي أريد أن تكون الخادم الأخير لا يوجد أحد فينا أنا أو أنت سلم قال لي أنا موافق سأرجع أخو سلم السحر سيقول لي يحتقب أن لا تنظم عند الرجلية سأرجع أخو سلم سيقول لي لي أكثر من الخير كاسيدي وقال لي لديك طلب آخر وأنا معك نقول الخادم لك دعني نرجع للقرية ندع أهل لديك للوضع الأخير ومن بعد ذلك نرجع نكون لديك الخادم الأخير قال لي أن هذا السحر لا يجب أن يكون لديك لديك نهارا واحد أرجع أخو سلم من القرية وبالفعل سيألقى بنت أخوه بعد ذلك بعد ذلك يبدأ أدعو من الوضع الأخير قال لي أن أردت أحد الخدمة المزينة في المدينة وفي مدينة مزينة سأخبر عليكم أحد المدينة هذا يجمع حواجه وقبل أن يخرج هذا يجب أن أخو سلم وقبل أن يخرج هذا سلم عناق سأرى أخيرا وبدأ يبكي قال لي لي لماذا كذبك؟ قال لي لي لا لا ينواله نرى ساعة الخير قبل أن يفوت العتباد للباب سيقول سلم الأخوة أخوة لا تقلق علينا أجل معرفة محتاجك وكما تبقى خووية لديك أساعدك وكذلك تحضر هنا قال لي جسر هو أصغر والد من أولاد القرن المتمرد مازع وهذا مازع من أكبر شيطان المتمردة لا تريد أن يكون كثيرا الذي سيحاول أن يحضره هذا مازع سيحاول أن يحضره بالفوضل ويجب أن يرى القرن وإذا قلبنا اسمه مازع وقلبنا الحروف ستعطينا اسمه أزام المهم بمجرد أن أزام سيصدقه لا هو أو لا عائله ومنذلك النهار هو متحرر وتتسلط على عباد الله ومن أمورها هذا مازع سيضم إلى واحد العشرة الشياطين اسمتها عشرة الكتبان ومن بعد وقت يضم اليوم سيضم بلاسوت الماء ويتزوج من زائم القبيلة ويولد من الناس بعدها الولاد أكثر واحد من الناس الذي كان أعزيز عليه هو جسر والده الصغير والذي كان خارج المو لأنه يخلط أصلا مازع يكون شأنه كبير ويولم زعماء وكبر القبيلة وكثر من هذا هذا جسر اسمته بالقبائل العشائر والجن والشياطين حيث كان معروف بالقوة والشجاعة الذي بنت في الحروب مع باقي القبائل الآخرى حيث كانوا انطحنين بنتهم القبائل للشياطين والجن لم يكن غير حروب وبقى جسر على هذا الحال والذي مازع المفضل أعتقد يدير جسر واحد الغلطة وهي أنه بغى واحد البنت من بنات الإنس وهذه واحد الحاجة محرمة ولكن الأسياد العشائر مسموح لهم أنه ما يعشقوا ويتأخذوا حاري من الإنس ولكن هذه العشائرات الكتبان بالضبط كانوا يرون حب الأسياد للإنس وهو شيء الذي تقلل من القيمة ومن المستوىهم القبائل علىها حرموا عشق الإنسيات على كل فرد من الأفراد القبيلة سوى فرد عادي أو لسيد من الأسياد سيمنع مازع والجسر أنه يبدو أن يرى الأسياد العشق ولكن جسر كان يزورها خبيه حتى سيعقق به مازع ثم سيتحكم عليه بالنفي للأبد وسيتسلب منه الحصانة ضد الصحارة الصغار لأنه يبدو أن تعلم السحر وهذا سيتحويل مزيد الأسياد إلى شيطان ضعيف وليس لديه القوة ومربوط والذي يأتي كيف يحضره ويسخره في الأخي حتى الوحد النهار والدري صغير باقي من الملحة العشرين كان يبدو أن تعلم السحر ويأخذ الطريقة حرفة حتى يلقى طريقة تحضر جسر سيحضره ويطلب منه أنه يغنية مال أخرى سيتشكل جسر قدامه ويقول لي الوحد يريد أن تغرقني بفلوسة دنيا قال لي أنه يجسر لماذا لا أعرف ما تحضره قال لي ما هو الغرض منك قال لي أنا كنت أسلط على الجسد أنا كنت أجنة العقول أنا كنت أسكن المنام والأحلام ويحدود في القدرات هذا سكتش تقدره ويقول لي لماذا لا تستطيع أن تضع الحويج لأخرين لماذا تستطيع القوة لك ويقول لي أنه يجسر على القصة قال لي كيف نستطيع أن نفكلك هذا الربط قال لي أنه يجب أن تضع القوة لأوليد حسنًا سيزيد الفطول ومعه لا أعرف قال لي كيف سنطيع أن نفكلك قال لي يجب أن تحضر الشيطان أنا تحضرهم الربط وتحضر معه الشيطان اخر الذي سيقاله وذلك السعر سيتفك قال لي يجسر لك السعر كل المال ستكون لديك ستحررني ويقلع ويقفل ستجد الطريقة من الشيطان لرب جسار والذي يقاتل شيطان ولكن حين يتساعد عليها وعندما انه حتى على ذلك سوف اضع نأنه شجر جسار وقال له أنه ليس لم يجد الكتاب إذن سوفي اصرفه قال جسار لديك الوائل قال لي أنا سوف يتلقى هاته سوف تركيه ليمن وثيرت من أحد المدين اسمه عدن ومن أمسوسيا العدن وسوف يتساعد لأحد الساحرة ومن أطلب أنه سوف يعطيك الى الكتاب وانه يتساعد على العدن سيقلب هذا الولد على كتاب القارن الكتاب القارن الذي يضع داجين حتى يلقاه ثم سيأتي إلى المدينة و سيضع جسر و سيعود لها كل شيء قال لي جسر سيضع داجين و ستسؤوله على بلس الكتاب الذي نقلبه عليه قال لي إذا كنت تدري عليه لا تسؤوله أنت يا برسك لكن أنت شيطان علوي قال لي يا أخبي يا أبنى دم و لا تفهم أنا يراني مربوطة لا يوجد قوة لها شيء أما رأي حرارت راسي براسي في حال هذه المهم الدري سيضع داجين و بمجرد لا تشكله داجين كان بغير يهجم عليه و يقتله لكن جسر سيغوط على داجين و قال لي بلاتي يحبس قال لي بلاتي القارن نجد لديك واحد العرض زوين حررني و الذي يريده قال لي داجين ما سيستبدأني يا شيطان مربوط و محدود القيوة قال لي يا جسر أنت عارفني و عارف ما كنت أنا و عندما تتحرط ما سيقوم بلاتي تكون بين يديك سيختب في داجين واحد المودة و سيعود يرجعه و معه واحد الكتاب سيقوم بلاتي الصغير و قال لي هذا الكتاب لتحضير الشيطان لربط جسر سيحضره و أول ما تحضره سيقوم بطلصم الربط و سيقوم بشكل غلط يصدق جميعا كاملين كان داجين شكف الولد الصغير لأنه مبتدئ في السحر بعد ذلك السحر في التحضير سيحضر الشيطان لربط جسر وهو يغوط به السريل سيخاف من ذلك المنظر و لم يقرأ طلصم الربط حتى نقسمه على جوش و بعد داجين سيستغل الفرصة حتى الشيطان هذا بقى مرض للبال لوجود داجين سيغضر به داجين و سيفصل الربط جسر و بعد جسر سيتحرر من الربط جسر و سيغوط به السوجة عالية لم يقرأ طلصم الربط جسر بعد داجين سيقول له جسر أنا لقد حررتك نطلب البال الذي يريدك سيشوف جسر في داجين و قال لي إذا لم يتليه مطريقي سيقسمك على جوج كما درات الشيطان هذا السحر الشب يا القرية الحقير حتى دوم الشياطين المكر والخضاء سيغضر به داجين داجين قال لي يا تلعتي لم يتليه دراتك و قبل أن يرد عليه جسر كان داجين يهجم عليه و لكن جسر كان قوام داجين بمراحل في المحل الباصر سيتقلب جسر على داجين و سيطيحه الأرض و سيزيره على نقوه و لكن لم يقتله قال لي هذه المرة سيتدوز لك سيحي تنتهيك سببه لتحرر و لكن إذا أردتك مرة أخرى القرية سيكون نهاية داجين جسر أول شيء يستطيع أن تحرره و هي قتلها السحراء و الناس الذين يحضره مقبل قتلهم في نهاره واحد و تزعليهم كاملهم في نهاره واحد و مخلال لهم طالف فرصة يعرفوا أنه تحرر و يعلموا أحد آخر و من بعدها جسر سيقطع الخبار له حتى يأتي واحد من كبار السحراء الذي كان لديه علم كبير و سيعرف كيف يحضر جسر و يسخرون في الخدماته و يستخدمونه في الخطف الذي بناتك و أصبح جسر في خدمات السحر و سلوية ماته و هذا السحر و هذا السحر الذي تردوه الناس من هذه القرية كان من السحر القلال الذي يعرف كيف يحضر جسر و يساق منهم بخطف بناتهم و من بعد يكملي الأساس على قصة يا خو سالم و قال لي أنه لا ترجع لكي يكون خدمة عن هذا السحر قال لي إذا ابنت هيا من الخدمي و كيف هي السمية التي أريد أن أعييتك بها؟ قال لي أن أعييت لي عمار اسمتي الحقيقية و الأن يبدأ عمار في خدمة هذا السحر و كانت طميلة مقابلات و الموعيد مع الكلام الذين يأتي من مختلف المدن و البلدان سيدوز عمار مع هذا السحر هذا سنوات لطوال حتى يتحول من مؤدن و إيمان مسجد إلى واحد شرط طريقة السحر و الشهو هذا و الإيمان له الله بدأ يضعف تدريجيا بدأت السحر يعلم عمار أسرار الحرفة حيث يريد أن يردو العلمه و لكن كان يعلمه في حدود لم يكن يعطيه كل علم لكي لا يفوق عليه عمار و يبقى ما يحتاجه و في النار يأتي رجل يبكي و يستنجد هذا السحر سيطلب الدخول من عمار قال لي عمار صبرا نطلب لك الإذن السحر الموم سيطلب السيدة عن السحر و بعد ذلك يعود له و كان عمار يسمع له و أدنه قال لي تزوج مؤخرا بأحد بأبنة صغيرة مني و من هنا تزوجنا و أنا يعيش في الأحلام الخيبة و العدب لدرجة تحرمت حاجة أسمية الناس يأتي بشكل غريب على شكل طخان في المنام و يقول له بعد مراسك و طلقها و إذا لم ترتيش تشترى أنه سيطلق لك و هذا الحلم يتعود دائما لا يريد أن يفرقني قال لي السحر ما لديك فلوس أو لا لديك فلوس قال لي هذا الرجل أنا يا تجزير معروف الذي أريد أن أعطيه لك أطلب قال لي السحر سأعطني للمبلغ الفلاني بالفعل سأجيب له الفلوس الذي يطلبه منه و سيطلبه لديك و يحذر أعفك لا أفكني من هذا الشيء الذي أنا فيه قال لي صافي محلول أكون هاني سيطلب السحر من عمار أن يخرج هذا التجزير على بره سيخرجه و في طريق عمار لرجعه عند السحر سيجد دخل البيت والبيت الذي يفعل فيه الأعمال عمار سيأخذ وراء الباب ذلك البيت و سأتنصص عليه لأن عمار كان يكيح في الطلاصم لأن هذا السحر هذا لا يريد شيء على ماله لذلك يبقى عمار دائما تحتاجه ومحتاجه عمار سأتنصص عليه حتى سيسمع هذا الطلصم الذي سيقول السحر صافي جسر دائما تتاجر و زي قصد لأختي المسؤول الكبير في المدينة و هنا سيترجمها عمار في رأسه يعني هذا السحر هذا أولا يصل الى الشيطان على الناس لكي يمرضوهم و يأتيوا عنده طالبين رغبين لمساعدة لهم وهو أصلا ملفعلة و يمسيفتهم المهم سيأتنص عليه حتى سيأتي واحد الناس بينهم أنه ليس ناس المهمين سأتنص عليه عمار السحر فيه قال لهم بالله السحر مشغول ذلك وهو في الخلوة و لم يستطعه سيطفعه عمار و لم تسوقه لماذا؟ و سيأتنص عليه السحر قال لأختي المسؤول الكبير من شيطان سيأتنص عليه في أحلامها و قلب حياتها الجحيم نجربنا كل شيء أطيباء نفسيين و ذلك و لكن يقولوا حتى سيأتنص عليك قال لهم سيأتنص عليها قال لهم بصحة دواركين عندي ولكن يجب أن نتلقى بالمسؤول و بها شخصيا لأن يجب أن نسؤولهم أسئلة لكي نشخص حالها قال لهم واحد فيهم صافي دعنا نتطورهم مع المسؤول بعدها و بعد ذلك سأتنص عليك و مع الخروج لهم قال السحر العمار سيأتنص عليك و ستده وراءك الباب دعني أعطي أن تكون أحدا عمار سيأتنص عليك و خروجه و ستخزنه وراء الباب و بعد ذلك سأتنص عليك و سيأتنص عليك و السحر سيقرر أنه نفسه التلصم الذي كان في الدربة جسر لمرة الفيتاء و سأتنص علي السحر يقول جسر قلب حياتهم العادة أريد المسؤول يأتي بها طلب رغب و سأتنص عليك السحر سيأتنص عليك و ستنص عليك و سأتنص علينا و سأتنص علي أمار يصل السعر وقال لي الله الله هو الوحيد الذي قدره على الجهة المسؤول عني سيضمعوذك اللحظة قال لي عمار عمار ظنك سيخيب يلسى انتبالله عندك تغلط وضع الغلطة التي قدرت أنيه تلجأ ثلاثة ساحر هذا وهو أصلا يمسل الجسر على ابنة القرية وعلى أختك المهم سيرجع عمار للطر للك الساحر والقابلة أصلا بقية مهمة التي يخرج فيها سيدخل عمار لبيتك الساحر وسيقصف المقامه وبدأ يقرد الطلصم الذي يحفظه لكي تنسي على الساحر من أورا الباب الطلصم هو التحضير الجسر و أول ما يحدث الجسر قال لي أنك تتقل في حياة الساحر الجهنم أنت قم منه و عندما تتالي منه سيقطع رأسه وسيجيبها لك وهذا سيكون الثمن الحرية للك المهم سيقصد عمار سيقصد شوية لكي يرتاح سيقصد عينيه حتى سيحلوم على واحد المنظر سيحلوم وسيقصد رأس الساحر محتوى تحته وعينه مفتوحة والدبان مجموعة لها رأس حلها في أمها والسنان كامله مهارسي يعني يجسر هشم الجمجمة و بعد قطع رأسه نضع عمار مفرشه وهزدك الجمجمة و سيقصد عيد ولكن عمار مبعد هذا شيء لم يرسل داره سيقصد على واحد الساحر جبلي قريب من القرية و سيقصد كل كتب الساحر مع أهل تماماية و سيستقرر تماماية و لحد دبار تلقى باقي تماماية و حتى دم ناس دي القرية لا تحملوا حتى تأخذ طريق الساحر والشوادة و سيقصد عمار مفتوحة من مياه على السفحة الجبال ماذا ستطلع سلم أخوه عمار أو ماذا؟ قلت أني لساس المقبرة لم تقصد لي أن أخذ سلم و لم تقصد موشة الله و لم تقصد موشة له فيها شيء غريب قلت لي ماذا؟ سلم بعد أن أعود ابنته له أرجع للحياة الطبيعية ولكن عمار تطلع اليوم و لم أعود هذا سيماعنا شهر شهرين عام حتى هذا استعمال كامل على اختفاء عمار سلم قرر أن يقلب على أخوه عمار و لم يكن أعرف أين سيقلب بالضبط ولكن فكر أن عمار سيكون يعمل في مسجد حيث الصوص عمار كان يزوين في الآدن والتلاوة نزل عمار يقلب الجوامع واحد و لكنه لو لم تقصد أثار عمار لم تقصد سيمانا يقلب الجوامع والأسواق 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 ولكن بلا فايدة سيقول أخوه عمار لا يمكن أن يكون في هذه المدينة أعلم الله ماذا يوقع لي و أين سيكون وصل وهو في طريقه الارجع للقرية وهو تلقى مع عمار تلقى معه في واحد من الأسواق المدينة ولكن عمار قرر أن تصرف في الغريب سينكر أنه يعرف سلم الأساس قال لي كون تاي شبيني وبين كأني أصلا لا أعرفك سيدفعه و سيدفعه و سيدفعه سلم تابع أخوه عمار لن يرى أين سيكون حتى يرى دخول داخل الساحر الذي يعمل سلم يسوي الناس الذي يسمى هادي دارمن هادي دارمن قال لي بله هنا يسكن الشيخ رجل عنده كرامات و يعالج الناس بقرآن وهو كان أصلا غساحر لا شيخ ولا ولو سيقول سلم الحمد لله فجل القضية بحلو كدية ليس مشكل ولكن وخائك ذك بقى يملقى السؤال على الجواب له لماذا عمار هرب مني بحلو كدية على قرار يزيد طول في المدينة هذه حتى يعرف على شخون كره بحلو كدية ولكن الغدلة لهذا اليوم سلم سيديه للسبيطار من ذلك الدار الذي يقرأ فيها لكي يدوز في هذه الليلة وعلى شخص القول من المدينة الكارين الذي يقرأ سلم في هذه الليلة كان هناك شخص يدق على سلم وضعه أحد يوجد كلمات قدم داره وعلى شخص ذلك الرجل و سلم يدوز في هذه الحالة يبقى أخي يغوطه وبرسه بحلو بيل و سيأصل مدينة بالسلوطات لكي يأخذه سيأخذه السبيطار ويبقى فيها مدة سيأخذه بالغضر ويأخذه ولو يأخذه من فترة إلى فترة حتى سيأخذ ماء في السبيطار قبل عشر سنين هذه وبالنسبة لماذا عمار تستطيع تصرفه مع أخه سلم حتى هذا الساحر الذي كان يعمل معه عمار قال لي أن يقرأ أخي يقتله و أحد هنا قال لي العساس المقبرة صفية الشيليكين هذا الشيليكين يقرأ أخذ لك سأتطريق رجوعه على دار عمار و بيني و بينكم أحسنت بأنني تسرعت وضلمت عمار سأتحدث عني ودفعني لكي نكون سبب وشركه في القتل عمار الرجل الذي يفتح ليه في دار المدة 3 سنين الناس القرية لا يعرفون بأنه عمار لي حيث كيف لم يقرأ أخذ لكم عمار يعيش في عزلة للناس و أصلا كيف لم يقرأ أخذ المقبرة حتى واحد من الناس القرية لا يحمل عمار بعد أن يقرأ أخذ طريق السحر و الشعودة ولكن لماذا يقرأ أخذ عمار بهذه الطريقة؟ ماذا هو الهدف من استغلاله في القتل عمار؟ صراحة لا أريد أن نعرف قبل أن نصل إلى الطارق عمار بأخذ سأخرج ليه عمار قال لي أن أعطلت له شيء كامل أنا لم يقرأ أخذ عليه و أكملت طريقي سأخرج كل طريقي و أينية كانت تمشى وهو يقرأ معي بعصاب يوك و يقول لي أن ترجع لداره دعنا نحيده من هنا لا توقع شيئا أنا لم يقرأ أخذ عليه حتى سأصل إلى الباب لدار عمار سأضر إلى الطارق عمار سأقول له لا أعرف لماذا قتلته ولكن الذي أعرفه متأكد منه بلا ما يقرأ أخذ الشيطان على أمي ولكن على أي حال ضحكت عليه أنت من يقرأ نهار الذي سأترجع له هيا عندك سأتحدث عنه من الهضرة الخوية إكرام الميت سأدخل الضار سأتحدث عن الضار و أقف قدام الباب و قطع الحس سأتحدث عن الدمائيات و أزيت الجودة العمار و رأسه و أدفنتهم أدفنتهم حتى أحد جزارة كبيرة و كانت قريبة من داره و كانت هي البلاصة المفضلة و كانت كيف بطل يقلس فيها و يتضلل بطل سأترجع عند الضار و قلت له أن أريد أن أرجعني لداري سأترجع لي بشكل صغير لكي يتقلق و قلت له أن أرجع أحد و قلت له أن أترجع و قلت له أن أترجع و قلت له أن أترجعني و قلت له أن أرجعني يا شيطان و الأول مرة سأسمع ما سأقولها أمر كسيدي و في المحل الباصر وجدت راسي في دارنا سأدخل لبيتي و سأعصب الكثير ساعة طوال يمكن أن تبغي أن تنسى ذلك و أنهرب من الواقع في الناس و قلت له أن تقلق الظهور لديه لدرجة أن تنسى أصلاً و أشكين حتى لو أنهرب قبل الصلاة المغرب سأتشكله أقول له أنه سأخذك إلى يوم يدرون فيك لا أستطيع أن أترجع و قلت له أن أجلب أخبار في وجهك و ما تقصد قلت له قبيلة يعريم لأباطحة تقرى و يريد أن يدم القارين الذي قتله و هذه الليلة سأأخذ بالقارين و إذا قتله القارين سيتموش معه قال له يا عمار هذا العلم لديه بب واحد الذي يدخلونه حتى نكون في سالة سبعة و يحاولون لأباطحة قرية علم في المكتبة العمار قبيلة من الشياطين العلوين يجري في العرق حروب و الصراعات مع شائر الجين والشياطين الأخرى حياتهم كلها حروب وصراعات و لا مجال مفهامة معهم تقصده سيأخذ رأسك سيأخذها المشكلة هي من قتل القارين لم يكن يفرض عادي في القبيلة لم يكن سيد من السادة القبيلة قلت له جينو لم أعلمتني ماذا الغرض لك فيها سوف يضحكوا قلت له قلت له قلت له قلت له ماذا هو الحل؟ كيف نستطيع أن نسلك منه مسالم؟ قلت له الحل الوحيد يجب أن ترى قبيلة جينو معادية لهم ونطلبوا الحماية لها قلت له لا أقل شيئا قلت له قلت له عندما تبدأ علي عوشاني لديك من هنا المغرب أمورها والقارين سوف يتودعون أنا سوف أرى أنا بصراحة بدراسيك بالخصوص قلت له جينو لكي أنت هو الوحيد وليس أن يتاقموا يضربوا العائلة كاملة يعني أمامك أخوك ويستطيع أن يدخلوا الأقارب وكل من عنده علاقة بك يعني أنت أنا يمدخلني في الموضوع لم أكن أعلم أن هذا الهضراطي في الصحب أو أعلم أنه شيئا هذا الخبيج ولكن أنا لم أستطيع أن أغمر بعائلتي ونستطيع أن أرى ما سوف يقوم المغرب حيث أنا أعرف عليهم بلا الإنتقام والقبالية تجري في العلق القبائل حيث أرى ما هو الحلدابة قلت له أول شيئا سأرى إلى الدار عمار ومن بعد سأرى ما سأرى حيث الشياطين لم يمكنك تقرب من الدار العمار وفي لحظة واحدة لقيت تلصيق الدار العمار وأول ما خلت الدار داجين بقبرة قلت له لا أريد أن يدخلها الرجل الذي تخاف منه لم يقتلته أضع داجين ومرتشالية وضع الزرس والاسم ونتظره ويشاهدها أنا أخرجت أن أرى داجين ونستطيع أن أرى داجين ونستطيع أن أرى داجين قلت له كيف تعرفت أن أمر إنسان الذي يخيب لا أرى ما يفتح معي فتح ببابه المدة 3 سنين ولم يقوم بعمل معي وعاوني في مكان يحتاجه قلت له أنا أعرف الأمر لا أعرف ما يفتح المامة سأقل على دراجين وقلت له ما سنقوم به في المصيبة الأباطحة قلت له إذا أردت عشرات الأباطحة والعشرات القوية وليس لم يكن القبيلة التي تستطيع أن تقفلها لو تحمينا من غير عشرات الكتبان قلت له قلت له لم يكن قلت له كيف أن القبيلة قوية تدخل في الصراع مع الأباطحة على أن تكون إنسان بأنا قلت له سمع أن أقول لك سأتوافق وخرج لك السوق أنا سأتفهم وسأتتكلف بكل شيء لدي خطة موجدالات كاملة قلت له شرح لي هذه الخطة قلت له ماذا؟ قلت له بصراحة لا ماذا؟ سأتضحك داجين وسأتضم بلاستو وفي المحل الباصر سأختفى قلت له قصة الأمر المنظر جميلة هنا وأنا محبوسة هنا وأمريست متعزبها بسبب تاجين وأرى كيف تقلبت لأي أدابة الشيطان الذي أريد أن يقتلني أو أين يجري وتقاتل لكي نقل الحياة من الأباطحة يعني أبدأ تصدم التفكير نعاس جاني سأتدخل دار عمار وسأتدخل في فراش سأرى فراش ما يبقى من الدم وسأرى العرش الزيسون يضعه كان يضعه كرم ونشف صراحة الزيسون كان يدخل وستخدمت سبب ولكن قليلا فراش هذا مجرد ساحر لا أصدر أن أحزن عليه وليس كدائي في حرب مع راسي نحاول أن أقنعه حتى أن أسلوه من عيني ونقف كدائي أن الأمر سيأتي وعندما تنبخي وكانت توجد في الدين وكنت تترجم عن الكريات وهذه هي أول مرة ندخل المكتبة بخاطرية لدي كاملة الحرية أن أقرأ لأي أريد وأن أردت أخرى أن يمتز هنا ثلاثين في هذا المكتاب وكل كتاب ضروري يستعليه ولو مرة واحدة ولكن هذا الكتاب لم أشاهده لقد أردت رأسي إرادياً سوف ننزل هذا الكتاب وسوف نقص فوق الكرسي لكي نقرأه ولكن بدأت أن أظهره في رأسي لماذا أفعل ذلك؟ بقيت أن أرى هذا الكتاب في مدة الوقت أريد أن أفتحه و أقول له لن أفتحه لن أفتحه كان أحد الكتاب بغلاف حمر و كبير كثير و كيف ضرق الكتب الذي ينفع في هذه المكتبة؟ لا عنوان أو دار نشر أو شيئاً هذا الكتاب كان كبير كثيراً على كل الكتب في المكتبة و أشاهدني أكثر ولكن دورتها في رأسي و فكرت مزيان إذا لم تحليت هذا الكتاب و قرأته لغير شيئاً مني سوف نخسر رأسي و أخرتي حيث بحجة أن أعطيت رأسي تلت سنين كامل و أين قرأت الكتب في المكتبة كانت عندي شيئاً لأنني القسم يا شيطاني أما أنه ينظر كتاب 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 سحر و أين تعرف كتاب سحر و كيف سأعطي الله لكي سأسئلني ثم سأقول أن أعيد بهم من الشيطان الرجيم و سأعطي الله و سأعطي الكرسي و سأعطي الله لكي سأتعمر لكي و هذه المرة لم أطول الكثيراً و سأتغمطهم حتى قليلاً نسمع صوتهم حتى قليلاً مع ذلك ينفق بكتاب يحرقني بحالك كتاب كتاب قل لكي أن تفهمت لك معهم و هم رقب لهم يحميونه مع أنيك تبقي مروون بالنعاس و قلت له كون هذا قل لكي أن تبعنا صاحب يفق معي و قلت له ما يفقه بالضبط و قل لكي أن الحماية لك أنت من الأباطحة و سأتغل لكي أنت من الأعيني و قلت له كيف سأعطيهم و قل لي ليس عمل كتابه و لا يوجد كتابه أهم شيء أدابة حراس لكي أنه معي أدابة و قلت له حراس لكي أدابة و قلت له كيف كانت أبي أحدك سأتغل لهم و سأقول لهم أبعدوا لكي يراكم سأكون قد أحد أسحابي و بعد أن تفرقت سأبعدوا من وسطها ثلاثة و أجل درجال أمرة واحدة لم يكن أجب حنا ولكن كانوا يجبون لهم شيء أبدا الأشكال كانت كبيرة و ضخمة و الوجوه كانت غضبانة المعلمة عن وجههم بناد مصخط قلت له كيف كان هذا؟ قال لي أنه قلت له الحراس هذا هو الذي سوف يفره لك الحماية من الأباطحة قلت له ماذا سأعطيهم أنايا بالمقابل؟ أحد من ثلاثة سأرى داجين سأقول له أصابي ماذا صحب هذا؟ لا أعرف الاتفاق أو ماذا؟ داجين سأبدأ الارتباك على وجهه؟ قلت له لا 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 من طبيعة الحلرة هو أعرف هذا أعرف ماذا سبق يده يأخذك الشيء؟ قلت له إذا لم تخرجوا أحد شيء دعني نهضر أنوية قلت له قلت له من كاريسة قلت له قلت له اسمع لي نقول لك أنا سأعتمد للبعض ولكن هناك شيء و لا لا يوجد الخيار أخر لا أقضر أو لا تفهم عن أجل عباطعة قلت له قناة ماذا سأتلك قلت له عمار قال لي أنو سأقوم بأنك عمار كان قوي بحالة كدية و أليس لأنا ثلاث سنين و قلت لك قم داره و قم الإعتباط عليه و أنا قتلته أنا قطعته لم تقتلين، ليس أنا الذي قتلته لا تتشركني معك في القتل العمار قال لي اي 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 انا الذي قتلته دعني نكمل لك لماذا لم تتمزروبه و تفرع عليك رأسك لكي نحيده من هنا بزدربة قال لي عمار حيث لم يكن ساحر كأي ساحر كتعرفه هو كان تحت الحماية يعني محمي من العالم السوفلي على الشياطين لم تكن قدر عليه وكنت تجنبه قالوا كيف جاءت هذه الحماية؟ من يجبه هو قال لي من بعد رجع عمار من ذلك المدينة التي نعمل فيه عن ذلك الساحر الساحر الذي كان يعمل جسر في الأعمال جاء هذا الجبل و جمعه كل كتب ذلك الساحر وبدأ يقرأ في ذلك الكتب حتى يضح على واحد الكتاب من نسخة واحدة في هذا العالم ومكتب بالخط الكتب الذي نادر و قديره هذا الكتب يجعله يقرأه أنه يحضر ويربط أسيات الشياطين طلاصم الربط وطلاصم التسخير وهذه العمليات صعبة كثيرة وتستطيع أن تسالبها بالموت المحقق ولكن عمار ينجح حيث الطلاصم المتقدمة كثيرة سيضح عمار على صفحة في هذا الكتب هذه الصفحة كانت فيها طريقة لتحضير شيطان من زعماء عاشرة الذي خيبه كثيرا وتأقوى الصحراء يجنبون أنه يحضر فرد من العاشرة فما أدرك أنه يحضره في رأسه كان اسمه شاند زعيم قبيلة الصواريم هو الأول من الناس له وهو الذي أسس القبيلة وحتى حد ما خلفه من الحكم من نهار التولى هو الحكم القبيلة حيث شاند من الشياطين المؤمرة يعني في حال إبليس لديه القدرة أنه يعيش حتى تفنى الدنيا وعنده الكثير من الأولاد حسب حتى تعيه المهم أن عمار قرأت طلصم لتحضيره حتى يحضر تحضيره شاند مربوط ومسلسل من هذا الشاند يغوط ويزمجر ويقعد عمار أنه سيقتل ويهدبه ويقتل عائلته كاملة سيخاف عمار من هذا المنظر حتى تعيه هو ما يحضر ولكن لكي يحضر شيئا في قوة هذا ما يوصل لها أعرف عمار بأنه يحضر رأسه الصداع ويقوم بأحد الغلطة الكثير هذه الشيطرة كبيرة من دورة طلصم متقدمة خاف لا يحرر هذا الشيطان هذا ويصرف بطلصم الصرف ويقوم بحالة كدية وحرره وصرفه ويسامحه شاند على هذه الإهانة التي يقوم بها ليلة بدأ عمار يقرب ويقرأ في الكتاب وخيف مخلوع ويقوم بإمكانه يحضر شيطان البلاستون شيطان الذي لا يريد أن يسكس من القوات والزمجرة والتهديد حتى الآن عمار على واحدة سطر في واحدة صفحة من هذا الكتاب مكتوف فيها بالحرف من طرق باب جاند وقدم لها رأس شاند سيبقى لنا سيفاً وسنبقى له غمداً عمار لم يفهمه من هذا السطر هذا يقوم بعمل شيء بيت شعري ولكن هذه هي البلاصة الوحيدة التي تكون فيها اسمية شاند مرة أخرى قدم لها رأس شاند على أسف يقرر أنه يقرأ هذا الطلصم الذي يتبع هذا السطر والليل يهاليها يتكفز أكثر أو أكثر يتحلل المشكلة من بعد أن قرأت الطلصم هذا هذا يقوم بعمل شيطان آخر ضخم الجدد ومعه شيطان على هيئة أدمية ولكن كان تزوينا بزافة تزوينا إلى واحدة درجة التي لا تصور و أول ما شاند رأيتهم سيأتي الجنون زاد في قواته و الزمجرة قال العمار لا سنذهن هنا سنفصله على جسدك سنعدبه عائلتك و سنقتلها و سنعرف أن الموت سنصل لطوم عليك من الموت و قبل أن يزيدك من شاند هذا الشيطان و سوف يفصل لطلص شاند و هو مربوطه مسلسي و لو كان مربوطا محلسة و لو كان مربوطا بالتنصر و لو كان لم يستطيع أن يزيد الشيطان هذا الأخر عليه يعني عمار هو و هو الذي كان يسبب في الموت شاند سينتشير الشيطان و سيبينه و سأطمئ المشموعة و لا يشبهوا الرجال و سيجدون من العدم و سيزيلون الشيطان و سيقوموا به و سيجعلون المقطوعات و سيقوموا بالموت هذا الشيطان وقال لي من هنا القدام والآخر نهار في حياتك سوف يكون لديك الغمد سوف يضع على الظهر الذي كانت فائقة الجمال سوف يتفعل عمر وقال لي وصدقها صافرة وكانت هذه هي جاند بنت مازي زعيم قبيلة الكتبان واختجاز صعر حتى الصراع بين هجوجة عشائر الشيطان كان قديم وقديم كثيرا وما قدرت حتى شيء قبيلة تغير بالاخرى حتى سوف تدخل عمر وبالغلط منه بدون أي قصد القرص وفضل المصيبة سوف تغير بالاخرى وماذا أنت يهبينه أم لا يفهمني؟ وماذا يهربون من الأباطحة لتدخلنا في قبيلة الكتبان وهم يحمي عمر وانت قتلت عمر المصيبة قال لي ما عليك من هذا الشيء ولماذا أنا أصلا طلبت منك تضع عرش الزيتون هذا العرش يمكنه بينه وبينه من الحجاب وعمل حراسه وعطني فرصة لأنني نقتله وفيما تسويني كيف يمكنني عرش الزيتون انت لا تستفهم هذا الشيء وهم لا يعرفين ماذا قتل عمر ونضع شيئا أخرى عمر أصلا كان ميت ميت السيد صافي رأي كبير في العمر والأيام كانت معدودة وخذته موارد الذي يكون صغير له ونضع شيئا أخرى الشياطين لا تنتقم للإنس وننتقم للشياطين بحالها يعني المهمة لهم أن تسليف الحماية للعمار صافي لا سيشبعون من قتله بالتأر وقلت له أجل كيف يمكنني أن يأتي معك الهناية قال لي عمر لا تزوج بجند أو هو المدوين القبيلة وكل مدوين ضروري لا يجب أن يكون لديه وريج الذي سيكون المهمه من بعد أن يموت ويكون معه حماية العشيرة قلت له أنت دخلني في شيء مدوين أو أن شيء يزمر قال لي قناعتهم أن عمر اخترت كل وريجه قال لي لماذا هم أغبياء لهذه الدرجة سيكون لديهم شيئا يطيقها قال لي سهل بك تعقد الأمور صاحبه هذه الدرجة شاهدت الحرة الثلاثة العمر أنك دوزتي عنده ثلاث سنين من تابعها دوزتي وانتها لا تكفي عنده في الدار وهذه الموت كافية لكي تقول لي أنت هو الوريج قلت له أنت يا شيطان وماذا ليس شيطان لا سهل ولكن انا ركت هنا كنت أقلب على اسميه كنت أضحك الدرجين وقال لي وصع فيه لا يكون حمارا هذه الدرجة عمر لو كنت أريد أن يقتلني لو كنت أقتلني من نهار الذي جئت عنده ولكن أنت جئت يبرج لك حتى الباب داره شاب صغير ويا الله في البداية عمره على قرر أنك ستكون الوريجه تحيل عليك أن تقلب على اسميه في المكتبة لكي تقرأ على الكتب لي في المكتبة ولكنني أتأكد أن كثافي رأيته مستعد تولي الوريج وشدتي وتتربتي الحرفة قلت لك قرأت هذا الكتاب الذي كانت مذكرة فيه اسميه هو الذي قلت لك قرأت هذا الكتاب الذي كانت مذكرة فيه تسلطه من سوادين ضحي قثاري وانتك يحسبك لقيت اسميه بالصدفة قلت لك عمر ليس إنسان يمزيان أنا لم يبدأت أن أفكر كيف تشملت هذه المدة من ثلاثين حياتي ضيعتها هنا قلت لك قلت لك نسيت شيئا أخرى قلت لك قلت لك أنه سبقى شيئا أخرى قلت لك أخبرك بأخبار بحل وجهك قلت لك أن يضحك وضعي الديالكت فيه لا لا هذا سيأتعجب كان متأكد أكون يعني الوريس المدوين كيورت تحت المرأة له وعنده دراسك لتدخل ديالك كل يوم بالليل وبدأ يضحك ويستازع بي هذا يختفي من قدامي داجين وأنه يقصد في كرفت المصيبات لدخلت فيها عراسي وقلت لتحكي عن مدة ثلاثين كاملة وهو السلوش المشكلتي كان لديه في جيبه سيضح ساعة أكدك حتى تقريبا مصل إلى الوقت الغرب ويرجع لي أداجي قلت لك ماذا العراس والاستراس قلت لك قلت لك قلت لك ماذا يريدون لك مثلا الأباطحة مخبر بلنتي هنا ومخططين أنه القارن سيتموت اليوم أمور المغرب لا يوجد النقاش وانا وياكرا لا نستطيع أن نقف في وجههم سيصحقونه قلت لك أنه قلت لك ولكنها قلت لك وقلت لك وقلت لك قلت لك لو كانت في فتن موقفة سيقول لي أن تصرف وقوم أي شيء سيقوم بإنقذنا وسيقوم بالدور وسيقوم بالدور وزيد على ما أخرى لكي أرى أن أدخل معك في الموضوع وطالبين رأسي معك وانا لا أريد أن نبيع هذه السهولة قلت لك قلت لك وقلت لك قال لي أنهم يحميون المدون والأملاك وانا قلت لهم حتى تكون مع جنات عملي كعبد عندك تدر معي ما قد أو شيء بحلق كدائي بشيء ما يقعوش بالتمثيلية قلت لك قلت لك أن كن هاني من هنا القدمت هي العبد سأرجعك العبد الموضع بعدها سأسهل وقلت لك أنا لا أمريد زوجت في العالم كيف سأدخل على شيطانا بحلق كدائي قلت لك أن كن هاني بحل ديالكم بحل ديالنا بالعكس ديالنا حسن ديالكم مع مرومين كدوه عليك قلت له أن يفهمني أنني لم أريد زوجت في العالم من قبل قلت له أن يكون هاني سأتيك على هيئة بشر لا ستحسس بالفرق سوف يكون هناك كدبات و لا تفكر بها و التعامل معها عادي كأنك تتعامل مع إنسانا المهم سوف يصل للليل و لا أعرف ما هو الإحساس بالخوف عادي أو ليلة و لا أخير من الزوج برأسه أو أنني سأدخل على شيطانا حتى كان مع صوت يقول خرج يا مدون خرجت و وجدت ثلاثة حراس و معهم دجين الرابع و أحد شيطان أخر كان ضخم جدا كبيرا تشعر أن تشعر صيدهم كانت تقريباً من الضخمة في أشياء ربعاً من الأعين كان هناك مخطوطة أحلها و بدأك يشعر عليها الطريق بدك يقرأ المخطوط عليها و سيقول بلحرف نحن عشيرة الكوتبان نقدم لك الأميرة جاندة رفيقة لازمك حتى ماماتك و ستكون تحت حماية العشيرة كما أمر سيدها مازيع و ستحسب على أي تقصير أو خيانة توجه القبيلة قبل أن يكمل القرية و الهدرة و قد عصود المرأة خرجت المرأة و قد وقفت حدية قلت لها صافي يا جسر و خلعتني الولد لم أعرفت بلادك الذي كان يقرأ من هذه المخطوطة هو جسر جسر و ذمازع و هذه الوقفة قدامي دابا هي جاندة و هي التي تقول لها مرأتي قلت لها جسر و لكن هذه الأوامر الولد لها مازع و ضروري أن تقرأ قدام المدون جديد كيف لم تتفق عليه من القادم خصوص يسمعه مني بودانه هي ستقرر بني و ستحت صبعها و روداني و ستتلعب بهم بحلوك داية و قلت لهم صافي أنتم لا سنصرفوا سأكمل له الباقي ستتصار الحراس الذي معه أنه يمشي و ستتبعه موامور لاحظات بقى هنا بثلاثة أنا و داجين و جاند و هي بقى تلعب بصبعها فراسي سيقول لي داجين تريد مني شيئا سيديا قبل أن نذهب جاند ستتطور لعنده و ستتطرب لوجه ستتطرب لوجه بالجاد أجمعت معها بالجاد قلت لأخر مرة قطعنا العبد الحقير ستطرب حلوك من هنا سترى جاندك تشاهده إذا لم يتشده ستطرب لك ستطرب لك في الطائحة أو مصيبة أول شيء ردت فيها قلت لك ستطرب حلوك ستطرب حلوك و غضبان و عيني يفكس في الجاند و تخزز فيها حتى تقول لهم حلوك فيها رجعت لعب لي في شعري و قلت لأي ما ستبقى هنا بره شدتني من يدي و ستدخلني كانت عارفة كلها قنت مبضر الخيب رأى أجمعت جانده أحد الكتاب من فوق الطبلة و بدأت تصفحه قلت لأي و هي تشاهده في الكتاب كنت أشعر كثيرا بشكل مدوين في قبيلتنا لم أعرفت أمي كيف نجاوبها و أنا أقول لها قلت لها و أنا أريدك التحكي الصفراء و قلت لأي حيث عني عندي الظهر و إذا سمعت هذه الكلمة ستدخل الكتاب بغضب قلت لك كيف لديك الظهر لأي و هي أشكيته قلت لكه و لم تذونها و ستتدخل الأمر قلت لها صراحة لما مريد زوجت قلت لها علاج؟ قلت لها باقي ما كتبش وصفية باقي صغير على الزواج قلت لها ما هو العمار المناسب للزواج في العالم سكتت شوية ومعرف كيف سنجاوبها ستتحرك ودخل البيت الناس العمار اللي هو رجلها السابق ستشير لي وقدرت لي بيداتك أجلس حدايا قلت تمجيها الخرادية للسرير وهي اللي ستتقربني وبدأت تلعب لي في شعري بحالة أنا هو المرأة وهي الرجل اللي كانت متحكمة في كل شيء قلت لها حسك بحالة خيف مني دعنا نحضر شي قليلا قبل أن ندخلوا في المعقول لم تكن تعرف أني هو العروسة أو العريس لأنه هو اللي متحكمة في كل شيء قلت لها خائفة واحدة تخرج مني شي كلمة بالغلط ونصدق فاطح الخطة دينا والتمثيل اللي يدير أنا وداجين ونصدق ميت أنا وداجين هنا هاربين من الأباطحة ونطحوا عند الكتبان قلت لها قلت لها قلت لها لا تتجديني منها ونصدق جاند ثم ستحك جاند ونصدق ستحك بالتحكة للتحكة ستحك بالتحكة هي المرأة التي تكنزل معها مع أم مار فإن كانت أكثر في المكتبة فإن تقضي الباب المكتبة ونصدق ستحك بالتحكاتذة لها قلت لها جاند لا 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 اعقب على أي كلمة ستحك أن تكون مختلف على البشر التي تلاقيتهم من قبل وصفتي لا أعرفت بل هناك شيء موجودة ما هي هذه الحاجة لم أكن أعرفها قلت لها أنني لم تتلقى مع الكثير من البشر أما أنا رأني بحالي مع الناس الآخرين المهم ستتحلل الدرداشة بيننا وكان موضوع الموضوع وهي عودت لي على الزواج عندهم وكيف يتمشى وأنا عودت لي على الزواج في العالمنا وكان سكاسموش بطاكف كنا عودت لي على الزواج وكيف يتمشى وكيف يدوز قلت لها لا نفكره كما نجي وما يكش فكره نحن نختلفين بكثير من الزواج بالخصوص بنات العائلة الكبيرة قلت لها بحالة شرحي لها قلت لها بنات الزعماء القبائل لا لديهم الحق للاختيار عليها تلقى عدناء الشاق سواء من الجن أو الشياطين وكان لها تأخذ عاشق من الإنس لكي ترغبتها بحرية وكيف ترغبت معه قلت لها أنت كان عندك عاشق بالعمار أو لا قلت لها لا لا ما كان عندي حيث لا زعي الأب لي كان مغرقني حراس كان أضع عليه كثيرا لكي يراقب التحركة لي حسنا لكي أحسنت جسر على الحرية وقال قلت لها أن أقوم بعملها وكيف تخيف من هذه السؤالات تخيف لها أن أقول شيئا لي ونصدقت لها أنا وداجين قلت لها أن أقوم بمدوانة هنا ينفع جسر ونجمع القدرات لكي يستخدمه الصحر الصغار كعقاب له لكي يتخذ عاشق من الإنس وقل جسر قتل الشيطان الذي كان رابطه وقدر يسترجع الحرية وكيف ترغبت بالصح؟ قلت لها بالصح ولكن جسر ليس قتل الشيطان الذي كان رابطه حيث مستحيل يستطيع أن يدره وهو مربوط هو شيطان أخر هو الذي يعاونه قلت لها أخي أنا أعرف بمدوانة راداجين هو الذي يعاونه قلت لها في نظرك ما هو الشيطان الذي سيكون يعاونه قلت لها أنا الذي سوف نموت ونعرف ما هو حيث عندما تعرف ما هو سوف نعذبه وقتله أنا تميصر تسدفالي من الخوف قلت لها لماذا ستقتل أحد أخيك وعود إلى الحرية قلت لها من يوم جسر الوالد قلت لها أنه يسامحه وسوف يعاونك سبريضها من جديد مشرط أنه يقتل ذلك الإنسية التي عشق قلت لها ماذا قلت لها؟ قلت لها قلت لها وعائلتها كاملة وجبت رأسها وضعتها إلى ترجل المازع قلت لها أن هذا لم تدخلت شيء فأنا أريد أن تنتقم من شيء من الشيطان الذي يحرر أخي جسر قلت لها حتى لو لم تتحرر ذلك البنت المسكينة سوف تبقى عائشة هي وعائلتها عادية وزيد عليها الأشياء المهمة وليس كنت أتوقع بها ولكنني لم أريد أن تتعلم لأنني أعيش في الظلم كل عام قلت لها كيف أنت يعيش في الظلم؟ قلت لها كيف تحسبها سهلة؟ لكي تفرض عليك من تزوج ويعيش معه لكي يقضي المصالح لديه الشخصية تحسب أنك تفرحانه وليس كنت أتوقع من تزوج برجل كبير مثل العمار قلت لها كيف لا أريد أن تتعلم لديك الحق لرفض سوف ترى أن ترى أن ترى أن تتحك وعند تقول لي لكي تتعلم لكي تتعلم لوريسة العمار كيف تتعلم أسئلة غبية وبدئة بحال هذه قلت لها صافي حصلتني صافي تكشفت هذه الأخرى لأني يوداجين قلت لها قلت لها أن أتحكمك قلت لها ليس باركا لنم الأسئلة أتوقع لهم من رأسي من زوجنا أنا أتوقع لها جنة سمعيني أقول لك إذا لم أردت أن نزوجه أنا أرى لا أرى لدي شيء مشكل أنا لم أردت أن نفرد رأسي تكون العلاقة لنا علاقة إجبر وإرغام وخاطر وأني في الضغط لكي أقول لك يا ربي ستكون مرغامة و لا أريد أن تقول لي صافي ومشي في حالها ولكن هي ستتنى من يدي و قلت لكي أنت يا مرحل عمار دعنا نكمل المرسم لها و نجعلكم أن تخيلوا كيف أجداز تلك الليلة إنسان مع شيطان على العوب المهم نعسنا أمي فقط حتى القبل فقط على جنات فقط على جنات ومجرد محلة تعينية هي ستتنضبها أمي فقط على جنات أمي فقط على جنات قلت لي صافي خاصة قبل الشارق حتى ستصل لك شيطان و يسدبها قلت لي ما هو؟ قلت لي أنسيت هذه أول ليلة لك مدوين تبدأت تسمع كل نهار قبل الشارق و قبل غروب أهمسات وأصوات فوقت لي لا يقفوا حتى تكتبوا مع الورق قلت لي كيف سنكتبوا أنا عمري جرد هذا قلت لي سأحاول أن تفكر في الكلام اللي يتقلق سأكتب لك لم تفكر في المدوانة القبيلتنا قلت لي نعم هذا المدوانة سأشيري على الكتاب الحمر الكبير الذي تقول في الفرسية سأقرأه أو لم أكرأه وبمجرد أن ندور رسالك الكتاب و أعود إلى أدارها لم تكن ألقيته قدرت غراضها نقطت أنا قد أبديًا و سأدخل على أدارك قلت لي صباح الحر قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي قلت لي لديك فقط قلت لي قلت لي قال لي أننا لا نستطيع أن نراقبهم الذي يريدنا كان الشياطين لديهم حصانة من الشياطين الأخرى وبالخصوص الشياطين التي تكون أعلى رجبة منها يعني أنت يا جاند البارح لا نستطيع أن يسترق السمع أو النظر لكم لأن جاند ستحسن به و ستكون النهاية و ستقتله جاند قلت له كيف تدعي معي أنت يا عادي لا خايف أن تتمدق الحراس الثلاثة الذي كان عند الباب يسمعك وتصدق التمثيل يدي لنا مكشوفة قال لي أن الحراس لا يستطيع أن يسمعه هذه الأوامر الموجهة لهم يعني أنت ستكون في خاطرك لا يسمعك قلت له أنت يا عادي كيف حتى جسر لا قتلك؟ في خبارك باللجاند قلت له قلت له أن أعرفت أن أخواء جسر ستقتله قلت له ما من الدباب دينا في مواضع هذه الحاريم؟ قلت له أن أقول لك جسر أصلا أعقله مفوتة تخيل أنت عندهم قبيلة تطلب الحماية لكلية قلت له أنت هناك و أجيبك إلى هنا لا أعرفني أصلا قلت له أنت نسولك و كنت من تجاويني بصراحة و لا أعرفني أنه هو ذلك الرجل الذي وصلني إلى درعام مردك النهار ذلك الرجل الذي لقيته في المسجد قلت له أن أريد أن أعرف لك أنا هذا الرجل قلت له أن أقول لك قلت له أن أصولتك وصافي لدي إحساس؟ لا أعرف ما لدي إحساس بل أنت تعرفه لا أعرف لماذا أحسنت أنه يتهرب مني و قلت له أنه ينسى أنه يأتي و سيغتفي من قدامك قلت له أن أعرف شيئا و أعلم و أول ما أعلم قلت له الشيطان الوساويس قلت له ما هو السويس والوساويس في الثاني صداع صداع كثيرا صداع و إزعاج حتى تقوله عشر أو عشرين صوت من داخل بيناتها و كل صوت يقول شيئا في الدنيا كانت روينة الأصوات حتى تفكرت باللجانة قلت له قلت له بمجرد أن تسمع الأصوات تصبح ذلك في المدوانة لم يجرد أن أضع الكتاب الذي أعطيت لك الكتاب الحمر حلته أول صفحة بيضع القطاع بدأت تكتب زيت الثيلو و بدأت نكتب ولكن الغريبة هي أن أكتب أن يتكتب كان كتب في الدنيا كان كتب في حوائجي كان عاون أن أكتب في الكتاب لم يكن أكتب في الكتاب ثم أضربته في العرس اصلا عمار لم يكن أكتب بذلك كان يكتب الريشة و المداد لن تقوم بزيت الريشة و المداد و بالفعل الريشة بدأت تكتب كانت القضية صعبة بالخصوص هذه الأصوات الأصوات كانت كثيرة ومسدغلة وكانت تهدر بالزربة كان الصبراسي كان كتب بطء تفكرت بأنه جاند كتب ولم تفكر في ذلك الشيء الذي تكتب وقيت كتب حتى سليت وتقطع ذلك الأصوات وسنحل ذلك الكتاب من الأول من أول صفحة وقيت نقرأ ونرى مع ما كانت تتعامل أصلا ما كان هذا العشيرات الكتبين وماذا يدور في القبيلة لقيت في الكتاب أخبار وأحداث الكثيرة على القبيلة الأحداث واليومية التي توقع عندهم في القبيلة مسجلة هنا وجدت قصة رجوع جسر للقبيلة من بعد أن أضمت أصحابيه الإنسية لوليده مازح ومن بعد أن قتله حمقوا شيئا وقرأت التاريخ الدموي بين عشيرة الأباطحة وعشيرة الكتبين الحروب الطويلة والصراع الذي كان به الكتبين والصواريم للزعيم الشناد الذي كان يدوره عمارش حالي بالغلط وقتله جسر الكتاب كله أحداث وتحركات ومطولات المازحة من طبيعة الحال يتكتب هذا العشيرات الكتبين وعلى الأخبار الزعيم لهم هي المعمرة أغلب الصفحات أغلبت أخبار الجاند ولكن لم أجدت أغلب الصفحات لقيت صفحات على شيطان قوي ومجهول يريد انتقم من قبيلة الكتبين والزعماء وكل فرد من هذه القبيلة سوافرد عادي أو سيد من أسيادها يخاف من هذا الشيطان حيث مع مرطح مع شيئ واحد إلا وقتله بوحشية وهذا الشيطان طيح الكثير من القبيلة الكتبين هذا الشيطان كان اسمه مالاس ولكن لم أجدت الكثير المعلومات عليه لماذا يقصد الكتبين بالضبط؟ ويقصدون القبائل والعشائر الأخرى التي جانوا الشياطين لماذا يطيحون أحد أمور الأخرى وما أريد منهم بالضبط؟ وانا يا نقرة حتى يدخل علي وجهة النحس وجهة النحس وفيما نرى أعرف أن أجلب لي خبار بحاله داجين قال لي أجلبك أحد أخبار الذي لا يستيجبك قال لي ما هي طريعة أو أخرى ما هو واقع؟ قال لي عشيرة الأباطحة وصلهم خبار بالله ومدوين عشيرة الكتبين والذي تحت الحماية لهم سوف يوفد منهم عند عشيرة الصوارم والذي زعيم بن شند والذي اسمتها إينار وإذن بيناتهم اتفاق والتحالف ضمن الكتبين وهذه التحالفة سيسلب الموت الكنتية أو الموت الزائم الكتبين مازع؟ قال لي أن هناك مشكلة كاملة لماذا تنزع لي أو ما؟ لم يستوعب هذا شيء نقول لك هذا شيء يعني شيء واحد الله يرحمك الكتبين أعلم أنهم قويين وقويين ولكن عمرهم سوف يدخلوا حرب خسرة وقفت بحال هذا على وجهك يا حبيبي هذا سكترمش بوحدة لم أعرف لماذا قال لي أن هذا قرينك هذه العلمة منه أنه يتوتر لم تسمح هذه الهضرة قال لي أن هذا أجل منه لقى لي شيء حل للموصيبة جديدة قال لي أنهراب هذا هو الحل الوحيد قال لي أنهراب لا ترسي ومطلب عن القبائل قال لي أنهراب لا يوجد شيء حل من هذا قال لي أنهراب أعلم أنه يتوتر مفاعل وإذا لم يريد شيء كل شيء يتعود لي فقد يتعود إلى القبائل وقال لي أن يتعود قلت لك أنهراب سأخبره قال لي أنهراب لم يكن شيء حل العلمة في الوقت الماضي قال لي أن الجميع حلول كانت المصيب مثلاً أما تأخذ شيء كامل من الأصل قال لي أنهراب سأخذني شيء حلول وإنكي شيء حلول المشدجين وأوالي حبثة مرميش سأخذني لذلك قد أكثر فعلة المصيبة جديدة سأخذني سأخذني قبل المغرب قليلا بدون وسويس الغروب عشرة الأصوات المتداخلة لا أستطيع أن تشاهد هذه الأصوات حتى تكتبها في كتاب الحمر جاءتني اليوم أخبر على الاتفاق تحالف الهدنة الأباطحة والصواري والقلقة الكتبان من هذا التحالف خاصة أن هذا التائر ملس حتى يضرب من جيته وزد في الهجوم وبدأ يطيح تم الأسياد العشيرة وبالكتبان لا يوجد القوة الكاملة لكي يقفون في وجه هذا الشيء كامل تم عارض أن الكتبان لا يقلق الصح لأنه الهروب ولكن كيف سأقوم بأنه ينهرب والحراس بثلاثة براء الباب والأعتباد للباب كان أصرف دماغي أكبر لقاشي حسن حتى سأدخل عليها منتصف الليل وسأدخل عليها جنات لكي تدوز معي الليلة سأقوم بأن هذه المرة لم يكن لديها جنات لمرة هذه المرة لم يكن لديها كثيرا من الأخرى كانت فاتنة إلى هذه الدرجة التي لا يمكن أن تصورها قربت مني وأن النظرات انبهار والدهشة بنت على عينيتي ووجهتي وهي حسس في هذا الشيء وحتى قبل أن أضر المنطقة هي التي سبقتها لها قلت لي عمر لم يكن رأيتها هذه من قبل ولكن أنت لم تكن تشوفني بها سأدخل معي سواعات بحلقة كثيرة على ما يوصل الشرق وقبل أن تذهب لها سأسئلها قلت لي أن تكون وادة مالة سادة سأدخلها سأدخلها قلت لي وهي لا تشاهد فيها أصلا ولماذا أنت تسئل عليه قلت لي قلت لي لأوله سأسميته ولم تكن تعودت بكثيرا في هذه المدونة ولم أعرف عليه ولم أرى ولم أرى أي شيء معلوم عليه في الكتب ولم أرى قلت لي لأوله كل ما أعرفين أنه هو قرين مؤمن وأنه من الأقران يكون شديد القوة أقوى من أي قرين أو شيطان مجامل بعد ذلك لكن مؤمن بحاله أنا قطعت أسمى قوى حتى ترصب الموافقة قوى حتى ترصب الموافقة قوى حتى ترصب المزيع ولماذا أنت تسادف العشرة أقوى ترصب المزيع ولم يأتي بكثيرا ولم يأتي بكثيرا قتل الكثير منكم وقعد أن تسادف العشرة ويطيحوا أحد أمر أخر قلت لي أنه مزيعا لأنه يدر الكثير ولم يأتي بقارن ومؤمن يقلب على التقرر ولكن هذا ملاس هذا كان حالة خاصة قلت لي ملاس؟ إلى عكس السمية سيطلع للناس سلم أخوه عمار قلت لي القرين سلم وليس يحرر كن أريد أن يقل سلم ولكن سيطلع على عكس لأنه سلم لأنه يقلب على أخوه عمار سيجده بالصدفة وهو رجع بحاله رأيته في أحد الأسواق ولكن عمار رأيته وهرب وتجهل أعليها سلم قرر يطول في المدينة حتى يعرف أن عمار يستطيع معها تصرف هذا لذلك الليلة سيقوم بأخوة لأخوه عمار ولكن ما لم يكن أعرف سلم أنه الساحر وصلته باللغة مع عمار في السوق هذا الساحر الذي كان يعمل عنه عمار سيسلط على جسر ولكن لا يقل قال لي أنه سيذهب وقرأ على طول لكي يحرر القارن وهو القارن هو الذي يقتله لذلك الليلة نحن نسخه الدينة وذلك الليلة ليس جسر وهو تشكل في صورة إنسان سلم سيقوم عليه وسيحل سيقرأ عليه جسر وقرأ عليه جسر ويحرر القارن ويزيد مع الطريق ومورها سيصلح إلى القارن سلم ودخل الإسلام من فترة حيث كان يتأثر بسلم وإنه من درجة والذي يحبه وليس لا يريد أن يقتله فما بالك أنه سيقتله بلاكس وفرح لكي تحرر حيث أخيراً سيقدر يهدر مع السلم ويقيسه ويتواصله معه وأول ما تحرر شكل سلم صورته ويريد أن يقوم بالفرحة ولكن سلم فشف في هذا المنظر وعقله مستوعب وعقله طار من الخوف يعني حماق عليك يغويدك الليلة كاملة ما أنا يطورتها في رأسي العساس المقبرة يعني نفسها ويقوموا بها غيره لم يكن يعرف التفاصيل هذه كاملة التي يعرفها جانت كملكت لي جانت في طبق وحدة ما سبقى قلساً سلم طول فترات العلاج الذي يدوزه في السبيتر وليس فارقه ومنطف منها حتى سل المروحه وميته سلم وعقله إذا سيحب المالس حتى يأخذ الحق لصحبه سلم ويضع رأس جسر على القبر تيل السلم قلت لها هل جسر وعند مازع وطلب منه أنه يعفو عليه لا يمكن أن يقف في وجه قارين مؤمن إلا في حالة واحدة في حالة الغاطر كان يحتاج إلى العاشرة لكي يتحمى بها وعندما يجب صدع القبيلتنا كاملة صدع القارين المؤمن مالاس وطالما جسر يحمي بيناتنا سنكون هدف مالاس ويقى يطيح فينا واحد أمور الآخر حتى الآن من جسر ومصائبه لكي تنفهم قبيلتنا وتحيدات منه الحصانة حرروا شي شيطان هذا شيء أنا أتمنى نموت ونعرف ما هو الشيطان الذي نسبه في تحريره في هذه الساعة سوف نفعل غليل منه بالقاتل والتعذيب قلت لكي تنفهم لكي تنفهم لماذا لا تنفهم لكي تنفهم قلت لكي تنفهم شيء عادي لا يوجد هذا شيء أنا أميرة وعنده حصانة ولكن أنا قتلت أخي وهو أمير بحالي وعنده حصانة سيأخذ هذا العرار المازع والعاشرة هذا شيء من العقوبة التي سنتعرض لها سيأخذها سيأخذها لماذا سيأخذها قلت لكي تنفهم قلت لكي نعرف عنها أصلاً أخيراً لا يتبعوا ويقتفهم ويأخذهم لا يتبعوا خوفاً منه حيث سيأخذهم أول ما سيأخذهم بكل بساطة ولكن هناك شيء تقول لكي هو ساكن في الدرد السالم لكي يبقى قريب زعمة من الأولاد والإحفادة السالم ثم سيأخذها تفكر التكرار الذي تلقيت معها ويأخذ من عمار روح الإنسان الذي خيب ويأخذني للدرد العمار ويأخذته في المسجد ويأخذها في راسي لذلك لا يمكن أن يكون هذا لماذا سيأخذ هذا لماذا سيأخذ قلت لكي سؤال آخر لماذا لا تسجموه على الدرد السالم بجيش كامل من الشياطين يكون قوية عياد هذا لا يستطيع أن يوقف بجيش كامل الحمية تغلب السبع كيف لا يقول قلت لكي في نظرك لا تفكرنا ويأخذنا 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 أهجمنا بقوة على الدرد السالم ومن الحمق جسر أخي قال لماذا سيأخذنا نقتل عائلة السالم كاملة نريدها عن آخرها لكي نجعلهم لا يخرجنا ولكن هذه الدرد كانت فيها واحدة حصنة قوية وقوية وزيد الحاجة التي لم يستطيع أن نحن لها والتي كانت تسمى ملاك حارس كان قدام داره كان واحد من أولاده والأحفاد السالم يحسن رأسه والأذكار والقرآن سيتغفلني جند وسيتبوسني إخطفتها مني يعني من آخرها سنتعلي هذا الموضوع ويجعلنا نكمل ليلتنا بآخر أنا جايك بهذه الهيئة ليس لكي نعرف ما ألأسه في الموعد قبل الشرق سيتخرج أمور الخروج سيأخذني شيئتين الوساويس سنبدأ في الكتبات والتدوين السلاة والوساويس وبدأت أن أقرأ ما كتبت حيث أن يكون الأصوات وكتبت وهذا المدوان هو الأستراجم الذي أطلقه على العالم قال أخبارهم ويسألني وقالت أن أقرأ وكتبت أخبار على التحالف الأباطح والصواري وين وصلت التحالف وين يقررون يتحركون بقى ولكن يتعرضون ويأتخذون ومعهم سيأخذون يأخذون ويأخذون تدوين وفي يوم أغلب وقت أغلب وقت وفي صراحة أولواتي ويضحك ونرسل وكانت أعود وكانت أهدر معه وبدأت أن نساقع عن موضوع خصوصا أن لا يوجد حركات من جهة التحالف للصواري والأباطحة بالعكس القضية مؤقتا يعني فترة هدنة والحروب سيأخذون وفي واحد نعلم أن نقرأ ما أكتبتك عادتي في المدونة ونقرأ مالاس مكتوب مالاس قدر أخذ مالاس وفي القبيلة مرونة على الأمير من الكتبين سيأخذ مالاس 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 سيأخذ لدي حراس ويقول سيدي المدونة لأميرا لأميرا وأنا وحراس أحضروا الجنازة لأن لا تخرج لك سيأخذ ونصرف ونصرف بالخوف أنا بلا حماية لا يمكن أن تصل إلى الخبار الأباطعة بإلا أنها واحدة ويهجموا إليها حيث سيكون هذه الفرصة له ولكن في نفس الوقت تحسيس بالراحة حيث رجعت لي الحرية التي تسلبت مني من مدة طويلة هذه ولو مؤقتا زما على ما يرجع لي الحراس أنا عارفة مشاعر المتضربة في نفس الوقت سوف نخرج لكي نمشي قليلا هذا الجبل من جاء التعليمات لك الحارس وفي لمح البصر سوف يخرج لأداجين مستدر الماء قال لي يالله هذه الفرصة الوحيدة لنا قلت له ما فرصة لن يريد أن تذهب بها قال لي ما عليك أو ما عليك أو لا تساولني روجت لك كل شيء كانت لك فرصة لك فرصة لك سوف ينقلني ومجرد ما أعطيته فيه سوف يقدم القرصة سوف يقدم دار السالم رأيت في داجين وقلت له لماذا تصنع عوشاني الشيطان؟ لماذا يضع فرصة عوشاني؟ قال لي لا عليك أو لا تخاف دخلت لك دخلت لك قلت له المصيبة من المصيبة المصيبة كبيرة منها دخلنا الوحيدة في حال السالون ثم سوف يدخل علينا الرجل الذي كان يوصلني للدرد إلى العمرتك ورأيته سوف تنقف بلاستي من الرعب وخاة أنا يعرفه وفام ولكن وخاة كنت تشعر بالخوف قال لي لا عليك أو لا تخاف قال لي وعيني على الرجل الذي يعرفه أنه ملس لم يكن تشعيني عليه ولا لحظة واحدة وقلنا سكتين واحدة حتى يقتل سكوت الهدرة قال لي قال لي أنا قرين السلم وأنا قرين مؤمن وعود لي نفس القصة التي عودت لي الجنة ويزد على شيء تفاصيل بسيطة غالبا جنة لم تكن يعرفه بحال أنه يحاول الموت السلم مباشرة يستدف مازع ويقتله بالنصد جزار ولكن الحراس المازع كان أددهم كبيرا قرر يجمع لأنه لديه غرض أنه يقتل مازع أولاده ولا لديه أي عدوة مع الكتبين والأسياد سواء قرين متحرر أو قرين منشق من أي عشرة أخرى وفي هذه الفترة قدر يجمع ملس مجموعة لا بأس بها من الأقرع والشياطين الذين تشاركون نفس الهدف رأس المازع أولاده ولكن وخاك ذلك كانوا باقي مواجدين باقي الأعداد لهم نقصة لكي يدخلوا حرب مباشرة ضمن الكتبين من بعد هذه الأشياء أنا بقيت قطع لحسوات قلت له دخلني أنا يبدأ جنفاتي لكم كامل قال لي من آخرتها لا تحتاجكم في الصفوف قلت له كيف سأعاونكم قلت له مع أولدي أنا من بعد أن قتل صان والد مازعي الاهتمام المازعي كامل سيصببه يجيب حقه سيبغي التأر لولده وصان سيكون الحماية الكنساية هي آخر اهتمام لا مثال لك ما هو والتحالف الأباطحة والصوارم هذه هي الفرصة لهم صفي ومارة دارك في عينيهم هذا اليوم الجاية القرين سيطح على يديهم وقلت له لا تفهمني أنا ما يريد مني بالضبط أنا يرى إنسان بسيط ومحدود القوة بالنسبة لكم كيف سأعاونكم قال لي أنت يفتح لي طريقة الجنة مكنني من قتلة الليلة والباقعة لها أنا لما شتت تحت جنة واليوم تحول دوسان سيدخل مازع في صدمة حيث تخسر جوج من أولاده من دقة واحدة سنستغل الفرصة وهو في صدمة وسنضربه ضربة رجل الواحد وسنجلبه الراس قلت له مستحي ندخل رأسي ولا نعاون في القتل سيغلط عليها ملاسه وسيتحوله من الدرويج لا تخافش أولدي لأحد مكسر الأنياب قال لي هل تفعل الشيطان أو ما هم هم تحتي فيها الشيطان اللعب أعرفت كيف تتحكي عليك قلت له لا هذه ولا هذه أنا لا أريد أن نكون سبباً في الموت سيغلط أن يكون هذا إنسان أو شيطان أو تقارنجه قال لي آه قتلتي عمار لا تتأين منه لا تتأين من جاند قال لي لا 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 تفهم لا أحد سيغلط عليها وإذا كنت تعرف النية بالقتل عمار ما الأول ما ستقوم بها قال لي لا ترفع صوتك في حضراتي المدون مع أنه نفعل شيء قليلا ورفعت صوتك سأكتب شيء قليلا وسيكمل المال قال لي أخبركم أحد أنا أعلم أن أقول لك سيكون أخر أحد توقعه سيقل عمار بأمر مني أنا ثم قال لي قال لي ما تقول قال لي قارنة متمرد بحالي ويجب أن تقوم بجسر على ما يوقع معهم هذه الحالة هذا ما يوجد في الصفوفي وإذا أجل الوقت لكي تعرف هذا سيأتي معي جاوبته أخيك أنا القراري واضح لا لا موافق لك لا أكون سبباً في الموت وإذا أريد أن تقلني أولا أقدر لي قطع رأسي وإنني أنا أصلا أن هذه الحالة أصلا هذا العالم هذا كامل وأنا أدخلت غلطة مني ليس بخاطري سأتكلم أحد قليلا رأيت الإسرار الذي كان في عيني وعندنا رأسي قاسح ولم نريد أن نكون معه قال لي أنه ما سيقلت لك تحالف الأباطحة والصوارم هم الذين سيقومون هم الذين سيصفونك قال لي ليس مشكلة لماذا لا يكون سبباً في الموت الجناد أو غيرها سأتكلم أحد قليلا لكن كيف يفكر في شيء حل سيقول لي يسمى لديك عرض آخر دعنا من الجنة الدابة أنا أقول معي سأتكلم لك الحماية مشرط أنك تساهم معنا في المواجهة والحرب ضد مازيح قال لي أنا موافقة السيدي واذا لا تفهمني أنا يرى إنسان ضعيف رمش بالقوة لكم كيف أريد أن يقف فجاء شيطان في أرض المعركة قال لي سهلا أعطينا قارينك وهو سيشارك بدل منك في المعركة سأتكلم قاريني قاريني أنا قال لي كيف ما سمعت أنا سأحرر القارينك وسيشارك معنا في الوجوم على مازيح وهكذا سأتكلم واحد مننا ولازم علينا نحميك قال لي نفرض أنني لا أريد سأتكلم 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 لكي يعدبك ويقتلك عندك تفكر لحظة واحدة أنني سأتكلم لا يمكن أن تكلم في أي لحظة كانت كثيرا كانت كثيرا كانت كثيرا ضررت بدأت ملسوك هذا هو القارينك تفكر القارين لك عرف مصلحته كثيرا من أنك أنتايا هو خوف على رأسك بالطبع قلت لي لا أشغف لكني لدي شرط واحد قال لي ما لا تشوف لديك في حالة شرط علينا أنتايا قلت لي أجل لك ما يقلت هذا لذا أتكلم قلت لي من دعاء أجل أنتايا قال لي كيفيف حتى لا أعجب عنك لا أشتري أنني قلت لي سأتكلم قلت له الآن لأباطحة لأعجبك قلت له ما هو الشرط وإذا لم أعجبني لا تتعلمني أنني ينفده لك قلت له ما هو الشرط هو تجاوبني إلى سؤال واحد وتجاوبني بكل صدقه لا تكذب عليه قلت له سؤال ما هو سؤال؟ سمعت الشرط سيحسب لي قلت له بما أنا أدرجين معكم وتحت الحماية لك يعني هو أصلا لا يحتاج الحماية من الكتبان لماذا هو درسه عبد وطلب الحماية لي وليه من الكتبان ضد من الصوارم والأباطحة قلت له مالاز واحد جميعا قلت له هذا السؤال قلت له مالذي يردع لي وقلت له الحقيقة لأنني أريد أن أحميك نتايا قلت له كل شيء لأي أتسكنتها قلت له لماذا لا يفعل شيء أنا مجرد إنسان لا يوجد حال هذه قلت له مالس الله لا أعرف هذا ما أنا أعرف قلت له سيسول دجين براسه لماذا تسولني أنا قلت له إذا أعطني قرارك أنت معنا أو لا ونصفه أنا معكم سرع الله نرى أين سيخرج أصلا لا يوجد أي خيار آخر الخيارات قليلة سيقرأ لي مالس في حرير القارن وسرع القارن قدامي نسخة تبقى الأصلية غير أنه كان يقومه شاهد القارن ويتسمي لي وقال له شكرا أخي كان يمكن أن يكفر على الظنب في المقتل عليه يا عريم سأضع يدعي لك ومعجبه منزله منظر وقلت له لا لا أعلم وقت لك قلت له بأسك حاول مجموش الامترى وخفو عنه من بعدها سيختفي ومن قدامي بجوش ما سيدخل على اليداجي وقال لي أنا سأذهب للحق اليوم قلت له أين أريد أن تذهب؟ قل لي بعد أن تزاد القارن ذلك معنا سوف يكون الكتيبة لنا ولا توجدها قلت له أجي بعدها ما سيكون لدينا مئة قارن قل لدينا مؤمن والباقي شياطين موشا مريضة قلت له الكتبين موشا مريضة قل لي 5000 شيطان نصوم أقرن موشا مريضة ونصف الآخر شياطين سوفلية بما زعوا أولاده الستة قلت له ما يصر التفالي هذه الحركة الخوف المشهورة 100-5000 يعني هذه الليلة سوف ينموش بالموت القارن 100% قلت له ما لم يتحدث في الله سوف يسحقهم ضغياء 100-5000 الكفارة لصالحهم قلت له يا صاحب لا يكون غبيلة هذه الدراجة نحن نرى أن نحارب العشرة كاملة لا يريد أن ندخل في مواجهة مباشرة نحن الهدف لنا هو رصد القبيلة بوحده مازع وولاده وإذا قاموا عده سوف يرتاح القبيلة كاملة سوف نستهدفه مازع ونضربه دربة رجل واحد ولا تخاف لا يصبح صعوب خطة كل شيء قلت له هذا بين القارن المت ما سوف يقال له سوف يبتسم دي جين وقال لي لا تخاف لا تخاف أنه موصصي والتسالم أنه يرجع الجزء من داركم أعرفك لا أريد أن تتفن هنا أمورها دي جين سوف يختفي من قدامي لكي يلحق عليهم سوف يدخل عليه والتسالم أم لا أنا هدرت معه أم لا يكلمني ما هو النوع من المواضيع التي سوف نضربه والأقران لدينا مهمة تحارية مياضة 5000 ممكن في أي لحظة يموت هو أو يموت أناية كان سكاة هو سيد الموقف وقلنا على هذه الحالة تحت أقرب الفجر قلت له لماذا تعطيني ريشة أو حبر لكي نقيد الوسويس دير الشرق الذي سوف يفرعه لها رأسي قال لي ما سوف يكون هذا عشرت الكتبان بكل أفراده وشياطينه مشغولين بالحرب التي كانت دورها حتى الشياطين الوسوزة لم يمثلين كيف يدفعون الزعيم لهم قلت له تقصد أنهم بدأوا في المعركة و لم يكن القتيل بنا قال لي ما سوف يحسب لك أنتايا بالسلامة قلت دقيقة للحق عليهم وهم في الحرب القتيلة قلت له بما أنتايا عارفة ما يوقع عندهم تنمية طمني ما ينشرون الأخبار قال لي طحهم من مجموعة مانس بثاف ولكن طحهم من الكتبان أكثر قلت له شيء أخبار على القارين أكمام اللي ماتوا قال لي كيف ماتوا أنتايا يا وقف قدامي تعمل عقلك صحب شيء قليلا بمجرد أن يموت القارين ستتبعون والموج معه كان سلم يضع الكتنات بيضين قلت له أنتايا ما سألتك ماذا يضع الكتنات لك قال لي أكفان في حالة لم تنمية القارين أنا سوف نكفي لك مباشرة من بعد الموجه سوف نبلع راقة من الخوف سوف نقطع الحسن من بعد هذا السؤال وكانت أن الموج في أي لحظة سوف يسدون سلم عينيه وسوف يدخل في حالة الهدوء لأنه يتصل بالعلم وكيف يرقب المعركة من هنا سوف يدخل في حالة الهدوء سوف ينطقه السلم وسوف يسدينيه قال لي المعركة كانت تقلب علينا خسرنا الكثير من الأتباع لنا جسر و جنة الأخير أولاد مازع المتبقيين مازع مدور به ألف شيطان مقاتل لكي يحميه لا يوجد أمر أن يأتي القارين لكي يتقدموا ويهاجموا مازعه وأنا قلت أن أسمع الأخبار المتقطعة وكانت ترعى من الخوف وكانت تذكر اللحظة وكانت تجنبوا كيدا فأنا قلت قاريني قاريني ولكنه السلم لم يكن في الوعي وكان يجاوبني وكان معي بالجسد في هذه اللحظة سيكمل نقل الأخبار حتى يقول شيئا الذي سيتهزني من الرعب قال لي الأباطحة والصواريم دخلوا الأرض المعركة وصلتهم إلى خبار أن قاريني يشارك فيها وقصدهم هو بالتحديد لا أعرف شيئا أنا معي تمام قبائل قبائل حرقوا الجيوش لهم وديت راسي أنا ساعة هذه النهاية وأنا في هذه الحالة وكانت ترعيد من الخوف وكانت راسي يموت حتى ينطيح الأرض فاقية الوعي لم يكن تتلغط له على الأدانة الظهر وكانت راسي باقي في بلاستي في الصلاة في دار السالم وكانت باقي محطوط حدايا كانت القضية هادية كانت واحدة السكات واحدة الهدوء واحدة قليلا وأنا باقي أحاول أن نستوعب ما أنا ميت أو أنا يعيش وماذا 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 لم أتبت بارح لم أكنت باقي الماكلة التي أعطتني هذه البنت كان أهمي الواحد هو أن أعرف ما أقع البارح في المعركة قلبت على أول السلم ولكن ولا أقيته في الدار خرجت البرة كان قلب عليه ولكن ولا أقيته صراحة مدادة لم أسمع الأدان لأنك تتمعزول في تك الجبل في دار عمار أشعر بالأسي لا يحتاج إلى أن يصلي لا يحتاج إلى شيء وأنه يصلي أكيد الصلاة هي هذه هي الشيء أدخلت إلى الجامعة وأن أصلي تحييات المسجد كان قلب بعيني بالمصليين على أول السلم ولكن لم أقيته كانت تصنعوا مراقب الباب الجامعة أكبر نرى الداخل ولكن لم يبدو أن يشكع الأطهر المهم صلينا وزالنا ومجرد ما سلمنا سنسمع الإمام المسجد يقول الصلاة على الميت صلينا الصلاة الجنازة وتبعت الجنازة للمقابر وأنا في الطريقة سننسوي الواحد كيف كان هذا قال لي فاطمة فاطمة بنت الحج السلم سأسمع تدك وقفت بلوكي في الشارع احتفعتني الناس لديهم الجنازة لم يبقى تعرف من في ذلك اللحظة سوف تشتت ونرجع للدار السلم ونرجع للدار عمار ونرجع بحالي بلدنا الدارية ونرجع بأنا ونرجع بأنا بأنا سنخرج من هذه الحلمة التي تدخلت لها وأنا أصداد الحيرة حتى سيخرج لداجين وبصراحة هذه أول مرة سوف نرى داجين على الأقل سوف يكون لدي الخبار سوف يراه المصدر من قناة وقال لي موقفة بسط الشارع قال لي لا أعرف ما أعرف الحالة تتخفى قال لي لدينا الدار السلم ونقل بأنا وقال في السلام ونقل لديه ولكن مقدار داجين ونرى داجين ونرى الرجل نرى لم يكن من تتصل وقال لي ما ينقل أمام من نوع القرن من نوع السلم سوف نرى داجين أخبار ونرى لم يكن من ذلك قال لي سوف نعود لك ولكن نجد رأسك هذا على رأسك و لا تسقط عنه سوف نكمل هذا الرصي سوف تسكت و سوف تسمع قال لي إذا جاء الخطة التي تضع مالس أننا سوف نقربهم من البلاصة التي سوف يكون فيها مازيه سوف نقربهم من قدر المستطع و سوف نفجأه و سوف نهجمه إليه و نضربه و ضربة رجل واحد و نحيضه و نهربه كنا نعود لنا عنصر المفاجئة ولكن تكشفنا عقوبنا قبل أن نصل إلى أقرب البلاصة المازيه و دخلنا في حرب الكريم معهم و سوف نعرف مالاس شيئا مالذي نموته كامل للمفاجئة مياه ضد 5000 خصوصا أن مازي عبد يحسن رسم الشياطين المقاتلة و أولاده الذين هم أقوى الشياطين في القبيلة يطلب منهم إحمايه و يبقى أقرب منهم قرر مالاس أنه سوف يقوم بخطة بعديلة سوف يقتل المجموعة التي معه سوف يقصده مازيع في مهمة انتحارية و الذي يريد أن يوقعه يوقعه يأتي بالرصد المازيع يشهده من الأقران التي تختارها مالاس في هذه المجموعة داجين و قارني و قارن والسلم و قارن بن سالم فاطمة سوف يقصد هذه المجموعة مازيع و مالذي في هذه المهمة انتحارية كل أولاد مازيع مع ذا جسار و جاند و يطعوا الكثير من الشياطين المقاتلة التي تحمي مازيع حيث الأقران المؤمنة تكون أشد قوة من الأقران والشياطين السفلية و مبليمتهم من صفوفنا القارن بن سالم فاطمة و مالاس تصابه لإصابة خطيرة حيث مالاس كان يدفع عند مازيع لكي يأتي رسوله و تسالي المعركة و إذا قامت بالرصد الكبير سوف يرسل المعركة بدأت المعركة كانت تقلب على مازيع بالخصوص فهي خسر ربعا من أولاده و كنا قرابين من ناصر حتى يخرج من الجنب التحالف الأباطحة و الصواريم و هم يقولون حق يا عريم حق يا عريم تقنوا يا عريم كل شيء يعرف بأن التحالف جاء قصد القارن الكنتاية و قتل يا عريم هو الأول من يطلب لهم قصد القارن الكنتاية و بما أنهم مستهدفين القارن يعني مستهدفين نحن مجموعة الملاس لذلك تقرب قايا المجموعة الملاس والذي معه لم يحلصوا من تحالف الأباطحة من جهة لم يحلصوا من الكتبان و مزع من جهة آخر بدأت مجموعة الملاس يطهحوا بعض مرى الأخر و مزعو اللذي معه سيستغلون فرصة أن الأباطحة هجمه و ملس اللذي معها تقرب قايا سيعود يعدل ويرتب صفوفه من جديد سيعود أباطحة في الهجوم على القرين ومجموعة مالاس وهذا مالاسه في القتل الانتحارية تحصره من كل جهة وحتى ذلك الثلاثين الباقيين ذلك المجموعة الأخرى المالاس الذي خلالها مالاس لتشغل جيش الكتبان بما هو يسلم مع مازيع وولاده وهذا الألف شيطر المحوط بهم رأسه كانوا ذلك الثلاثين يخسروا معركتهم وتقتلوا كاملهم وهذا الذي خلال ذلك الجيش الكتبان يرجع من المواجهة مع دكتلتين ويسند مازيع أولاده ضد من مالاس سيتحويل مالاسه الذي معه من الهجوم الاتفاع والمقاومة وحيث هذه المجموعة التي مع مالاس كانت أغلبها أقرى لمؤمنة قدروا يوقفون في وجههم واحد الفترة طويلة وطيحوا منهم كثيرا ولكن كما كان الحال الحمية تغلب السبعة مالاسه الذي معه سيقاومه حتى يعيه ضروري سيتغلبه غير هو المسألة مسألة وقته صافي سيقرر مالاس إبتل الخطة سيقاومه على قارن والسلم وسيقول له شيئا في ادنيه ماذا قال له الله وإعلم وسيختفي القارن والسلم من تماما بعد دقيقة من الاختفاء سيأتي أوامير من إينار زعيمة قبيلة الصواري لتنقذ قبيلة العهد مع الأباطحة ويأخذوا في معركة مع مالاس إثان دو ويركزوا على رأس المازيع بالأساس سيتقلب المعركة وضد من الكتبان والأباطحة سيتهرب مجموعة من الكتبان سيتعرفوا أنه سيتغلبوا وكان مع الذي يهربوا جسروا جاند ولكن مازع لم يتحق بشهرب يتحفل أسر هو الزعيم الأباطحة وسيتفصلوا ريوزهم من الأجساد وفي ذلك تحروا ريوز الكبار الأباطحة والكشبان والذي كان من العشائر مصوهر أو لا تأسر أو لا تسلم سيتقنون شيطان اسمه تاكاش قائد جيش الصواريم والأحد من أولاد شاند شاند الذي قتله مازع في درع مرشحة وسيتضررس المازع وهو يغوط بعد صوته بالحشد العشيرة وسيتضررس المازع تحترج المالس وقال إختي إينار تشكك على المساعدة الكليناة لكي نقول لهم القبيلة التي حكمها بالقبائل العشائر الشياطين وهذا المازع المقابل للمساعدة الكليناة قلت لك ما المشكلة في هذا الشيء كامل بلاكسة هي واحد الأخبار التي تزوجنا يعني أننا نربحنا الحرب قلت ليس نكملك لا تقطعني بقى أحداث خراموا على الشيء رجعوا الصواريين بحلم ويسحبوا الجيشهم من أرض المعركة وبقى مناسهم الذين يقللون من الصفوفهم ولكن من أصل المائة واحدة وجدوا 24 أحد يبقى يعيش كان منهم القرين ولد سالم وداجين ومالاس قلت له قريني أنا يا قريني أنا يا فينو قال لي بصراحة كل شيء كان متوقع أنه مات في المعركة خصوصا أن كل شيء كان مستهدف واحدة من ولد سالم كانت نظبا كفنك ولكن لديك باقي كانت تنفس وكتغفقت الوعي ذلك وكتغفقت ويوجد لديك خطوة فاطمة ولكن قلت له قليلا أنا أنا برناسة تفاجأت في القصة قبيلة وسطرق أنا على البالي ركصة في مدتي قلت له هذا من هذا الشيء كامل قريني فينو قلت له قريني سيكون هرب وحتى أحد لا يعرفه فين زاد قلت له عن ما سيهرب قلت له قليلا وقلت له قريني لا يقنعه أنه قريني لا يقنعه لا يقنعه من أرض المراكة حتى يدخل لنا ملاس ومعه القريني والسالم ومجموعة من الأقران الأخرى قلت له قريني في الأسر الذي تبقى من قبيلة الأباطحة والكتبه وهو ماذا يساومون عليه قلت له أنا ما أريد في المقابل له سأرى ملاس في داجيني ويقول سأرى ملاسة من خطوةهم الأمارة في المعركة وملاسة زعيم الأباطحة سأرى ملاسة وقل له اخذوا القرارة لكم في أسرع وقت سأعطوهم داجيني قبل المغرب سأعطوهم القريني قبل منتصف الليل سأخرج ملاس هو والذي معه من الأقران وبقيت أنا وداجين ساكتين ونرى بعضياتنا حتى نطق داجيني سأرى الصمت الذي كان بيناتنا قال لي أنا سأسلم راسي لهم قلت له لا دعهم يقتلون القهريني أنا يا صافي ملاسة من هذا الشيء ملاسة من هذه الحلمة قال لي عمارش حال هذه هذا الدنبي وخصني نصبر على تنبي نستحق هذا الشيء الذي سأقع فيه حيث أنا يحطي ترجلي من الولفات العالم هذا قال لي داجين سماعلي أنا اللي وردتك مع القبيلة المازع وأنا أصلاً سببك لكي توصل لهذا الشيء كامل وبيني وبينك أنا أصلاً مليس من هذا الشيء كامل وصافي ما عندي ما أخسر الموت أحسن لي ونتهنى من هذا الشيء قلت له سمع هدرتي أنا هدرت معك وصافي راتخط القرار لي يلا فكرت أنني نظم بلاستي ونمشي عند ملاز لكي نقول لقرارنا لقد رسي طائح الأرض فان فاقت الوعي قد نفق في العشية على سواء طلاصم تقرأ لي و أول ما فتحت عيني لقد رسيت أول سلم وقال لكي يرى قال لي على سلامك القرارين هو أعود لك و سأعود تربطه بك أول كلمة منطقة أنا هي داجين فينو قال لي داجين رأينا قال لنا على الاتفاق لكم وصلنا إلى مرأة القرارين نطق أنا مرأة ودفع أول سلم وخرج كنجر قصد الدار العمار تبعني أول سلم وقال لي هاي هاي أين غادي أنا مرأة تشعلي ولكن بينا أنه وكتشت طريق الدار العمار سأتداريس من واحد حتى تصل إلى الدار العمار وسأتدخل نحلي كتاب أسياد الشياطين وبدأ نقلب بين صفعاته لأي طريقة نرجع به داجين سأتدخل عليها مالس وقال لي كيف يدور لك في ذلك الرأس ولماذا أنت يا بالضبط أنا جاوبت للمحثة كيف سأتدخل في نظرك سأتدخل سأضطي الدار للكتاب وسأتدخل عليه وسأتغوط عليه على صوته ليس هذا الاتفاق لكم سأتدخل قضية الأمر قبل أن تدخل نحن في حرب جديدة معهم قلت لي وماذا قلت لك وقلت لك وقلت لك سأتدخل الساب وقال لي كيف تقصده قلت له جزر هو العدو الحقيقية لك ليس مازع الذي قلت لك يعني أنه سأتدخل مليدر تدابه باقي ما رجعت لك سأتدخل صاحبك ليس غير شيء سأتدخل لاجين سأتدخل لك وقف جنبك وساعدك سأتدخل 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 الكتاب من يدي وسأتدخل عليه على صوته لا سأتدخل نحن في حرب جديدة معه انا كمّلت هدرتك وقلت العمار على وديتك وقلت الكثير من المعركة لأنك قام بأخذ مصلحة كنتايا وانت ذلك بكل سهولة سمعت فيه ومعتي رخيص قال لي هذا الشيء للمصلحة العامة لنا قلت له لا لا سمعت لي مصلحة كنتايا بوعدك سأتدخل مالس شيء قليلا والكتاب بقياسه فيه قال لي ما يدورك في ذلك الرأس لماذا تفكر بالضبط قلت له سأتدخل هذا الكتاب وسأتدخلهم جسار وجنده وسأتساوموا بيهم على دجين سأضع مالس الكتاب في ذلك وسأضع جسار سأتدخلني مالس صفحة التي سأضربها جسار التي سأضربها جسار من كيساب أسير الشياطين ولم يقبل لحظة واحدة جسار سأضربت إلى رجالين مسلسل ومكتف جسار أول ما أرى أنه يغوته ويزمجره ويهدده سأقتلك سأقتلك كل عائلتك سأتدخل على النهار الذي تغذرنا فيه ضروري أن تدخل الخوياتهم في الأول سأضربهم مالس فقرسهم ووضع جسار فقيده قدامي من بعدها مالس شافية وقال لي ومن بعدها ومن بعدها قلت له الكتاب هذا لا يوجد شيء طلص لكي نأخذ به جاند قال لي المشكلة أنه جاند بالنسبة لكتاب لا يعترف بها في الأسياد قلت له أنه لا يعترف بها أنت سأتدخل عند جاند وسأتساومها سأتدخل مقابل أخوها جسار سأتدخل لحظة واحدة وقال لي أن أتمنى أن أتمنى أن أتدخل على المساعدة لك قلت له لا لا يجب أن تفهموا أنت تساعد رأسك وأنا الذي أعونك لا تفهمني غالطة مالس سأتدخل من قدامي ورعب شوية جسار بك يفعق ومعه سأتدخل عيني قال لي أنت أغبى إنسان أنه أغبى مدوين رأيته في حياتي قلت له أنت سأتدخل الشيطان لم تفرع لي رأسي لا أريد أن نسمع منك الموحدة قال لي واش تحسب مالس بغير رأسي أنا لو كنت لا يقتلني لو كنت أجاب رأسي هذي حال وسأتدخل كثير من قدام ومثلس له مكتف غراده لم يرى أنا غراده في اللي حرره وقتل السلم قلت له أن تتحكي عني لماذا لي أنت لك تسباف متسلم سأتدخل جسار وقلت له أني غابي جناد هي حرراته وكانت تسباف الموجه وبأمر من ماذا وانا هذه الفترة قامنا مجرد حارس لها من مالس قلت له أنت يا كداب وشيطان وكانت حاوض التحكي عليها وما ستعرف التحكي عليها دبا ستسكت عليها قلت له جسار هنت ستشوف دبا مالس سيقدر يوصل للجناد حيث طول المعركة أنا كنت تتوقفين وبينها تحسبوه كان غرض وراث ماذا خضعكم وضحك عليكم أستغل لكم كاملين في حرب أنتم مربحين في عواله قلت له كداب كنت بغيقة الجناد كنت تعرض لها هنا ما حامل الليلة جت عندي بوعدة قال لي عاوثاني غابي جناد عمرها ما جت هنا بوعدة في كل زيارة لك يجي معها ألف شيطان حارس على رأس ديهم هنا حارسينها من أي هجمة تمسكت شوية وبدأت ندورها ترشوف تماغي كما يكون يقول الصح قلت له خمسين مشكلة من الخارج يمشي قتل الجناد ويجي قتلك حتى نداية وأنا يا مالي أنتم مجرد شيطان وبينجكم قال لي عاوثاني غابي لا يجب أن يسوقوا لها في دجين ولا فيك نداية هو قارين مؤمن لا يوجد غرض في شيطان ولا في سحراء بالعكس بموجي أنا هذا يبدأ ملاز في حمل التطهير هذا يبدأ بك أن تكون دجين هم الأولي هو قارين مؤمن وما لا تفهم قارين مؤمن يعني أنتم بالنسبة لهواله وخصكم موجو هذا يستغل لكم سأضع الدرجة للصار وسأقطع تفكيري قال لي حرارة المدوين وسأعطيك ضمانة أنني لا سأمسك بالسوء لأنت يا أولادجين قلت له أنت شيطان وسأعطني ضمانة من نيتك لا تقاف شيطان قال لي اسمعني وما تضيع الشيطان سأضعك على بلاصة كتاب العهد إذا لمشيت تقريتي من الفات الكتاب هذا سألعب تحت رجليك ومع مرة سأستطيع أن أمسك بالسوء سأريد أن ينقذك لا أستطيع أن ينقذ سأعطي أنك لا تستطيع الشيطان وأن هذا ليس كتاب خدع قال لي بمجرد أن لا تستطيع الكتاب في يدك وسأتقلب بين صفحاته سأعطي أنه ليس كتاب حيث أصلاً هو مكتوب بالخط في يد عمار والكتاب أخذ منه الخبرة سنوات في عالم السحر والشوادة لكي يكتبه ومن الأخير هذا هو أهم كتاب في كتاب عمار كاملها قال لي أصلاً أنا يقاري كل كتاب لكي كنا في هذه المكتابة لا تستطيع الكتاب قال لي بمجرد أن تستطيع الكتاب وأنني لا أستطيع الكتاب الكتاب أصلاً لا يوجد في المكتابة لقد قلت لك من أهم الكتب لا يمكن أن يكون في المكتابة سأخرج السترجم الفلاني وسأحفر تحتهم مباشرة وعلى شخص العمق سأجد أحد الكتاب ملفوف ومخزون بعناية سأحفر وتأكد براسك لكي أحفر تماعي وبالصح وجدت تماعي واحد الكتاب مخزون يجب أن يتأكد من شيئ ومخزون بعناية ومخزون بعناية وصفحة الأولى مكتوب فيها حروف من النار في خلط ريشة عمار سأدخل على جسر والكتاب محلول فيه وقرأ فيه سأقوم بجسر وقرأ لي وقرأ لي سأخذ الصفحة العسرة وقرأ لي عندما أكتر التطور الذي أكتفه وقرأت الفلكان الضرباني والغوات للجسر الذي لا يريد أن يحبس سأقوم بجسر عندما أفكر أنه يمكن أن يكون هذا فخ ومع قرأت ذلك سأقوم بجسر من الرباط والسلسيل وقف قدامك وصوات الأنفاس تقيلة وصخونة وعيني بدأت تشاهده بكل شر وغضاء تم عدد دورتها في رأسي وقد قد أكبر غلطة في حياتي حررته بالغلطة وأنا لم أعرف أي شيء يقوله سأقوم بجسر على ركابه وقرأه محنية الأرض وقال لي سيدي اضل لي لكي تلحق على ماليس وقد قمت على أن تصدق وقد قد اضل ربعات المرات وقد قد قسمني يضرب إلى حياتي وقد تدلل لي سأقوم بالغلطة سيدي اضل لي اللحق على ماليس قد قد أعني مرتبك ومعرف ما ندير ومعرف ما نقول سأقوم بالغلطة سيدي قبل ما يكمل قد أضل لك وفي المح البصر سيختفي من قدامه يجسر فقط في عمار كان أفكر بشي كان أفكر كيف نتلعب بي من شيطان إلى شيطان كيف تجد العالم هذا غريبا مع قدبات التفاصيل كاملا ونحن نعيشون بنا ونحن نعرف عنه وما يكون في الناس العالم لا تعرف فيه ونصدقه كل كداب كل واحد عنده ألف وجه ومن آخرتها وعالم لا يتوصف بمجرد أسطر وكلمات ومكتر تفكير عنه ماذا سيقع وين سيخرجني هذا شيء حتى سيتديني هنا سنفق لغا تلاقيه قبل طور واحد لفي إقنية وصول الشيء التي تقاعدني من بردار يا مدون يا مدون أول ما اخرجت لقيت واحد الرجل أول مرة سوف نشاهده ولكن ترى فيه بينا أنه شيطان سوفي قلت متعود عليهم ونعرفهم سوف ترى الأول أول ما اخرجت له سوف نزل على الركابه وسوف يحضر رأسه الأرض وقلت أدلين هذرا سيدي قلت من الصباح المتفر على نارسنا يا مدون يا مدون سوف تخرج لك وقلت أدلين هذرا سيدي هذرت لقنا لأشنو كين قال لي الأمير جسروا الأميرة جناد كي شكروا كثيرا وكيف تلغوا التحية لهم وقلت أدلين الكتاب خضر وقل لي جسر كيف تلغيك أنه وجهة الأميرات في أي وقت وفي أي بلاصة شدت الكتاب وقلت ندخل الطرد العمار وقلت نفتح الكتاب لقيته مدونة ومذكور فيها من اللحظة التي يخرج عندي جسر منها حتى اللحظة التي يجلب ليه فيها تشيطان هذه الكتاب السطور التي في الكتاب مكتوبة بلغة تدوين وهذه واحد اللغة التي لا يفهمها ويعرفها ولكن اختصارا نذكور في المدونة حذر مالاس كالبرق الغاطب ويجمع الجناد وهي كتاب الدفتاجين وقدم الباقي من عشرات الكتبان الشياطين الذين هربت من أرض المعركة كانت بغي تعدمهم أطول مدة حتى تقتلهم ستسلط عليها ملاز من حياته لا تدري وقال اليوم سيأخذ صاحبها الشيطان اللعو قلت له صاحبك يتسنك في الدار الأخرى المؤمن وسيأخذ عليه مدابة قليلا وسيبدأ في مضاربة ومعركة لهم الجناد أمرت كل أفراد وعشرات الكتبان أنهم لا يدخلوا فضل مضاربة أخي أعرف أن ملاز قوى منها وسيسحقها لم تطولت بثافه وكان بأنه ملاز قهرها سيخرج الجسر من العدم كل بركان العيش وسيهجم على ملاز ويأمر كل الشياطة المتبقية من عشرات الكتبان يهجموا عليه دقة واحدة وسيتتحموا عليه حتى يقتلوا ملاز ومن بعد موته نط جناد تكمل على داجين وتقتله ولكن جسر سيقف في وجهها بالقوة وقال له يا سيدي لا أريد أن يموت داجين جناد سيستغرب وقال له من أمين عندك سيد قال له من اليوم أنا أمور بعمر سيدي وخصك تكوني ممسنة لك حيث هو لي حررني لكي نقضي كل حقك من مالس دحكت بصخرية وقال له ما هو سيدك هذا؟ قال له سيدي خوف تمغوتت جناد بعلى صوشة قال له المدوين الخائن سيصرف قه جسر وقال له حفظي لسانك لا تتعرف على سيدي بالخيب الجناد سيختفي من قدمه في كل اللحظة ومشاء وحرر داجين وقال له يرجع لسيدي وسيدك سيختفي من قدمه درجين حتى لا ينطق بكلمة واحدة في نهاية المدوينة مكتوب أن عشرات الكتبان عين مدوين جديد لهم والمدوينة سيصلوني في الماكت لكي نتابع أخبار القبيلة ونعرف الجديدها وكتب لي جسر واحد طريقة لكي نطلبه فيما يحتاجه في أي وقت وفي أي بلعصة ومن بعد ذلك من طبيعة حالة تخطي القرار قرار رجع لدارنا وآخراً رجعت الأهلي وداري لم أردت أي شيئاً لكي نبرر هذه الغيبة كاملة وأيضاً لم يكن لديه وفعلات الخطيئة لم يكن لديه أصلاً لديه مدوينة هذه المدوينة وأخرجه من باب واسع لقد كبرت وحياتك كذلك لا أريد شيئاً المهم كملت قريتي الجامعية وتخرجت عيشت حياة طبيعية لمدة 4 سنين لم أردت أن عيشت فيها حتى حاجة ما هي أو لم تتعلقها بالعالم ومن العالم الآخر من غير هذه المدوينة التي تصلني لم يكن من ثلاثة شهر سواء كان يكون الناس في قلقها أحدايا سواء الشيطان يتحنني احتراماً يضع لي ويأتي في حاله كنت تقرأ المدوينة التي توصلني لكي نرى خبار القبيلة خبار العالم الذي سمحت فيه وتهنيت منه مصدعه الشهر العوام قددد حتى النار الذي يتحن الشيطان الذي يوصل لي المدوينة سيتحنني وهذه المرة لا يتحنني قلت له أن تأدل نهضر سيدي قلت له أن أدل ماذا؟ قلت له جسر يبلغك التحية ويقول لك هذه المدوينة لا يمكنك الخبار التي فيها لك كامل الأختيار يتقرأها يتحرقها وفي حالة حرقتها جسر هو الذي يتأخذ القرار بلاستك في الأول أخذت المدوينة وضعتها جنبي محليتها لأنك تحتاج الناس ولكن الفضل لم يكن هناك ليلة ما هو الخبار الذي ينفذ المدوينة والذي يقلقني أو ما هو في العالم الذي يتهنيس من المصدع لم يكن تقلب بلاستك وعرفت أنه لم يكن هناك إذا لم تقرأ المدوينة وعرفت الخبر الذي يهدر على هذا الشيطان فتحت المدوينة وبدأت القرأها المدوينة في الأول كانت تهدر على البطولات الجسر وفي حروب ومعارك كثيرة مع العشائر الأخرى للشياطين وخضعهم لها بالقوة وفي رجع المجد القبيل للكوتبان الذي يبنى المؤمنة المتبقية الذين يشاركوا في الحرب على مزعها هذا العشرة المؤمنين بدأوا يطيحوا في الشياطين وكتبان ومع أمور الأخر وهذا ما يقلق جسر لكي لا يمكن يوصل لهم ويتهنع لهم وفي آخر المدوين أنا مذكور أنه جند تبعاد الداجين حتى تلقيته وقتلعته وجسر مساعدتها وثجن جند ويتسنى الأمر مني وقتله ويعفو عليها بصراحة حسنت الكثير على الموج الداجين لدي الخبر الموت كالسائقة تفكر عن ضحكة وإنه لا يوجد صفر لأنه لم يكن تفرق الوجه تفكر أنه يدار معي وكيف تحول من أحد يقتلني بغير رأسي لأحد يجري وكيف تقتل لكي يحمي من الموج وكيف تضح براسه لكي ينقضي القارن ولكن أخيك ليس هنا شيئا الذي تجعله في الموت شخص آخر وليس هناك مدونة من بعد اليوم لم يكن أعرف أي شيئا لكم ولا أحد يتواصل معي منكم ينسوني وننساكم وبالفعل يأتي شيطان خطاق المدونة ويقضع الأخبار عليهم وأخبارهم علي سيأتي تقريبا أنا مهني منهم ومصدعهم لما يستطيع أرجع للإنسان الذي كنت قبل أن يعطي المرحم الكتاب الذي يحلع لي هذا الباب من أبوه وفي حالة ليلة ويقضع مع أصحابي في حلقة قداية حتى 1-10 ساعة من الليل نعود إلى هذا الضار أدخلت دخلت إلى بيتي وإنما أدخلت أرى لقى الشيطان الذي كان يجلب المدونات وقفه يتسنعني أول ما رأيي أدخل أركابه وسأضع رأسه قلت له قلت له قلت له قبل أن تبدأ لي وإنما أضع أدخل قلت له ماذا أريد قلت لبس سأعرفوا طريقك وبغين يغضروا بك وإنما أرى الأمر سأرى أريد أن يحميك منهم وإنما أسمعتك شيء سأضعي على الجبهة وسأسدعني بحالة وقداية وقلت يا ربي يا ربي سأتنع من هذا العالم حتى أقول أنه يخرج من هذا العالم وإنما أجل أنه يخرج من هذا العالم أيها ربي من هذا العالم قلت له أنه أراجع ودخلت إلى بيت وقلت له أنه يسرى شيء غير ضرور سأرى أخي سأرى صفرات سأرى ثلاثة يام سأرى عام سأرى خرج من أخي وقلت لديك الشيطان في بيتي قلت له جسر في ندابة قلت له نحن نستقررين في جبل أطلس في أقصى الغرب قلت له أخي سأخذني جسر قلت له سمعنا وضعها السيدي مكملة التواني معدودة وجدت رأسي في واحد الوادي مهجور بين جبل أطلس في أقصى الغرب كانت الضلمة حالي كما تبنت لديك شيئا ما كانت لوقت الليل وكانت لديك مصدر إضاءة والشيطان الذي وصلني إلى المياه بمجرد ما وصلني إلى المياه ونصار في اختفاء قلت لديك في واحدة المياه غسمة والضلمة من كل جهة قلت له قلت لنرى هذه الحلمة أين ستخرجني قلت لديك في مياه حتى سيصدني عيني لا سنفق على صوت كي يقول لي في قسيدي المدوين نحل العيني ونجدها جند جند كانت مادة لديها لن نوت زعمها وجسر كان وقف حدها كان وراءه واحد جبل كبير عرفت أنه جبل وصدق الضلمة لحالك حيث رأيت فيه واحد منظر المهيب ألف الأعيون المشيعة قلت لديك أن العيون المشاش معكوس في هذا الضوء كانت ترى الإتيجاه لأناية وغاء نط لديك العيون هبطعت قلت لديك صاحب هذه العيون اركعوا لها كاملة قلت لديك جسر بحلو كداية وفي المحل الباصر كان منهم اختفوا قال لي جسر أهلاً بالرجوع لديك سيدي قلت لديك جندا بيديك بحلو كداية جاءت واحد الكهف وسط الجبل بعد ذلك الحركة لتفتلها سيدي قلت لديك جسر ورانا حتى دخلنا الكهف و أول ما دخلنا الكهف كان منه ستضوى حتى يقولوا ألف شمعة تشعنز دقة واحدة بقينا نغرقوا دقة الكهف حتى سنوصلوا إلى واحد من الصخار من الحجر بعد ذلك يريد جسر العرش لكي نتربع عليه قلت لديه ولكن كان العرش لم يقص شيئاً بحل جسر في المهم معلاء أي حال قلت لديه وقلت فيه و أول ما قلت جسر وجندا قلت لدينا بحلو كداية وقلوا لي في نفس الوقت وصوت واحد مستني الأمر كسيدي قلت لديك جسر ما من أمرك تقصد قال لي جسر من ساعة ما رجعت إلى العالم و أنا كان حاول نبني المملكة الجديدة مملكة الكتب العظيمة قلت لديه و احترجت لها المجد و ادخلت تحت الطاعة لقبائل و عجائر أخرى قلت لديه عارف جسر هذا عارف هذا كامل 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 وصنيف المدوانات قال لي وإن كان هناك أقران تحاول تحطم الشيء اللي بنيت قلت لديه عارف جسر عارف جسر العشر المؤمنين عارف قال لي منهر مدسيدهم مالس وهم لا يحاولون يتقرون له ولا يلمونهم قلت لديه في المدوانة و انا مذكور أن العدد لهم لم يصل لها ألف كل قرار من العشر المؤمنين تحتهم مئة و انتجه كليش في السدابة و الوفات قال لي لو كانوا يوجهون وجه لوجه لو كان سلت معهم هذا الشحال و لكنهم يقومون بحرب العصابات يضربون يطيحون واحد مرة و يتبعون واحد مرة بدأوا يستنزفوني و هذا شيء يبدأ و قلت لهم و قلت لهم و لماذا أتعود لي هذا الشيء و لماذا أدخلني أنا يفاتي و قلت لهم و لم يتعودوا و لم يتواصلوا معي قال لي بعد مقطع و قلت لهم أنني أطلقهم وجه لوجههم و نسحقهم و قلت لهم قرارين كافر على أساس أنه موما بين صفوفهم حيث و لم يقبلوا بينهم غير أقرى المؤمنة و هذا القرارين هو الجاسوس و هو عيني و لكن و لم يتواصلوا و قلت لهم و قلت لهم و قلت لهم قلت لهم لماذا أدخلني في موضوعهم قال لي الجسر ستنتهي لحرارة أخرى و أصلا سبب في الموت المالس يعني أنت بالنسبة لي و مورس الانتقام سأتركوا شيء و قلت لهم لماذا تخطي الجسر قال لي سأحميك منهم سأتبقى هنا وسط العشرة سأتنسى سأتكون مأمن منهم قال لي جسر سمع لي سأتعيش في نعيم بناتنا لا يخصك حتى شيء خير قال لي جسر ستقدر تعوضني في أهل و أصحابي قال لي لا أريد أن أجلبهم كاملهم يعيشوا بناتنا هنا أنا لم يغوت على رأي راضيا قال لي لا الأهل الذي لا لا تدخلوا في العالم و أول مرة سأرى جسر خائف مني بحلوك لم ترى القوة له ولكن لم يغوت عليك لغوتها بل خوف شديد قال لي عندما جسر سأصرفه و تركنا نفكر على هذا الموضوع و سأصرفه من قدامي في المحلة سأضبر سأضع نهار و جوجو ثلاثة و أنا دخل هذا الكاف لا يمكن من إلى جسر و من رجع ولكن قبل لا أستطيع الاستيئدان كان كل سأخذني جسر إلى طرف لغة جابل و من يجب لغة جابل لغة جابل و أول جابل و قائب سأخذني أخذني لطرف الجبل و أخذني أخذ راحتي بوحدة و أخذني 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 كان يصير جسر أنه يبقى جنبي و يحرصني ولكن أنا أخذني جسر أنه لا أطلبك أنا أمرك أعليه كان يسمع الهدراتي و يفيد بلقير و أحد نهاره أنا أخذني جسر في الكافة لأخذني لطرف الجبل و سأسمع صوت عند مدخل الكافة لم يكن صوت جسر ولكنه صوت الذي تعرف النبرة له و الذي يسامعه فيه لا أعقل بالضبط سيقول مول الصوت تسمح لي أن ندخل سيدي قلت له دخل كونتا و أول مدخل المصصوت أنا أشاهدت الوجه الذي سيصدمني الوجه الذي سيجعل جسمي كامل و يبوش و قمت بلصتي و أنا أحل عيني و لم يستطيع أن نرمش بها و الفم يفتح على الآخر من الأخير كتب صدمة الذي يدخل عليها كان عمار و قبل أن ننطق بكلمة واحدة قال لي لا تخاف أنا لا أصدق بك أنا لا أصدق صاحبك المخدر الذي قدرت به أنا لم أستوعب شغان بلوكي و قلبك يضرب 108 سيكملها و سيقول أنا هنا أصدق بجسار حيث من طبيعة الحال لا أصدق لدي مأوى من بعد أن أصدق صاحبك عمار أنا رامع القرين الشاهد عليك و أصدق لديك العرش الزيتون تحتفرج صاحبك بدأ نفسك يضيق و بدأت تتعرق قلت له ما أريد مني قال لي لا تخاف منه و لا أريد منك قلت له ما أريد منك قلت له ما يدور في دماغك و أصدق لي من هنا قلت له أصدق عيني في الكاف حتى أصدق عيني على العرش قلت له ما أريد منك قلت له ما أريد منك قلت له كيف يدور لي أنتها قلت له اسمع هذه أقل شيئة ستفديها لي من بعد أن قتلت صاحبك الرجل الذي استطفك في دماغه لمدة ثلاثين و لا أخبره ما أريد منك أنا أنا أتعصبت له قلت له لك قلت له لدينا أن تفهمه عمار لم تستطفني في دماغه عمار تحكي لي لمدة ثلاثين و استغلني قلت له لدينا التفاصيل المهم أنك تسبب في موته و جسار و جناد قلت له بشيئة قلت له بشيئة وأنا قلت له بشيئة وقلت له موقع لدينا قلت له ما لم تقرأ لم تكن من علاقة لأنني كانت محررة في هذه الليلة لا اصدف طورة المهمة و أرى أن أخبرت كيف تضع في الدماغه و اضع في دماغه و اظنت دهاجين قبل أيضا كيف يعني في دماغه و اقول كيف بلا فرصة أنا و دي جوجنا لم تبضعها المكان و لكن المثال التي أعرفها يجب أن نفعل شيء جيد ونفعل خاطره حتى نجد طريقة لكي نتخلص منه لا أريد أن نجسر وصلهم للخبار أنني أنا الذي تسبب في المودة العمار سوف نعطي رأسي وكذلك لا أخير منه ونحن نفسه ونقف رأسي ونصوح من الأصل قلت لهم أن أطلب مني قال لي ما أريد أن أسمع منك؟ هذا مزيد قال لي خوف هذه السماية التي أسمع بها صاحبك قلت له قال لي أن أريد أن تكون تحت الأمر سوف نطلب منك بالحرف قلت له نتعلم جسر ونعدي ونجند هذه الساعة الذي سأخبره ونحن نحكم المملكة الكتبان كيف لا أريد قال لي كيف سوف نعمل لك ماذا هي الخطة لك؟ قال لي لي ما لديك حين هم نتعلم حتى أن الخطة لك لا يمindre أن تعرفه هذا المساعة الذي سنطلب منك في الوقت الذي سنطلبه منك وبالما تردد وإذا تظهر تقرأ المقابلين قلت لك ونسرته ونسوز لك ونختفى من قدامي سنتظه من أجل من ساعة ومعها مجموعة من الشيطان قال له هؤلاء الحارس في سيدي وقلت له لماذا هم من هم إينات قال له هم لا يقل الحراسة سيدي وصافي هم تسليا والحراسة بجوج عارف القنط سيكون قتلك قال له لما يخصني جسر يجعلهم يبقوا حارسين في المدخل الكاف لا يدخلوا لديهم هنا سيأمرهم جسر لنصرفوا وسيقرب مني لأنها ترمعها قال له لديك شيء أخبر مفرحة سيدي قال له جسر تفضل أنا كنسمع قال له الجسوس الكافر لدي الرسوم اللي عودت لك عليها من قبل قال له خمسة من أصل ذلك العسرة المؤمنين سيأخذوا إلى واحدة البلاثة قريبة من هنا وهذه هي الفرصة لنحيطهم بخمسة دقة واحدة حيث سيأخذوا بوحدهم وهنا متركزون أغلبية الجوج دينا قال له لماذا سيأخذوا إلى هنا يا شيطا عليهم حياتهم أو لماذا قال له الجسوس سيأخذوا في مهمة انتحارية لكي يقتلوا انتها من بعد ما عرفوا أنني حامك هنا قال له جسر ما هو الخبر الذي فات شيء وقاموا لكي يقتلوني أنا يا واقيل قال له بالعكس وهم مركزون على عنصر المفاجأة ونحن نعرف الوقت والبلاثة التي سيكون فيها وهذا السلاح لنا بالضبط قال له ما هم أغبياء لهذه الدرجة سيأخذوا ودخلوا على الكهف وأنا وسط الكتبان قال له لا لا سيدي وما وصلتهم خبار بأنك تكون في طرف الجابل في البلاثة التي تتعود تقلس فيها وتشمل فيها له عليها سيقصدوا هذه البلاثة بالتحديد قال له متأكد من المعلومات التي تحدثت قال له أهلا سيدي ومليون في المياه والجاسوس الذي يأتي بالخبار رأيه براء الكهف يتسنى لكي تسمعه من اللسانه سيقول الجسر لك الجسوس دخل وسيطلع الجسوس هو رامح دخلوا الودي لابتسامة صفراء ومصطنع على وجهه وقال له الجسر أعود لسيدي يسمع له ودنه وسيعود لي نفس الشيء الذي يعود جسر ذابه سأنتظره فراسي هذا نوع قتل الجسر وجانده لا يمكن أن يكون متفق مع العشرة المؤمنين علينا جسر سيطلب من الرامع أنه ينصرف ويجعلني أنا وياب وحدنا و أول ما أخرج رامعه قلت له إمسا أنه يتجمع لهم قال له نار الفلاني على الوقت الفلاني سيكون في الانتظار الكتماية وذلك نار سيكون النهاية لهم على الديعاناية قلت لجسر أخي سيخرج ذابه وسيجعلني نفكر ومن بعد سيأعطيك القرار لي قال له أمر كاسيدي وسينصرف وعلى شيء الذي أشغل أبالي بعيد على الموضوع هذا الرامع ومصيبة جديدة على الشياطين مرة يدخلوا يخرجوا على رجلهم ومرة يبنهم لعدم ويختفيوا لعدم حل الضخان ماذا الفرق بين حالته هذا؟ لم يكن هذه المرة الأولى التي أستغر فيها من السلوكيات الشياطين لم أكثر من عشر معهم ولم يتعلمون بزافة الحويش ولكن كل العالم لديه قوانين التي يتحدث معها وليس هناك أي شخص يفهمها لا يمكن أن يجعلني سيضوز الليلة في الكاف لا يخرج منه سيستأدنوا الشيطانات لهم في المدخل الكاف أنهم يدخلوا يدوزوا معي الليلة يتحقوا معي ويفوجوا عليها ويتقربوا مني ولكن أنا رفضت هذا الشيء وطردتهم إلى بره قدتني عيني حتى سنفق الغطلة على صوتها الجنة ويطلب الإدم بالدخول قدتني لها دخولها جنة ولكن عندما دخلت لحظت أنها لم تحنات لي احتراما كما يدخل أي شخص يدخل عندي وبعد ذلك تقرب مني حتى سيصل الفوم لدني وسيتهمس لها فودني لا تتوحشتني شاسي المدوين سأضعي الداخل لكتفها ونتفعها بشوية من الأخير تأتي إدالية أنا ممودوين لحد تعود تقرب مني وقال لي فهمت من حضرتك أنك لا تتوحشتني أنا أصلا عندي معها مشكلة هي قتلت داجين عليها سأعود ندفعها وقتلها آخر مرة آخر مرة تعدي الحدود ديالك الشيطانة بحلي وكدايا ستنزل المقدمة من العرش ستنزل الاركابها وهو بتطرس على الأرض فضائيات الإدلال المعروفة وقال لي كان أعتذرها سيدي سمح لي يا سيدي قلت لها لم تكن شيئا ضروري تقولها بلا ما قد تتخل عليها بحلي وكدايا قلت لها بصراحة أريد أن أضعي معك على هذا الجسس ديالنا الذي مع العشرة المؤمنين قلت لها تفضلي أنا كنسمع قلت لها أنا لا يقع فيه وبالله هو واحد القارن الذي ماشي آمين وفيه تتخلونه بثثاف حيث يجعون لي علي عمار أنه خبيت وما فيه شتقة خبيت أكثر من عمار براسه عليها لم يكن عمار يحرر بثثاف إلا للضرورة القصوى قلت لها اشتقت العمار قال لها القارن في ستنطقناه أنه كان محرر لليلة لأحد المهمة لها بثثاف وهذا عكس هدرت عمار الذي قال أنه لا يحرر إلا للضرورة القصوى صافي يعني هو يكتب علينا من الأخر قلت لها فهمت مكلمة جناد أنت تشكى أنه هو قتل العمار قلت لها لم تنشى سيدي ولكن يتأكد منه أنه كتب علينا وهو لا يعرف كيف كان قتل العمار وكان هو حضر في ليلة المقتل العمار ورى كل شيء بعينيه قلت لها كيف يطلب منه جناد قلت لها لأنه لم يرد بالك منه لا تقوم بالثيقة وهو خطل بتجسر مرات ومرات يخلص عليه وقته منه ولكنه لا يريد وجسر كيف يسمع الهدرة كانت تمنى توصلها لك لكي يسحب الثيقة منه قلت لها أخي جناد كوني هاني سأرى ماذا سأفعل معه قلت لها تأكد لها سيدين قلت لها عبركم أغطيحني بأي طريقة قلت لها أريد أن تعاودي لي على كيف قتلت لها الإبتسامة التي كانت مرسومة على وجهها قلت لها تحييد وقلت لها متأكد متأكد بغيت تسمع منه كيف مات قلت لها هاضري قبل أن تطولي عليها وكان وعدك كان وعدك لا أريد أن أحسابك على أي شيء أهم شيء أنك تعاودي لي كل شيء مسارحة لا تكذب عليها قلت لها بطرسة وبدأت تعاودي لي بعد أن أحرار جسار داجين وطلب منه أن يرجع لك لم تكن منزل انتقام كل ما زائعه ومن بعد أن أعرفت أن داجين كان متحالف وخدمت تحت الإمارات الملاس هذا ما زائد لها نار لانتقام داخلي وقررت أن أأخذ رأسه يوقع الذي يريد أن يوقعه وبالفعل بدأت تقلّب عليه في وقت طويل في القبائل والعشائر وأماكن تجمع الشياطين ولكن بلا فايدة لم تجد إشغال أطار وإن معلومات تدل على ومع ذلك الدرجة المعروفة عن كل شيء أن جنة تقلّب على داجين وبغى رأسه وأخر جسار كانت توصل على الخبار وعرف النية وأنها تحاول تنتقم لماذا زائبها ولكل ما منعاش من هذا الشيء في حالة كان عارفه مقتنع أنها مستحيل مستحيل توصل إلى داجين ومع الحروب والغزوات جسار والتوسع على المملك الشياطين الأخرى بدأت الشياطين تنضم له وطلب الحماية من عشيرة الكتبين حتى يأتي ذكر معه ويطلب الإنظام من العشيرة بحجة أنه قريل مدوين سابق لقبيلتنا وأول مدخل كانت تقرب من جسر وشكل ملحوظ ومبالغ فيه لكي يدير بلاسة نزعمه ومن بعدها بدأت تقرب من جنة حتى هي ولكن هي نهراته وقمعاته حيث هي أصلاً لم تتحمل وكنت تكرهها من الأول قال لي أطلبي أي شيء نحضرها لك لكي تبدأ نظرها له وترضع عليه وتقبله بيناتهم قلت له باستهزاء أخبرني أين كين داجين حيث كانت تأكد أنه لم يكن يعرف ولكن سأصلاً لكي يقول لي أنه يراني أعرف أين كين ولكن ما هي سأعطيني بالمقابل؟ سأسمع أنه عرف بلاسته سيتهدده هددته إلا أنه لا يقول لك بلاسته سيتفصل على رسم بلاسته وخاوة قال لي أنه جسر لا يريده ولكنها أصرت عليه هددته حتى سيقول لي لا يمكنني أن أعطيك البلاسة بالطبع ولكن سأقول لك المدينة التي فيها داجين شيء أكثر من هذا لا يمكنني أن أعطيها لك قال لي يا داجين في مكة تم جنة تصدمات الأمراض حيث مكة لا يدخل لها المسلمين سواء من الجن أو للإنس ثم سيطح لها رمع أن داجين تأخذ الإسلام بعد أن لا يحدث أصلاً هذا شيء أصلاً مع مراعوة ودرجة عندي أنا من المرة لا يحدث أصلاً لأنني قتله جنة ومن ذلك الساعة هو يحاول كفر على البنوب في الماضي طلبت مرة أن يأخذ لي داجين من مكة ولكن قال لي أنا يا قرين كفر لا يمكنك أن تدخل للمدينة لا يمكنك أن تدخل لها المدينة عليها ناط وطلبت من الجسر أنها ستأخذ خلوة بينها وبين رأسها وهذه الشيطان يأخذ خلوة بينهم وبين رؤسهم يأخذ خلوة بينهم وبين رؤسهم وضعها وفق الجسر أنه يسمح الخطوط وتأخذ الخلوة ولكنها كان غرضها أخرى الخلوة تريد أن تركز أن تأخذ رأس داجين ومشأت إلى أطراف مكة وعشت المياه بالأصوار لها واحد المدة حتى هي كافرة ولم تقدر تدخل من طبيعة الحال بدأت تشكل على شكل البشر وتحاول تغرير أي واحد من الحجاج أو المعتمرين لتعاونها تخرج داجين ولكن لم يستطع فقدت الأمل أنها تخرج داجين حتى سمعت شيئين على ساحر في بلاد من نهرين يقدر يعاونها تشكلت قدامه ومعها هي شيطان عويل ويوم الآسيات قدرت تشكل والساحر لم يستطع منها تدخل عليه وتعود للأسوار طلبت من أن يذهب إلى مكة ويأخذ لها من داخل واحد القارين المؤمن اسمه داجين يأخذ لها مكتف ومسلسل قال لها الساحر لما نقدر أنا لا يوجد القدرة على هذا الشيء القارين المؤمن أشد أنواع الأقارن قوة السيطرة عليه خاصة تلاصم نادرة ولم يوجد كيف يمكن أن نوصل لها ستعطيه واحد الكتاب وقالت لي أن يدخل إلى مكة ستقرأها الطلصم هذا والقارين المؤمن داجين سيحضر قدامك مسلسل وغير يحضر قدامك أو تقرأ لها الطلصم الثاني ومن مورها سيكون خرج أسوار مكة وهذا سوف يتسليل المهمة لكي نتعي قلت لها بلاسي وعليس لا تستخدموش انتظروا هذا الكتاب لكي تحضروا ملاسي وانتهنوا منه مصدعوا من الأول أو لا تحضروا هذه العشرة المؤمنين التي تكون معها ومشكلتها قلت لها هذا الطلاصم لا ينفعوا مع الأقارن الذي يكون دائر بيوم الحراس يجب أن المستدفئ يكون واحدا وبدون حراسة بحال الدرجة التي أعزل في مكة قلت لها لم تقرأ لها الطلاصم قلت لها إن كان شيء طلاصم يجب أن تقرأ من إنسان من ساحر نحن هناك شيطين لا تكون مقبولة منه قلت لها ما هو وفق الساحرة على الأرض أو لا قلت لها قلت لها وفقه من طبيعة الحال وبالهليك زيلي حياته أهم من حياة داجين سوف يخاف على حياته من طبيعة الحال وسوف ينفضل يطلب منه أو سوف يقتله بكل بساطة ولماذا أنت بعد لا تقرأ لك شيء ساحر عنده ضمير المهم نقلت الساحر في المح البصر للمدخل المكة لحد الممكن أن نفوته وهو سيكمل الدخول على رجله ومن بعد دقيقة على الدخول كان درجين خارج أسوار مكة كان عند رجله مربوط ومسلسل رأيت فيه هو ناس ومجبط في الأرض ومكتف كنت ترى في وجهه الخوف كنت ترى أنه يحذرني ويبكي عند درجة لي طالب ورأغب يريد أن نرى في حياته ولكن الغريبة هي أن داجين كان مبتاسم وضحك لم أقرأت أستفزاز لي وعلى سرعت بالقل وفصل طرس بلاستها ومشفت الغالي منه ورجعت الحق قلت لهم ماذا قلت مع الساحر الذي عاونك؟ قلت لهم من طبيعة الحال سألت منه وقتلته قلت لها لا تستطيع أن تستطيع حتى شيئا ممكن أن أناية في رأسي الذي قلت على هذا العرش ومتقيقه رأسي ممكن في أي لحظة نتأخذ منه ونتقتله وتتقلبه العشرة المؤمنين بغينا رأسي رأى ما يكيب تزني وإذا لم تتوصل للعرش أول واحد سيبدأ به هو أناية وإذا عرفت جناد وجسر الحقيقة الموت عمار سنقع معهم في المشاكيل من آخرتها لا يوجد أمان بين الشياطين والولاء سوف نفكرها في رأسي نفكر بعقلي ونبعد من العاطفة وما أنه سوف أحد أنا لا أتعامل مع بشار أنا أتعامل مع الشياطين الغضر يجري لها في دمه وفي عروقه فكرت حتى توصلت إلى فكرة هناك شيء مخاطرة ولكن لا يوجد حل من غيرها سنطلب الحضور الجسر وسوف أحضر سأخذني قرارك في موضوع الخمسة من العسر المؤمنين قلت له أهد تخده ولكن سأخذ الخطة قلت له أمر كاسيدي قلت له قلت له سوف نصفت ورامع وسأعلمهم أنني سوف نكون واحدة في السفحة الجبل في مديمة ولكن أنت جسر لا تدخل سوف تجعلهم لها وحدة أنا وهم الرأس في الرأس قلت له قلت له قلت له ما هي الخطة لك قلت له ما عليك قلت له سوف تسمع الهدرة لأي صافي أنا أعرف ماذا نفعل وبالفعل جسر سوف نصفت مع رامع الوقت والبلاثة التي سوف نكون فيها وحدة أميّا وبدون حراسة يعني صافي سوف نكون لهم فاريسة سهلة رامع وسط اليوم الخبار الوقت والبلاثة التي سوف نكون فيها بالضبط جسر عياما يحذرني كيف سوف نتواجههم وانت هي وحدك وخليني نكون جنبك ونضور بك الجيش دينا قلت له جسر سمع الهدرة لي هذا أمر ليس طالب بالفعل جل معه وباللحظة بالضقيقة التي وصلت إلى طرف سفح الجابل وقلت أميّا وجدت خمسة الأقران من العسر المؤمنين مدوريني أنا يكتغس للأرض ونرى فيهم بكل ثيقة وحد فيهم سنطقوا سيقول اليوم سنجلبوا حق لخال العهد وقدر بشاهد الأقران أنا سننضب بشوية واحدة وحدة أليم بلاستي وبدأت نفطرة بنحوه يجب بشوية ونرى فيهم بكل هدوء قلت لهم على سلامتكم حتى وحد فينا ما سنموت اليوم كما ترون أنا لم يكن لدي الوقت سنضيعه معكم من القبيلة وانا كما تصدرون ستسمعون كما سنقول لكم المختصر الكلام ما هو هذا يجب أن يكون ميز ألف من الشياطين على رأسهم جسر وجند وماذا أحد فيكم سوف يفكر أنه يتحرك بلاسته سيطير فرمشتعين وحد فيهم سخنه وتعصب وسيغوته وسيقول لي نموتوا بكرامة وما نعيشوا مثلهم بحيالك أنا يجاوبتوا بكل برودة لأنه يجب أن تعيشوا وبكرامة ستبتل من أحد معصب لأحد أحد يستغرب ولم يفهم ما كان يقصد أحد أخر ينطق وسيقول لي أنت لا تضحك علينا أنا أعرف أن أنت يا أخبت من الشياطين بروسه أنا أقل أن أتوجهه من أحد هادئ الذي لم يكسر الأنية قلت لهم سأقطعوا الحساسة عليها لا أريد أن أسمع صوت منكم تحسبوا لأن تسميته ورسكم مؤمنين وطيقتوا الكذبة بدأوا يشاهدوا شيء وبدأ يدخلهم بالشك سأكمل هادئ وسأقول لهم أصلاً بينكم أحد خائن وهو الذي يوصل لي الخبار الذي سأأخذني عليك التواجد لكم تمزد الشكوك لأنه أصلاً أنا الطريقة لأن أهدر معهم هو الذي لا أخير وهو الذي يحكم في الموقف قبل أن أأتي هنا طلبت من الجنة أن أأتي الخبار من الخمسة من الخمسة الماضي والتاريخ كامل من بعد أن قلنا مطبيعة الحالة رامعة على الأسماء وكانوا بخمسة الماضي كحل كانوا الشياطين الفاسقة وحتى أصحبهم لأثار الإيمان في التاريخ من آخر منافقين ومسمين رأسهم مؤمنين فأنت أفضح فيهم واحد أمور لأخر أنت التاريخ كذا وكذا وقدرت هذه وهذه ونرى الآخر ونفضحتهم حتى أفضحتهم وطيحت الأقنعة كاملين ثم سأتزع التقيقة في نفسهم من بعد أن أفضحتهم بدأت أصوات ونفضحتهم تدريجيا حتى أردت أنا الذي حكمها وأردت أنا الذي محكم في الموقف وأنا الذي مسيطر على الحوار وفي آخر الحوار الذي ضرب بناتنا قلت لهم لن نفضح سر لكم لقائدكم الذي كان يسمى وضشار وننطلب من جسر والجيش الذي يحوضكم من كل جهة أنه يقتلكم ولكن هذا ما لديه تعمل سأتقولون قدامي على هذا الولاء هذا العهدد تقريته في الكتاب الذي لقيته تحت استرجم في دار عمار الكتاب الذي رجعت به جسر عبد عندي هذا العهدد لم يقرأ شيطان أو لجن لأحد من بني الإنس الذي يخدم تحت رجلي وعبد عندي حتى يريد أن يقرأ رقابه قال واحد فيهم يريد أن نضم الجيش الشيطاني مثل لا 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 لم أخصني بركة على هذا الألاف المؤلفة التي ضيرها بكم أنا أريدكم كيف أن ترى تبقى في صفوف العشر المؤمنين ولكن الولاء سوف نطير سوف نطير ونرى ماذا سوف تحسب ماذا عن الله أو المنافقين في الدرق الأسفل من النار سوف يقضع الحس بخمساهم وسوف يهضر واحد فيهم لكي تأمرنا سيدي وفي هذه اللحظة الحاجة التي فهمتها وستعوبتها هي نظريات الخوف التي تنقصها على البشر خدماتها مع الشياطين سوف نقرأ لهم من نص العهد وقرأ لهم وقرأة العهد ماذا سوف تبدل أو واضحة الخوف مني وقرأت منهم ما الذي يقع بناتنا لا يخرج من هنا سرنا هنا سوف نتفنه وقرأت المعلومات بخمسة وقرأة المؤمنة سبعة من أصل عسرة أقرأة المؤمنة مؤمنين سوف يوصف أما تاريخهم وهم شياطين فاسقة ومنافقة وقرأت منهم أول مهمة سوف يأخذون أقرأة أخرى وعطيتهم اسمية وقرأتهم هنا مربوطين ويقرأون نصف العهد وقرأتهم من أولا جديدا سوف يساولني واحد وثلاثة البقيان وما فيهم القائدهم وقرأتهم فقرأتهم لا لم يمكننا التحكم عليهم الماضي الماضي لم يكن من المؤمنين فقرأتهم ثلاثة وقرأتهم أقرأتهم وقرأتهم سوف يجرؤون الأقرأة وانا اشتركت على رجل الوحيد كانت قريبا كيفية المازيسة التي أمرت بها يعني تأخذي لأيجسة وكانت معي أنا جسر ولا جيش ديالو أنا غاكت مريزكي بحياتي يطلع ربحة أو لا دبحة وأنت النقع أنا أصلا من هذه الحلمة هذه ولكن نجحات الخطة ديالي أول ما رجعتني جناد الكعف سيطلب جسر الدخول عليها وعيني كانت بينا في هذا السؤال اللي بغي يسألني ماذا وقعت ميا بالضبط أنا غادي نقلب علي السفة ديالي وتحولت لحالة غضب قلت له جسر هذه آخر مرة آخر مرة تجيب لي معلومات مغلوطة بحالك كدايا تأكد من جواسيس ديالك ومعلوماتهم قبل أن ترسطني شيئا أنا مشيت طرف الجبل ومشيت واحدة وحتى واحد مجا جسر بدأت تتسبك ويتتوعد في راميه سيطلب من أن نقضيه لكي نصرف قلت له أن تفضل جسر حيث عنه وأول ما نصرف جاند بدأت تشاهده بأحد نظرات خبيته وقلت له جسر سيقتل راميه سيأخذ الكراسه قليلا حتى إذا كنت أريد أن يموت يعني لم تقضى فرحة قلت له لا يديره قلت له أنا الذي أعرف أخي يا جسر قلت له قليلا سيأخذك راسه وسيأخذك تحت رجليك قلت له الحاجة التي سأخذها سأخذها ماذا هو وأنا لا دخل لي أنا لم أأمر سوق قلت له حد لذلك سأخذك سأخذك وكانت بينه أنه كان مضرب كان عليه أثار جروح بسيطة وكان هناك راسه راميه وسيأخذك رجليه وقلت له راسه قلت له حقك من الخائن الذي أخذ لنا معلومات مغلوطة قلت له جسر ما سيكون أمر كثيرا وقلت له داخلي أحد ما تخططه من الأول منضمن سبع المؤمنين في جيبي ويموت راميه يعني عصفين بحجر واحد كيف لا يقوله جسر سيقلز على ركابيه وسيحضر راسه وقل لي أن أدرك شيئا كمال على وديك يا سيدي حيث هو يدب علينا وليس يبقى بصفو في دينا قلت له جسر هذا القرار لا تلصق فيها قرارك أنا لم أطلبت لي أي شيء قلت له يا سيدي قلت له جسر سيدي قلت له جسر سيدي قلت له جسر سيدي ولم تحسيت بأحد الراحل لم تتوصف حتى أنت من المشكلة رامعة قلت له هذا المشكلة الدشار رئيس العشر المؤمنين والجوجة المؤمنين الذين معه لذلك طلبت من جاند توصلني إلى طرف الجبل كيف مالبرح وتثناني في نفس البلاثة لكي ترجعني وصلتني وأنا أكملت على رجالي البلاثة التي ترفعها مع ذلك الخمسة المؤمنين أولى الذين كانوا مؤمنين أما عندما لم يكونوا مؤمنين بنت الحقيقة لهم بالفعل لقيتهم في الانتظار ومعهم ذلك الجوجة الخرية التي تأخذهم أجلبهم كتفين ومسلسلين كانوا واجدين لكي يقرأوا العهد الولائية وهذا هو الذي يتحكم في سبعة من المؤمنين المنافقين وهذا هو عقادة يعني كل واحد تحتهم جموعة من الأقرى وهذا أنا محكم فيهم ومحكم في الذين تحتهم سنطلب منهم أنهم ينصرفون ومن بعد أن أعهدوني للحماية يوقع الذي يوقع وسأعود إلى جاند ولكن أول ما وصلت عندها سؤالتني لماذا ترجعتني الهناية معكم مرة أخرى قلت لها تعهديني على السمع والطاعة جاند قلت لها قلت لها قلت لها لا جاند جسر مربوط بعهد معي ولكن أنت مربط بي ولكن وعندما يحسب لك هدرتك الحلوة قلت لها قلت لها قلت لها أنت أصلا من الجيش الجسر لكي تكونت حتى الأمراء والطاعة أنت أخذت أم الأزياد في قبيلتك يعني أنت أصلا لم تزمي بالطاعة لها إلا لأنها كان بناتنا العهد للأول بصراحة قلت لها قلت لها وعندنا دمعي الحال وحسيت براسة حالة كيف تخرج من فمي؟ أنا ويعدة في الجبل ومعناها حد يعني جاند الدبي لو قلت قتلني تقتلني ومكينة ستدخل أنا ضغية فكرت واتداركت الموقف قلت لها جاند أنا أعلم لماذا أنت دائما وقف أجنبي وتساعدني وخام بناتنا جاءت وقلت استغربت وقلت لي ولماذا؟ قلت لها أنت بقي بيني وبينك مجاعر الحب وهذا ما يجعلنا نعاون بعض إيادنا بالأهد لقيت ضحكات وقلت لي أنت يا أخبت من أي شيطان أنا بدلتها نفس التضحكة وحليتي بحلوك ويزع ما جاءتنا ولكن درتت الشيغة لكي نسلك منها ونطمعها حيث عارفها بحلوك استئدان مني من آخر تزعما صافرها ضمنتني ورجعت بلاستها عندي يعني صافي قدرتني في الجيب وليتها هنا قلت عندي مساحة لكي نفكر في خطات جديدة لكي نرى كيف نحيط عليها جناد وضشر وذلك الجوج المؤمنين الذين يبقين معها اللي مردني في دماغي هي جناد هذه اللي لم يبيني وبيني حتى هذا الولاء لا أعرف كيف يدور فرصة الشيطان أول شيء في ذلك كخطة زعمة هي نخرج من هنا نبدل المقر بلاصة لا يعرف أحد من غير جسار بوحده اللي سنقلني لها سنطلب الحضور الجسار وقلت له بلاصة هنا يا جسار لم يبقى عجباني وليس مرتح فيها من الأخر ستأخذني بلاصة تكون أكثر أماناً من هنا قال لي ولكن هنا سيدتي أكثر بلاصة أمينة بالنسبة لك وتقدر تكون فيها قال لي ليس هناك سوقعة جسار تتصرف ليس هناك مشكلة قال لي أخي أعطني نهار واحد وسنقل قتلك البلاصة قال لي جسار وقلت في العقل وقلت جسار وقلت تهرس الحواجز التي تبيني وبينها وهذا ما لا يوجد في الصالح وقلت بيناتنا برح في الجبل زائمها على يم جديد قلت تقرب مني واحدة 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 وهي رأيك تحفر لي ما يحفر في شي قند أنا اللي عرفت الشيطان هذه وعشرتها هي خبيتة بثاف وما تعرف ما تحت رأسها قلت لها جسار وقلت لها جسار قلت لها جسار قلت لها بصوتها والإضافة لا يوجد مدونة قلت لها قلت لها بطريقة في المقامها لها جزء ماهغونات على جسار وقلت لها وقلت لها هاتفة وقتها قلت لها قلت لها لم تنريك والاني ترتفع وفي ان الهجito وقلت لها قلت لها قلت لها بمك وأنا يا ماشيع بالأخوية جسار لكي نسمع الهضرة نقل بالأمين وننصص عليك أنت من حقك ثم أصافي عرفت أنني أجبت الربحة النهاية التي ستكون دابة قاتلت داجين ستصفيني دابة صدت عيني وبدأت كنشهد حيث أنا وهمتها بلا باقي بيناتنا مشاعر حب وهذه واحد الحاجة التي لم تتغفر عن الشيطانات وخصص الأسياد لهم إذا لم تتعرفت أنك توهمها بمشاعر كاذبة ستصفك في البلاسة صد عيني وكنت نرز لي بشيطر بلاستو ولكن موقع لي أولا حسيت بها حدايا وقربت مني حلت عينيه بشوية وقالت لي لا تخاف المدون ساعتك باقي ما وصلت ستنوضني من العرش وبدأت تحسسه بسبعة هذا طوال وقالت لهذا العرش هذا أهم منك ومن اللقات لك قلت لي أنت يا جند؟ أنت يا بغاية هذا العرش هذا قلت لي ما أريدك؟ قلت لي أنا ما أريدك وأنه تبعني ولا أصق فيه قلت لي بستيزاء وما أنت يا بغاية هذا العرش خديتيك أكثر من الحجم لك أنت مجرد سافي العلوي واخدك أكثر من حقه في العالم السفلي قلت لي أنا أول وحدة سوف يشكفها جسار وسوف ينساق من الموجه قلت لي ما مطلوب مني أنا مثلا قتل راسي أو انتحر أو ماذا؟ قلت لي لا لا أريدك تحرر أخي جسار من العهد بينك وبينه ومن بعده سوف يتكلف بالقتل لك لا تعتبر سرسك المدوني قلت لي لماذا أريد أن تحرره لكن أنت يا بغاية قلت لي لحرره وهذا هو مربوط مع عهد معي ومهنية منه مستعو قلت لي لا 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 هذاك زمان وهذا زمان هذا كل شيء تبدل ونزيدك واحدة جسار يبقى أخي في الأول وفي الأخير أنت يا اللي داخل علينا بنتي من أولوه وبغي ترولي ناحياتنا وقلت لي يا أخا وإذا لم أردت أن تحرر جسار قلت لي ما تحاولت تجربني أنت يا راك لا أعرف ما قدر أن نقوم بأناية نقدر أن نقتلك بألف طريقة ولكن يجب أن تحرر جسار أخي هو الأول قلت لي اسمعين أقول لك جسار لا سوف يحرره وانت يا راك الذي أردت وقلت أن تفكرك وإذا لم تتقلتني جسار لا سوف يسامحك هناك سبعات أقران والأتباعهم الخبار في رأسك ركس معه هذا الولاء لهم حياتك بعد الموت سوف تبقى هوروب في هوروب لا سوف تدقي الطعم الراحة تبقى حياتك كاملة هربة من الانتقاء في هذه اللحظة هذه سوف تهجع لي جناد وسوف تهجمع لي وسوف تغرس المخالب الطوال في صدري وسوف تغوط لي في وجه قال لي لا تلعب معي السافل ساقط سوف يتحرر أخي جسار وسوف يتحرر دابا قلت له أخي قتليني وسوف يتحرر مور الموت ديالي دفعتني على الأرض وقلت لديك من هنا الغداء فكرة مزيان فأنا أرجع لك إذا لم أردت جسار محرر سوف يحرر روحك من جسدك وسوف يتكسافي من قدامي فرمجتعين بقيت أنا مليوح في الأرض وسوف نرى قدامي السقف ديالك الكهف وذلك الجهور سوف يتحرر في صدرين من الشيطان ينزف وقلت بلسطي من بعد مدى بسطي ورجعت على العرش وقلت لك إلى المور المغرب سوف يدخل عليها جسار وقلت له سيدي لقيت لك واحد بلسطة أمانا من هذه الكهف قال لي أين جسد بلسطة جسار؟ قال لي موتلة الشياطين لم يكن معزول وسط البحر قال لي هذه بلسطة التي عرف عليها أنها خطر قال لي ما عليك شي سيدي أنا أضبرت لك على واحد الجزيرة المياه لا يستطيع أن يصل لها أين سوال يدخل الهجين قال لي أي شياطين قال لي أي شياطين أي زيادة منهم لا يستطيع أن يقربها أنا أطلبت لك الإذن الدخول لها ورتبت لك كل شيء قال لي جسار دابا دابا سوف يأخذني لك الجزيرة ولكن سمع جسار أن أقول لك شيء كان أحضرك لا أريد أي شيء يعرف أين أعناية خاصة أخذك جاند قال لي هكذا يستغرب جاند لماذا سيدي جاند قال لي جسار هذا أمر ليس طالب لا تعود معي لها سنقل لي جسار بالفعل الجزيرة وكان لوقت الليل وكان القمر مكتامل والصوص المواج كان واضح أن هذا الليل كان البحر هايش قبل أن أعود إلى جسار قال لي أن هذه البلاثة هذه أمان مليون في المئة وأنا كنت ضمنها لك ولكن بشرط واحد وهي تدخل الجزيرة لا تدخل الجزيرة بقى على الشاطئ وصافي محرم عليك أن تدخل الداخل وأنا سنصفت لي كل نهار الذي سيكفي من المأكل والمشرك قال لي أخوة تقدر تفضل جسار وسنصار في مقدمة جسار أنا كنت تعيين ومهلوك بالخصوص من هذه الضربة التي قدرت لي جاند على عين يدتني ونزل على هذا الشاطئ الجو لم يكن بعد كان جو معتادلة سنعرف الجو من الجزر كيف يكون سيكون نهار ونهار وأنيفة هذه الجزيرة كان بقى قاس على الشاطئ ومع مرة صراحة فكرت ندخل الجزيرة كيف لا أحضرني جسار كل الفيزر كانت وصلني الماكلة والسراب مع هذا الشيطة الذي يأتي بالمدونة ومع تلتلل على هذا الشيطة المحاولة ومن الجزيرة ستجد لك شيطة لكي يوصلني إلى الماكلة قلت له شكرا ما هي الأوضاع لكم كيف تدعو العالم وقال لي كيف تدعو الحالة المستقرة وكيف يتعونا من الهدوء وفي الهجمة عسر المؤمنين نقصت المثل وفي الهجمة وكيف تتكلم بل وقع بناتهم مشاكل وما تصبح كيف تدعوه فهو جاند قلت له ماذا خبر على جاند قلت لك كيف لم تجعلها يا سيدي لا يوجد أي خبار أو جديد عليها سيضعون معها من وراء هذا الشيء بدل الملاله القنط يتسلل القلب ويقتل فيها بشوية 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 بدأت تخلفه حالة نفسية التي تخيبها بشكل بوحتك في جزيرة ومحصور في شاطئها عليها قررت بمجرد ما يأتي لك الشيطان الشيطان الذي يأتي لي الماكلة نطلب منه أنه يقول جسر يشاهد لي شيء حسن من هذه ومن بعد يأتي نقني لها تتنيج لك الفجر كيف الكوفية كيف تريد أن تجعل مادية الماء ولكن لم تجعلها لماذا سنشرب المادية البحر وماذا سنقوم بعمل نبقيت على هذه الحالة سنطيع فاقد الوعي من الأطر الذي يجعه العطش لم أعرفت ما حاله أنا فاقد الوعي ولكن ما أعرفت أنني فقط على صوت كين وضني لم يقتل عشية بحاله كداية حللت عينيها بالترع ورقيت الشيطان الذي يأتي لي الماكلة ولكن كان كله مجرع وضرابي كان بين أنه تعرض له هجوم وما أبقى قدامه غير لحظاته سوف يموت وفي ذلك اللحظات القليلة التي أبقيت له كان الأمير جلسار مات وجنة سرقات العرش مره مباشرة سوف يموت كنت مالك من الجوع ومن العطش لم أعرفت رأسي وماذا سأكون هلوس بسبب الجوع أولاد شيء حقيقي أو لكن حلم لا أعرف ما حدث سننضب قليلا ومشي اللي من أولي كان ميل وحس برأسي سنطيع في أي لحظة كان تقاتل كانت تقاتل لدخل الجزيرة ونرى أكما أن نلقى فيها ما نأكل أو لا نشرب وخش الصار كان محضرني أنه لا نتخليها ولكن على أي حال أنا هالك وميت ميت للهما المحاولة حسن نواله كانت تمشت موكا وكانت تقاتل بالأحدث في وجهها في المهم سأكما أن نلقى حاجة ستجوعي وعطشي حتى سنطيع فاقد الوعي أعلم الله جلو أنا فاقد الوعي فات الحالة هذا نهار أو ساعة أو سيمان لا أعلم الله لم يكن تقاتل على صوت الرعدة وشتاك تصب عليها قمت بزربة حتى نلحق نشرب الماء قبل أن تحبس اشتربت من الماء لتجمع الأوراق الشجر وخا كان أحد الماء لم يسخ بالطراب ولكن أنا كنت ميتو مهلوك بالعطش اشتربت حتى روية العطش لم تطولت الشتاك وستحبس معا كانت تقاتل عدو ديزا وصافي كانت تغرق داخل الغابة على أمل إذا لم ألقى فاكهة أو لأي حاجة تستجوع لي وكلما أنا كنت أغرق كنت لاحظة أن الكتفة الأشجار ستنقص حتى وصلت إلى شجر كانت أرض زراعية كبيرة وخاوية كانت توسط الأرض حاجة أصدر بحجارة مرصوصة بحجارة مرصوصة بحجارة قديمة بين الأثار الزماء بدأت نقرب من الضرب قليلا ولكن أنا كنت أصدر بحجارة لتدخل لها لم يكن لسترجم ولا باب هذا يوجد شكل صور مسدود الضرب يوجد شكل صور كبير من الحجارة المرصوصة سنخرجوا ونخرجوا على هذه الحفرة وكانت فيها بحجارة مرصوصة على شكل درجة ينزل من الضرب في الأول أنا اترددت كيف ننزل من الضرب فيها أو لا ولكن فكرت أنا أصلاً هلك هلك ميت ميت لأن الصافرة غلبني اللهم ننزل أكبر لقى شيئاً وإذا كان هذا غابير أو لقى لن نشربه لن نفكر شيئاً بقيت نزلت قريباً قد نزلت الضرب من الثلاثة الطوابق ولكن الغريبة هي كل ما أنا كان نزل قد نزلت أكثر وكثيراً كانت تحسس بطريقة غابية وكانت تخطوة وكانت مشكلة أخرى من بعد أن تكتب رجلي أنها درجة ليس خوية زعمة وقيت نزلت وصلت إلى هذه الحفرة أو هذه الحفرة ولكن لم أجده احتمل أن لم تجده لم أجده هنا ثم قررت أن أخرج في حالي من هنا وفي هذه اللحظة سأسمع صوت لا أعرف الإتجاب والمصدر ولكن كان صوت لي هادئ وكان واضح قال لي يا إبنة آدم أنا أتمنى أن أتمنى أن تسمع وقمت صوته وقال لي قلت أن أريد أن أهضر معك يا إبنة آدم سأقلس على آخر درجة دورت يدي على أركابي وضميتهم من صدري أولاً من الجوع وثانياً من الخوف كنت سأتمنى من الخوف وقلت أن يزعم وعيشت كثيراً بين الشياطين ولكن شيئاً مختلف هذا الصوت ما هي هذه الأشياء الله أعلم قال لي الصوت لا تخاف يا إبنة آدم أنا لا أريد أن أعلم أريد شيئاً من وقتك وصفك نموت الضوء أنا ومراقب كل تحركاتك وحياتك وإذا أجل الوقت نطلقه ونهضره قليلاً أنا أبقيت غاقة على الحس ونرى في التطلبة الذي لم يكن من أولاً سيكمل الصوت ويقول لي وليس لا يجعلك في حالك يجعلك منه ويتنم من هذه المعانجة كاملة التي تأتي فيها أنا غاقة على الحس ولم أعرف كيف سنجاوبه سيسكت الصوت قليلاً وسيكمل تقني وموضوع أسهل منك ما تتوقع لا تطلب منك أنا أستطيع أن أعطيك القوة السلطة الحصانة ونعطيك من العلم والحكمة التي سيجعلك سيد الأسياد وسيعيش في هذه النهاية خالد فيها والذي كان أعرضه لك سيجعله كثيراً قلبوا عني وفي نوع عمرهم كامل ولم يصلوا لك وقليلاً لك لتحتاج لك لكي يوصل إلى هذا الشيء أنا أخترتك لكي تكون تقني من هذه القلائل إلى هذه المختارين أول جملة سيطقها ونرد عليه وباقي في الفس حالتي جامعة أركابي وضمهم صدري قلت له ما هي التي ستعطيني هذا الشيء كامل قال لي أنا جاء الثاني من العملة ما من العملة لماذا تهدر؟ قال لي العملة التي تطرمت في الهواء من ساعة 8 تولدتي وما ستوصل إلى الأرض حيث النهار الذي سيتموت فيه قلت له ما المقابل لكي تعطيني ما هي الأرض التي تتعليه بدأت صوت قليلاً وقلت له وقلت له ما هي الأرض التي تتعطيني وقلت له لا 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 شيء من غير مقابل دعنا لا نكذبه على بعضياتنا قال لي معك حق أنت في نظرك ما هو المقابل التي تستطيع تعطيني بلصة شيئاً لأرض التي تتعليك قلت له لم أعرف ما الذي لديك ما الذي تستطيع تعطيني قلت له أنا صراحة ما لدي أولو دابا أنا الجوع وليس لن نسده وليس لن نسومك قال لي بالعكس يا ابن أدم أنت لديك الكثير ولكن لا لديك العينين الذين يرون ذلك قلت له أخي ما أريد أن أعطيك من هذه الأشياء معي والذي أنا لا أرى قلت له أريد أن أعطي منك وعد قلت له وعد 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 أنك ستبقى كيف أنت لا تبدل قلت له لم أفهمته من هذه الأشياء التي تعود لي من الصفاح أهدر ديري أتمنى أنك تهدر معي بلغة الألغاث قلت له ليس من ضرور أن تفهم كل شيء سأقولها يا ابن أدم وعدني وذلك الساعة هذا المزعج الذي ينسى فيه وعيشه سأل قلت له سؤال أريد أن أقول لك لماذا أنت تهدر ومخبف الطلمة لماذا لا تخرج لديه ونرى ونرى وذلك الساعة نهضره قال لي اليوم ما هو النهار الخروجي يا ابن أدم وممكن لا تحضر النهار الخروجي وممكن تحضر له على حساب أنا لا أفهم جمال هذا يهضر معي لا تحضر لماذا لا يهضر معي ويقول لي ما أريد أنا قطعت الحس وسكت سأكمل أولا سأكون حياتي مديورة لكم وأنا على عهد قدر أن أستطعت قلت له سمع سمع أريد أن أقول لك شيئا أنا لديك واحد عرض قلت له قلت له قلت له وقلني وأنا من هذا ما الذي أريده على أي حال أنا ميت ميت قال لي أنا هذا ليس لنقتلكم هذا يمكنكم على الطريق وأنتم وقلت لنفسكم بنفسكم وقلت لنفسكم وقلت لنفسكم وقلت لنفس الجمع وقلت لنفسك وكلفة الجزيرة هذه المعزولة ما الذي تقصد سيضحك ويقول لي قلت لنقصدكم كاملين من بعد هذا الجواب سيأخذ لي واحدة ريحة التي كانت بردة بزاف لدرجة نفسي بدأت تقطع فيها وليس لم يكن قادر لنظر إلا بصعوبة قلت لنفسك ويقول لي هل تعرف الجاحم قلت له نفسك قال لي لا قلت لنفسك على الأرض قال لي لا لم أعرف قال لي أنك تكون مربوطة بقوانين وشرط والشرط القوانين تمنعك لانك يدور في دماغك ويغيرها نفسك أنا جاء ماذا قال لي لو وجود الحرية المطلقة وإذا كانت الحرية المطلقة سوف تقول لي فوضى ليس حرية سوف يريد شيء ينطل بلا رقابة و بلا قوانين تحكم قال لي ما هي المتعف أنك تربط رأسك بعقيدة أو مبدأ لماذا لا تستمتع بحياسك قبل أن تضيع منك الدنيا؟ قلت له لماذا أنت مهتم بي لهذه الدرجة كاملة؟ لا يمكن أن تكون الموت عادية لتتمسك بقيامي ومبادئي وعقيدتي قال لي سكوت يا ابن آدم أنا لم أهتم لنبدأ الفكر الذي لديك أنا أريد أن نطورك ونرتاقي بالقدرات البشرية لك المحدودة سنجدك أن تكون مختلف على باقي البشر وثيق بي لا أمر شيء تندم من بعد ما قبل العرض لي قلت له لماذا تأمن بحرية الاختيار أو لا؟ قلت له آه وهذا ما نحاول أن أعطيك ذلك تكون هذه الحرية لكي لا تنتمي للمبدأ أو العقيدة قلت له أن الحرية لي هو أنه هو من قبل العرض لك تستطيع تقبل الرأي لي سأقوم بتصويت صوت قليلا بحل لكي فكرت ما قلت له سأقدر معي لحظات على السكت وقلت له إذا بنتها أريد أن تبقى عبد أريد أن تبقى مربوط بسلسل العقيدة قلت له كلنا عبد حتى حد ما حر فينا فقط كان هناك عبد الجهوات ورغبته وكان مننا يختار أنه يكون عبد الله هذا الصوت سيزمجر واحد قليلا و سيجاوبني ولكن هذه المرة تبقى أنه كان مع السبب قلت له قلت له أنا مع عبد الحد قلت له آه بي أنه ليس عبد و أنت محبوس في هذه الحفرة في هذه الجزيرة المعزولة قلت له محبوس؟ ماذا تقصد؟ قلت له آه محبوس محبوس لهدفك محبوس لمعتقداتك أثير أفكارك اندرجة أفكارك لحق في حفرة و أريد أن تدخل معك إلى هذه الحفرة التي تأتي في طريقك إذا أريد أن تقلزني هنا أعرف لماذا؟ حيث أنت لا تستطيع أن تخرج منها قلت له لماذا تهدر بني آدم؟ قلت له أن يكون كاملا قلت له أن أعرف بعد أن تكون أنا لكي تهدر عليها و تقرني بالأخرين قلت له أني كان أهدر على الأفكارك على الطريقة الهدراء أنا لم أتوقع أي شيء أو الشكل كيف تفعل تكون الجن أو شيطان أو بشر أو حتى تكون إبليس شخصيا هنا سيقضع أهدراتي و سيساليها معي قلت له أن أرجع من جتاء ابن آدم قلت له كيف سأرجعه؟ قلت له أن أخرج إلى فوق سأخرج وسأتلقى واحدة شجرة فاكهة و إذا كنت تكليتي منها سأتلقى هذا الحلم الذي دخلت فيه وسأترجع للعالم وسأتجد كل موعدتك به المال، الجاس، السلطة العلم، الحكمة و إذا لم تكليتي منها سأترجع للعالم ولكن سأترجع لك خاويين المهم في كل حالتين سأترجع للعلم وسأتوقع أرارك قلت له أن أضم بلاستي لكي أخرج قلت له أن أخير سؤال قبل أن أذهب قلت له سؤال قلت له ما أسميتك قلت له أسمائي كثيرة قلت له أخي أختار منهم و قلت له أنه ضعبة و بعدها أخرجت و أخرجت أمي و فعلا أول مخرج وجدت الشجرة التي قلت له كانت عمرها فاكهة كثيرة و أخرجت أن تأتي لكي ندخل هذه الحفرة هذه الشجرة لم يكن تأكد سأترجعي بأي طريقة أنا لم أشاهد شيء كم الذي قلت له وعدني به لا تقل ستحته و نفكر نأكله منها و نسأترجعي ولا نجعلها و نشأ الطريقة الرجوع للشاطئ سأترجع كثيرا و قررت ندير رأسي أعمى لم أشاهدت من الأصل هذه الشجرة سأترجعها للشاطئ سأترجعها سأترجعها أو للعطش أو للطريقة الرجوع و أضعها و سخفتها حتى آخرتها قلت له عفرة حتى وصلت للشاطئ ولكن أول ما وصلت للشاطئ سأترجعها سأترجعها و أستطيع النهاية سأترجعها سأترجعها و أضعت الأرض لم أعقلت على رأسي حتى فتحت عيني على شميشة ضربة فيها و الصوت المواجهة سأترجع العيني بقية و بدأت تفقد البلاثة أنا و أبقى عايش أو ماذا سأترجعها 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 و كانوا ضائرين بأي شيء أصغر بأكدايا لم أعرفت شيء لا حقيقة ولا حلم ولا أناميت والذي تأكدت أنها حقيقة سأترجعها سألتلها سأخبرها و سأترجعها و أكبرها سأترجعها و لا يضحكوا و لكننا عندما قد قرروا مني سأترجعها من الأشكال تريد النوط المهار لانا قوة كانوا لا ملامح حتى العينين كانوا ممسوح كانوا يتضعها وسأترجعها و أبدأوا من المنصف و و يحسوا من الدين و يحسوا بين الجلاحين كل شخص يقيس بعد ذلك سيقول لك الرجل و تلعب صافي رسالة الولاد بعد ذلك الولاد ستجيها و سيدخلوا بين الشجر الغابة و سيختار فيه سيقرب مني الرجل و سيحل شيئا بحالة تقول قريعة صغيرة و سيقطر لي هذا الشيء في فمي حتى شربته و أول ما شربت من هذا الشيء سيقولوا مع أمريكا تبيع شيئا تحيد لي الجوع تحيد لي العياء و سيقوم بحالة ذلك الرجل الذي يكلب سمزيئا كانت تفرج على الموجة للبحر و لم يسوق و لم يكن تقلس أحدا و كانت أنه يهرر الصمت في بيناتنا و لم أكن تعرف ما سأقول لي بالضبط و كيف سأدخله و سأبدأ الهدرة معه و لماذا هو هذا أصلا سيقوم بحالة دقيقة على الصمت و قال لي لما يشوف فيه كل وجهاته و بقي أنفاص مع البحر قال لي أننا نفهم و نحن في صراع من بداية الخالقة كانت المهمة لأنها صعبة بثيرا و لكن لماذا أنتم تدرونها بلاستي و تنبع لي فيها سيقوم بشيء قليلا و سيبتسم و سيقول لي و لم أكن أعلم منكم أو أحسن مني أصلا أنا و كنت أحسنتكم قائعة أنتم لم تفوقوا على خدمتي و كنت أخيرا و كنت أخيرا على خدمتي و السبب الوجود بينكم و أنا و الدرية قال لي المهمة على أي حال لا تطور عليك نجحتي في الامتحان و أعجبتني بثيرا و هذا الوقت للرجع لك لعالمك قلت له ما من امتحانك تقصد قال لي لي شيء مهمة تعرف المهمة هو أنك نجحتي و لديك طلب صغير قلت له أمر ماذا و ماذا؟ فقط لا أفهم بثير منها و لكن فهمت المقصود و كيف يريد أن يصل لي قال لي العلمنا يمكن أن يكون صعيب و متوحش و فوضوي و لكن حتى هو سيكون هناك نظام بحل العلمكم و العلمنا حتى هو لديه هدف أغاية من الوجوده يعني لم يخلوق أيضا و كلنا سيكون على هذه الخطة المرسومة لنا و أنت في هذه الخطة ممكن بإرادتك و ممكن بلا إرادتك و ممكن يكون بغلاطة منك لا نعرف و لكن هذا هو الوقت الذي يجب أن يرجع على بلاستو سأقوم بلاستو و سأقوم بضرم البحر من حويجه و قال لي أين تسمى؟ يالله يا ابن آدم يالله أكبر لا تتطلع أنا لم تسألت فراسي و أدورتها ابن آدم؟ لماذا لم تكن معي في هذه الحفرات مخبئة في الطلمة؟ المهم كان سأقوم بإرادتك في هذا الشاطئ و حتى وصلنا إلى حجرة و حجرة كبيرة كان نص ديالة في اليابيزة و نص الأخرى مغمور في الماء البحر و سيطلب مني أن يخرج فوق الأسخارات فوق الأحجرة و بالفعل فوقها بدأت تلك الرجل الذي يعيط على تلك الوليدات التي كانوا معها قبيلة يقولون يالله الوليدات هذا هو الوقت للرحيل لكم سيخرجوا تلك الوليدات القبيلة من الغابة كانوا أستطيع الولاد سيأتي و تجمعوا عليه بحال القبيلة يلعبوا و يضحكوا و ينقذوا و في لحظة واحدة سيضرعوا تلك السنوب يتم تمشي كلام و ستحولوا تلك الأطفال كبيرة لأشكالهم مفاهمة توصف أشكالهم كانوا يخيبوا و قبيعة كثيرا و كيف ستحولوا تلك الأول لم يكن أحد فيهم تحول أحد الهيئة قريبة الهيئة بشارية لم يكن أحد الهيئة المقبولة سيضرع للك الرجل فيه و سيضرع لك المتحول بهيئة بشارية رصب الموافقة بحاليك و دعية و سيركب على الدر واحد من الشيطين الخمسة و سيركبني معه على ظهرات الشيطان لم أكملت لاحظة قليلة و كنا طائرين في السماء و كانوا بعد ذلك من الجزيرة و هناك نرى ذلك الرجل الذي كان بسم جيدا و نرى على الشاطئ و سيكون صغير كلما نحن نرى و كنت مدهول من هذا المنظر لماذا لم يكن وقعت نهار في حياتي سيقوم بحاله سيقوم بالدهول من الشخص الذي يركب معي على ظهرات الشيطان سيضرع لكي نسلم عليه و سيقول لي أنا قرموس سيضرع لكي نسلم و تسلمنا سيضرع لكي نتقنى و سيضرع لكي نتقنى فهو وصلت جسار و طلب من البانا و يجعلك هنا على الجزيرة لم يكن أردت طلب من وجهه لأن جسار و أباه قدموا كثيرا في المملكة لماذا لم تكن وفق البانا تبقى على هذه الجزيرة و لكن بشرط واحد أنك تبقى في الشاطئ و لا تخلق لوسط الجزيرة و لكن بعدما قدرت جناد بجسار و الذي كان في الحماية البانا قرر بجسار أنه جناد من الآسيات الشياطين خاصة بعدما أعطى سيخوها جسار قائد العشرة المؤمنين و لم يحبسك حتى هنا و أردت بجسار السبعة التي يبيعها و قرروا نص العهد لك و هذا ما الذي خلق جسار بالتعاون مع جناده يقتلهم بسبعة سوف تقرمز شيئا و سيقول لي سوئني سوئني أنا كنت أرى في عينك الكثير من الأسئلة قلت له كيف أتبع جسار القائدهم من بعد موته يعني لماذا لا تقوموا لهم و لماذا يجعلوا جناد في الحكم قال لي أن أشطحوا رأس جسار سوف نقسم الجيش أقسع قال لي أنهم يريدون رأس جناد انتقام سيدهم جسار و الغذر لها به و الثلاثين كانوا مع جناد لأنه ليس الشياطين هذا هو الطبيعهم كتب على الطرف الأقوى و لم يكن لديهم الولئ في القموز يتبعون أنهم سلحتهم قال لي أنه تحربوا هذا الجيش المنقسمة قال لي أه تحربوا و نزيدك دشار الذي معه سوف يوقفه في الصف جناد و هذا ما الذي سوف يميل الكفة الجناد و سوف يقتل كل المعارضين سوف يضحك و سوف يكمل لي جنادك طبيعة أي شيطان يمشي لي الغذر في عروقه سألت من أتباع جسار و سوف تقتل كل المعارضين و من بعد معاونها و استغلتهم قال لي ما سوف نسألك من قبلة و أنا أريد أن أسألك السؤال أين سوف نحن هنا؟ قال لي أن نأخذ رأس الجناد و من بعد أن أرجعكم إلى العالم كسالم كيف لم أضعك أول مرة في العالمنا قال لي صافي صافي ببساطة سوف يسألك قال لي أنت لا أعرف إذا لم تتقلق قليلا لكي يستطيع أن يدير سوف نسكت شيء قليلا و سوف نقول لي سوف يسألك سوف يسألك قال لي صافي نحن وصلنا و بالفعل أول ما زيت راسي لكي نرى كانت تقريبا وصلنا إلى أطلس في أقصى الغرب سوف يسألك قدام الكاف لفعل العرش المملكة الكتبين قال لي قرموس دعونا ندخله من هذا الشيء سوف ندخل آنوية و وجدنا جناد على العرش و ضايرين بيع الحراس قتل شياطينها قتل هذا الخائن قتل هذا المدوين و أريد راسه قبل حتى لا يفكر شياطينها أنهم يتحركوا بلاستهم و بحركة واحدة من القرموس سوف يفصل ريوسهم و بلاستهم سوف يطلق جناد من العرش و قتل القرموس سوف يدخل عليها و تقتل حراسي كان القرموس يجعل جناد لكي تربح الحمقه لمسوق لي كان يجعل هواس دراسه و يرى أن يظهر راسه في الكائف سوف يرى و قال لي سوف يدخل القرموس و أفخم من هذا الكائف و سوف يدخل عليه جناد و قتله و لم يكن أعرف كيف يكون أنايا و بنت من سوف يرى قرموس و سوف يدخل قرموس و قال لي و قال لي يا صافي باركا من الهدرة أنت لي لم يكن أعرف كيف يكون أنايا و والد من و في لحظة واحدة غيئة و رأسها جناد سوف يدخل العافية و سوف يتحرك و تحركت حتى التحولات للرماد سوف ينسخف سوف ينفقد الواقع لماذا أنا أحلمه و لكنها الوثل لماذا أعجبه سوف يدخل القرموس و قال لي خوف وقت المغادرة ساعتك صافي رأى وصلت و قلت له صافي صافي باركا كل شيء سالة و قال لي لم يكن أحد يغير رأسك ماذا أعجبه رأسك جاوبته سوف أرى ما تبقى من جند رمادها و قال لي سوف يضحق القرموس و قال لي يلا خرجنا و سوف نلقى في الانتظار منظر المهيب كل الأفراد و قال لي هو وقف بين ذلك الشياطين الخمسة الذين جاءوا معنا من الجزيرة قال لي تفرقوا الكتبين و نحكم عليكم تولي شياطين سفلية في الآخر حياتكم و كل من عنده لقاب أو كان سيد من الأسياد سوف تسحب منه لقابه قوضية الأمر تفرقوا قال لي قرموس قبل أن نذهب سوف نعطيك واحد من نصيحة لا تعود حتى الشيء واحد من البشر على حتى الشيء حتى أصلا لم يتوقع بك حتى شيء واحد و غالبا سوف نعطيك بالهبيل والحمق قال لي كيف سوف نعرف بلا حتى الضماضي تيقني قال لي عندك يحسب لك بلا رأسك و بالتأكيد لا سوف تكون هنا و نحن نعرف بني آدم كثير منهم لا يعرفون نفسهم وقت رجعك للعالم ساعتك هنا ثلاث قال لي كيف سوف نعود دبائنا العالمي قال لي من المور ما سوف نعطيك و أول ما سوف يرفقوا تحل عينك سوف يتحل عينك في داركم و قال لي يا الهضراء سوف نعطيك في القرمز و الشياطين الخمسة التي كانوا معها بقيت هذين بعيني حتى تختفوا في السماء الواسعة بقيت أنا يجلس في ذلك الجبل حتى تغلل بنينا عيني و بالفعل أول ما فقت سوف نفتح عيني و سوف نرى صقفة بيتي و لا تقوم بلاسة هذه اللحظة أول ما فقت بذي تكن بكي و ليس هناك أي بوكاء و أحد البوكاء شديدة كنت تكن بكي و أنا مبتسم و أقول الحمد لله الحمد لله أخيرا رجعت العالمي أخيرا سوف نقولي إنسان طبيعي من أول وجديد أخيرا سألك كل شيء